الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي ويجوز قليلا حدف صلة الموصول الاسمي غير الالف واللام اذا علمت قال فان ادع اللواتي من اناس اضاعوهن لا ادع الذين وقد انتزم حذفها مع اللتي معطوفا عليها التي اذا قصد بهم الدواهي ليقيد حذفها ان الداهيتين الصغيرة والكبيرة وصلتا الى حد من العظم لا يمكن شرحه ولا يدخل في حيز البيان فلذلك تركتا على ابهانهما بغير صلة مبينة ويجوز كون تصغير التي للتعظيم كما في قوله وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل واجاز الكوفيون حذف غير الالف واللام من الموصولات الاسمية خلافا من البصريين قالوا في قوله تعالى وما منا الا له مقام معلوم اي الا من له مقام معلوم ونحوه قول المتنبي بئس الليالي سهرت من طربي شوقا الى من يبيت يرقدها ويجوز ان يكون من هذا لعمري لانت البيت اكرم اهله واقعد في افيائه بالاصائل ولا وجه لمنع البصريين من ذلك من حيث القياس اذ قد يحذف بعض حروف الكلمة وان كانت فاء او عينا كشيه وسه وليس الموصول بالزق منهما ولا يحذف من الموصولات الحرفية الا ان في المواضع المخصوصة كما يجيء في الافعال المنصوبة وذلك لقوة الدلالة عليها وكون الحروف التي قبلها كالنائبة عنها عنوان الحكاية بمن وما وأي وأما احكام من وما وأي في الاستفهام فنقول اذا استفهمت بمن عن مذكور منكور عاقل ووقفت على من جاز لك حكاية اعراب ذلك المذكور وحكاية علامات تثنيته وجمعه وتأنيثه في لفظ من تقول منو ومن اذا قيل جاءني رجل ومن اذا قيل رأيت رجلا modern ومني اذا قيل مررت برجل ومناني ومنين اذا قيل جاءني رجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين ومنون اذا قيل جاءني مسلمون او نجال او قوم وفي النصب والجر منين ومنة إذا قيل جاءتني ضاربة أو طالق وكذا في النصب والجر لا يختلف ومنتاني إذا قيل جاءتني ضاربتان أو طالقان وفي النصب والجر منتيني ومنات إذا قيل جاءتني مسلمات أو ضوارب وكذا في النصب والجر لا يختلف أما اشتراط الاستفهام عن المذكور في الحكاية فلأن حكاية هذه العلامات لا بد فيها من محكي مذكور قبل الحكاية ثبتت فيه تلك العلامات حتى تحكى وغرضهم في الحكاية أن يتيقن المخاطب أن المسؤول عنه هو ما ذكره بعينه لا غيره حتى يكون نصا وإنما اشترط في لحاق العلامات المذكورة بمن كونها سؤالا عن نكرة لأن المعارف إذا استفهم بها عنها ذكرت في الأغلب إما محكية أو غير محكية كما يجي لأن الاستفهام عن المعارف ليس في الكثرة مثل الاستفهام عن النكرات فلم يطلب التخفيف بحذف المسؤول عنه ولو كررت أيضا النكرات لم يجز حكايتها إلا بعد من لأن النكرة إذا كررت فلابد في الثانية من لام العهد ليعرف أن المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا تقول من الرجل لمن قال جاءني رجل فأكرمت الرجل ومع زيادة اللام عليها لم تمكن الحكاية لم تمكن الحكاية لأن الحكاية ذكر اللفظ المذكور بعينه بلا زيادة ولا نقصان فلما لن يمكن حكايتها فإن لم تقصد الحكاية قلت من الرجل أو من هو أو من ذلك وإن قصدتها وهو الكثير حذفت النكرة وأثبت العلامات في لفظ من وسحل حذها قصد التخفيف لأن الاستفهام عن النكرة أكثر من الاستفهام عن المعرفة فلذا كان حذفها بعد من أكثر من إثباتها ومع الحذف فالحكاية في من أولى لأجل التنصيص من أول الأمر على أن المستفهم عنه هو النكرة المذكورة لأنك إذا لم تحكي في لفظ من فربما توحم السامع أن المستفهم عنه تولده بعدها وأما اشتراط العقل في هذه الحكاية فظاهر لأن من للعقلاء وأما اشتراط الوقف على من ولم يشترط اشترط ذلك في أي بل تقول فيها أي نيافتى وأي نيافتى وبأي نيافتى كما يجيئوا فلأن من مبنية مستنكر عليها الإعراب فلما قصدوا تبعيدها عن الإعراب أثبتوا حكاية الإعراب عليها في حالة لا يكون فيها على المفرد المذكور في الأغلب وهو أصل المثنى والمجموع والمؤنث إعراب ولا تنوين وهي حالة الوقف لأن الكلمة تنجلد فيها عن الرفع والجر والتنوين وأما أي فإنها كانت معربة فلم يستنكر عليها حكاية الإعراب لا وصلا ولا وقفا وإنما زادوا في المفرد المذكر الواوى والألف واليا بدل الحركات لأنهم لو حكوا حركات المنكر كما هي لكانت الكلمة في حالة الوقف محركة بصورة الرفع والجر وهذا خلاف عاية الوقف فأبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة وجاءوا قبلها بحركات تناسبها هذا مذهب المبرد وقال السرافي بل أثبتوا فيها الحركات لحكاية الإعراب كما في أي ثم لما كان الحال حال الوقف وآخر الموقوف عليه ساكن أشبعوا الحركات فتولدت الحروف وكل القولين ممكن ولم يمكن إثبات حروف المد الدالة على الإعراب في منه إذ هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب وكان هذا أولى من العكس لأن الإعراب فرع الذات فإذا امتنع اجتماع مراعاة الفرع ومراعاة الأصل كان حفظ الأصل أولى وأجروا منات في ترك حكاية إعرابها وإن كانت ممكنة بالإتيان بحروف المد مجرى مسلمات وهندات في الوقف فإنه لا يثبت فيه شيء من حركاته بخلاف منو ومني ومنا فإنه بمنزلة نحو زيد ورجل ويثبت فيه حال الوقف بعض الحركات مع حرف المد بعدها أعني الفتح نحو زيدا فلم يستنكر في من الجاري مجراه عند قصد الحكاية إثبات الحركات والمدات بعدها وإسكان النون في منتان ومنتين تنبيه على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة هي بها بل هي لحكاية تأنيث كلمة أخرى فلم يلتزموا فيما قبلها الحركة التي تلزم ما قبل تاء التأنيث وقريب من ذلك إسكان ما قبل التاء في بنت وأخت وهنت لما لم تتمحض التاء للتأنيث بل كانت بدلا من اللام وربما سكنت النون في المفرد نحو منت والأكثر تحريقها فيه لأنك لم تقدر في المفرد على حكاية الإعراض كما ذكرنا فلا أقل من حكاية تاء التأنيث كما هو حقه وأما في المثنى فقد حكيت الإعراض لمجيئك في الرفع بالألف وفي النصب والجر بلياء نحو منتان ومنتين وقد جاء نحو منتان محرك النون التي قبل التاء هذا ولكثي من الموقوف عليها المستفهم بها عن النكرة وجهان آخران أحدهما أن تزيد على من حروف المد كما ذكرنا في الوجه الأول في المفرد المذكر حاكيا للإعراض فقط ولا تحكي علامات المثنى والمجموع والمؤنث وإن كنت تسأل عنها إجراءا لمن على أصلها من صلاحيتها للكل بلفظ واحد فتقولوا إذا قيل جاءني رجل أو رجلان أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نسوة منوه وعلى قياس النصد والجر والثاني إفراد من على كل حال بلا حكاية لإعراض ولا لعلامات أخر كما في حال الوصل هذا حكم من المستفهم بها عن المنكور وأما أي فإذا استفهمت بها عن المذكور المنكور جاز لك أيضا حكاية الإعراض وعلامات المثنى والمجموع في لفظها إلا أنك لا تلحق حروف المد بالمفرد المذكر بل تعربه بالحركات في الوصل نحو أي نيافتا وأي نيافتا وأي نيافتا وفي الوقف تسكن يا أهو في الرفع والجر وتقلب التنوين ألفا في حال النصب كما في الوقف على سائر المنصوبات المعربة لأن أي معرب فسقط في جواز الحكاية في لفظ أي شرطان كان في الحكاية بمن وهما العقل فلأن أصل أي أن تستعمل في العقلاء وغيرهم بخلاف من وأما الوقف فلما مر في من وإنما اشترط في حكايتها كون المحكي مذكورا منكورا لما مر في من أيضا لك في أي وجه آخر وصلا وهو الاقتصار على إعراب أي مفردة فتقول أي وأي وأي في المفرد والمثنى والمجموع مذكرا كان أو مؤنثا وفي الحركات اللاحقة لأي في حال الحكاية وجهان أحدهما أنها إعرابها فتكون مبتدأة محذوفة الخبر ومفعولة محذوفة الفعل ومجرورة مدمرة الجار وهذا ضعيف لأن إضمار الجار قليل نادر وأيضا تثنية أي وجمرها لغير الحكاية ضعيفاني كما مر والأولى أن يقال كما في من إن هذه العلامات اتباعات للفظ المتكلم على وجه الحكاية ومحلها رفع على الابتداء والتقطير من هو وأي هو أي أي رجل هو وأجاز يونس الحكاية بمن وصلا قياسا على أي فيقول من يا فتى ومن يا فتى ومن يا فتى ومن يا فتى أتوا ناري فقلت منون أنتم فقال الجن قلت عمو ظلاما وليس بشيء لأنه لم يتقدم جمع النكر حتى يحكى وحكى يونس أنه سمع ضرب من منى استفهام عن الضارب والمضروب قال سيبويه هذا بعيد وقال يونس أيضا هذا لا يقبله كل أحد وذلك لتقدم الفعل على كلمة الاستفهام وأن إعرابها فقيل حكاية كأنه سمع رجلا يقول ضرب رجل رجلا وإلا فكيف يعربها مع قيام علة البناء والظاهر أنه ليس بحكاية وأنه يجوز في بعض اللغات إعرابها لا على وجه الحكاية ألا ترى إلى قوله منون أنتم وليس بمحكي كما زعم يونس إذ لا منكر قبله والعلامات المذكورة لا تلحق من إلا في آخر الكلام لأنها في حالة الوقف فإذا قيل رأيت رجلا وامرأة قلت من ومنه وإذا قيل رأيت امرأة ورجلا قلت من ومنه وفي جاءني رجل وامرأتان من ومنتان وعليه فقس وإذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل جعلت السؤال عن العاقل بمن وعن غير العاقل بأي نحو من وعيين في من قال رأيت رجلا وحما ريني وعليه فقس وأن المعارف بعد من فنقول هي إما أعلام وإما غيرها فغير الأعلام فيها ثلاثة أوجه أشهرها أنه لا حكاية فيها ولا في من بعد حدفها وحكى المبرد عن يونس ولم يحكيه عنه سيبويه أنها تذكر بعد من محكية كالأعلام إذا قال القائل رأيت أخا زيد قلت من أخا زيد وأجاز ذلك سيبويه لا على وجه الاختيار كما قيل دعني من تمرتان وليس بقرشية كما يجي وثالثها أن تحذف وتثبت علامات الحكاية في من كما في النكرات وذلك لكون المعرفة المذكورة عند السامع مجهولة كالنكرة وذلك كما حكى سيبويه أنه يقال ذهبت معهم فيقال مع منين ويقال قد رأيته فتقول منى ويقال خلف دار عبد الله فيقال دار مني أما الأعلام المذكورة بعد من ففيها مذهبان مذهب أهل الحجاز ومذهب بني تميم فأهل الحجاز يحكون العلم بعد من بشروط وإنما خصوا الحكاية بالعلم دون غيره من المعارف لأن وضع الأعلام على عدم الاشتراك بخلاف سائر المعارف فإن كل واحد منها لأي معين كان كما يأتي في باب المعارف والحكاية لدفع الاشتراك فكانت بالأعلام أنسب وشروط المذكورة ألا يكون المسؤول عنه منعوتا ولا مؤكدا ولا مبدلا منه ولا معطوفا عليه عطف البيان فإن إعادة هذه المتبوعات مع توابعها تغني عن حكاية إعرابها إذ يعرف المخاطب أن المسؤول عنه هو المذكور بإرشاد إعادة التوابع المذكورة بعينها إليه فتقول لمن قال رأيت زيدا الظريف أو زيدا أبا محمد من زيد الظريف ومن زيد نفسه ومن زيد أبو محمد بالرفع إلى غير نعم لو وصف بابن وأسكت تنوينه لوقوعه بين علمين لم تنتنع حكايته عند أهل الحجاز لأنه وإن أغنى الوصف المذكور أيضا كسائر الأوصاف إلا أن تنزيد هذا الموصوف مع هذه الصفة منزلة اسم واحد بدليل حذف التنوين من الموصوف ونصب الموصوف في المنادى جوز الحكاية فيه فتقول لمن رأيت زيد بن عمر من زيد بن عمر بالنصب وإن قال رأيت زيد بن أخي عمر قلت من زيد بن أخي عمر بالرفع إلى غير وأما عطف النسق بلا تكرير من فهو كسائر التوابع عند يونس في امتناع الحكاية معه سواء كان علميني أو أحدهما وحكى سيبويه عن قوم واستحسنه أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما سواء كان المعطوف علما أو لا نحو من زيدا وعمرا ومن زيدا وأخى عمر لمن قال لقيت زيدا وأخى عمر والفرق بينه وبين سائر التوابع أن الثاني فيه غير الأول فالسؤال واقع بالاسم المفرد ثم عطف عليه بعد الحكاية وأما سائر التوابع فهي في الحقيقة متبوعاتها وإن لم يكن المعطوف عليه علما كما إذا قيبا مررت بأخيك وزيد لم تجوز الحكاية في السؤال اتفاقا بل يجب الرفع لأن المتبوعة لا تجوز حكايته فكذا التابع وأما إن أعدت من في المعطوف نحو من زيدا ومن عمرا أو من زيدا ومن أخوه أو من أخوه ومن زيدا فإنه تجوز الحكاية في العلم دون ما ليس بعلم وذلك لكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه استفهاما مستقبلا فيكون لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو انفرد ومن الشروط أن لا يدخل حرف العطف على من نحو ومن زيد أو فمن زيد فلا تجوز الحكاية اتفاقا لزوال اللبس إذ العطف على الكلام المخاطب مؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره وتجوز حكاية اللقب اتفاقا وفي الكنية خلاف والوجه جوازها لأنها علم أيضا على ما يجيء بيانه وكذا اختلف في حكاية مثن العلم ومجموعه فالمجوز نظر إلى واحدهما والمانع نظر إلى زوال العلمية بالتثمية والجمع كما يجيء في باب العلم ثم نقول إذا حكي ما بعد من فمن مرفوع الموضع بالابتداء فإن كان ما بعده مرفوعا فهو على الحكاية لا على أنه خبره بل الرفع الذي يكون لأجل الخبرية مقدر فيه وإن كان مجرورا أو منصوبا فهو مرفوع الموضع على الخبرية فالكل معرب مرفوع الموضع تعذر إعرابه لاشتغال محل الإعراب بحركة مجلوبة للحكاية كما ذكرنا في أول الكتاب وقيل إنما بعد من في الأحوال معمول لعامل محذوف كما مر في أي وهو ضعيف لما مر هناك وقد جاء حذف العلم بعد من وإثبات علامة الحكاية فيها قيل خلف دار عبد الله فقال السامع دار مني وأما بن تميم فإنهم سلكوا بالعلم في الاستفهام عنه بمن نسلك غيره من الأسماء فأتوا به مرفوعا على كل حال بالابتداء جريا على القياس وأما إذا سألت بأي عن المعارف فلا خلاف بينهم في أن ما بعدها لا يحكى فإذا قيل رأيت زيدا ومررت بزيد قلت أي زيد أي زيد بالرفع لا غير لأن الإعراب يظهر في أي فكره أي خالفه الثاني بخلاف من زيدا ومن زيد هذا وربما حكى بعض العرب الاسم على من كان أو غيره دون سؤال أيضا كما قال بعضهم دعنا من تمرتان على حكاية قول من قال ما عندنا تمرتان قال سيبويه سمعت أعرابيا يقول لرجل سأله فقال أليس قرشيا فقال ليس بقرشيا فعلى هذه اللغة تجوز الحكاية إذا سألت بمن أو أي عن غير العالم أيضا كما حكى يونس كما مر وإذا سألت بمن عن عاقين ينسب إليه أعلم سواء كان المنسوب على معاقين أو لا بل الشرط بل الشرط كون المنسوب إليه عاقلا كما يقال لقيت زيدا أو ركبت أعوج جاز لك أن تقول المني أي آل بكري أو آل قرشي تأتي بمن مكان المنسوب إليه العاقل وتدخل عليه الألف واللان لأنه كذلك في المسؤول عنه أعني البكري مثلا لأن صفة العلم المنسوبة إلى شيء لا بد فيها من الألف واللام وتلحق يا أنسب آخر من كما كان آخر المسؤول عنه والأكثر الأشهر إدخال همزة الاستفهام على الألف واللام فتقول آل مني بالمد أو التسهيل كما يجيء في التصريف في باب تخفيف الهمزة إن شاء الله تعالى وإنما أدخلتها لأنه كذلك في المسؤول عنه لو صرحت به نحو آل بكري أو آل قرشي وإنما جاز الجمع بين من الاستفهامية وهمزة الاستفهام لضعف تضمنها للاستفهام بمعاملتها معاملة المعربات التي تتضمن معنى الحروف وذلك بإدخال اللام عليها وإلحاق يا النسب بآخرها وبعضهم لا يأتي بهمزة الاستفهام فيقول المني اكتفاءا بما في من من معنى الاستفهام ويحكي في لفظ المني إعراب العلم المسؤول عن نسبته سواء كان السائل واصلا أو واقفا كالحكاية في لفظ أي سواء فتقول لمن قال جاءني زيد المني يا فتى وكذلك آل منية وآل مني وكذا آل منيان وآل منيين وآل منيون وآل منيين وآل منيين وآل منية وآل منيتان وآل منيات ويأتي المسؤول بالجواب على وفق إعراب آل مني تقول رأيت زيدا فيقول آل منية فتقول القرشي على أنه وصف لزيد المذكور أولا في كلامك ويجوز الرفع في الكل على إضمار المبتدأ أي هو القرشي لانفصاله عن الموصوف بتوسط الاستفهام قال مبرمان سألت المبرد إذا قال لك رجل رأيت زيدا وأردت أن تسأله عن صفته قال تقول آل منية كأنك قلت آل ظريفي أو آل عالمي أو آل بزازي قال الصرافي هذا تفريع منه وقياس وليس لمسموع قلت كأنه جعل الياء في الظريفي ونحوه للتأكيد كما قيل في أحمري ودواري وإن كانت صفة العلم من سوبة وإن كانت صفة العلم من سوبة إلى ما لا يعقل كالمكي والبصري والبصري فلا يجوز آل مني اتفاقا قال المبرد القياس آل مائي أو آل ماوي قال الصرافي هو تفريع منه وليس بمسموع وأجاز الأخفش الاستفهم بأي على وفق آل مني قياسا فيقال آل أيي فيصلح للمنسوب إلى العاقل وإلى غيره والوجه المنع لعدم السماع والاستثقال الياءات والله أعلم عنوان أسماء الأفعال أنواعها علة بنائها تنوينها قوله أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي مثل رويد زيدا أي أمهله حيهات ذاك أي بعد اعلم أنه إنما بني أسماء الأفعال لمشابهتها مبني الأصل وهو الماضي والأمر ولا تقول إن صح اسم للا تتكلم ومه اسم للا تفعل إذ لو كان كذلك لكان معربين بل هما بمعنى سكت وكفف وكذا لا نقول إن أف بمعنى تضجر وأوه بمعنى أتوجع إذ لو كان كذلك لأعربا كم سماهما بل هما بمعنى تضجرت وتوجعت الإنشائيين ويجوز أن يقال إن أسماء الأفعال بنيت لكونها أسماء لما أصله البناء وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر أو خرج عنه كالمضارع فعلى هذا لا يحتاج إلى العذر المذكور والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر اللفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال وأنها لا تتصرف تصرفها وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض وظاهر كون بعضها ظرفا وبعضها جارا ومجرورا وأما تعين أصولها وأنها عن أي شيء نقلت فنقول أن نقل عن المصادر والظروف في بعضها ظاهر كرويد زيدا وبله زيدا بنصب المفعول به وفداء لك الأقوام بالكسر وأمامك زيدا وعليك زيدا الاستعمال هذه الكلمات على أصلها كثير كرويد زيد وبله زيد بالإضافة وفداء لك بالرفع والنصب وأمامك زيد برفع زيد وبعضها يشبه أن يكون مصدرا في الأصل وإن لم يثبت استعماله مصدرا كوشكان وسرعان وبطآن وشتان فإنها كليان في المصادر وكهيهات فإنه كقوقات ونزال فإنه كثجار وتيدا كضرب فنقول إنها كانت في الأصل مصادر لأنه قام دليل قطعي على كونها منقولة إلى معاني الأفعال عن أصل وأشبه ما يكون أصلها المصادر للمناسبة بينهما وزنا ولإلحاقها بأخواتها من نحو رويدا وبلها وفداء انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في باب أسماء الأفعال والظاهر في بعضها أنها كانت أصوات ثم نقلت إلى المصادر ثم منها إلى أسماء الأفعال ثم نقول الأصوات المنقولة إلى باب المصادر على ضربين ضرب لزم للمصدرية ولم يصر اسم فعل نحو إيها في الكث وويها في الإغراء وواها في التعجب والاستطابة ولعن ودعدعن في الانتعاش ووي لك ووي حك وويك ووي لعمر على ما مر في باب المفعول المطلق وبعضها انتقل من المصادر إلى أسماء الأفعال نحو صه ومه وها ودع أي انتعش وبس أي رفق وهيا وهلا وحيا وإيه وهيك وهيك وهيت وستجيء معانيها ويجوز أن يدعى في الضرب الأول أنه انتقل إلى اسم الفعل والتنوين فيه كما في صه ومه وإيه وهي مفتوحة لا منصوبة وفي الضرب الثاني بقاؤه على المصدرية وبناؤه لأصله أعني اسم الصوت كما مر في المفعول المطلق وأما أخ وكخ وأف وأوه وبخ إذا لم تستعمل استعمال المصادر وهو أن تنصب نحو أف أو تبين بالحرف كأف لك فالأولى أن يقال ببقائها على ما كانت عليه وأنها لم تصر مصادر ولا أسماء أفعال لعدم الدليل عليه كما أن الأولى في فرطك بمعنى تقدم أو احذر من قدامك وبعدك أي احذر من خلفك وحذارك عمرا والنجاءك أي يقال إنها باقية على المصدرية إذ لم يقم دليل على انتقالها إلى أسماء الأفعال والفرط التقدم أي تقدم تقدما أو احذر فرطك أي تقدمك وبعدك أي أبعد بعدا وحذرك وحذارك عمرا أي احذر عمرا حذارا أو حذارا والنجاءك أي نجو النجاء والكاف حرف كما في ذلك فإذا فإذا تقرر هذا ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولة إما عن المصادر الأصلية أو عن المصادر الكائمة في الأصل أصواتا أو عن الظروف أو عن الجار والمجرور فلا تقدح إذن باعتبار الأصل لا في حد الاسم ولا في حد الفعل وعدم استعمال بعضها على أصله لا يضر لما ثبت كونه عارضا بالدليل إذ رب أصل مرفوض وعارض لازم وأما آمين فقيل سرياني وليس إلا من أوزان الأعجمية كقابيل وهابيل بمعنى افعل على ما فسره النبي عليه السلام حين سأله ابن عباس رضي الله عنه وبني على الفتح ويخفف الألف فيقال أمين على وزن كريم ولا منع أن يقال أصله القصر ثم مد فيكون عربيا مصدرا في الأصل كالنذير والنكير ثم جعل اسم فعل وكان القياس أن لا يقال الاسم الفعل الذي هو في الأصل جار ومجرور نحو عليك وإليك اسم فعل لأن نقول لمثل صه ورويد إنه اسم بالنظر إلى أصله والجار والمجرور لم يكن اسما إلا أنهم طردوا هذا الاسم في كل لفظ منقول إلى معنى الفعل نقلا غير مضطرد كالمضطرد في نحو رحمك الله ولم يضرب فيصح أن يقال في كذب العقيق بالنصب إن كذب اسم فعل كما يجي ثم أعلم أن بعضهم يدعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحل على أنها مبتدأة لا خبر لها كما في أقائم للزيدان وليس بشيء لأن معنى قائم معنى الاسم وإن شابه الفعل أي ذو قيام فيصح أن يكون مبتدأ بخلاف اسم الفعل فإنه لا معنى للإسمية فيه ولا اعتبار باللفظ فإن في قولك تسمع بالمعيدي تسمع مبتدأ وإن كان لفظه فعلا لأن معناه الاسم فاسم الفعل إذن ككاف ذلك وكالفصل عند من قال إنه حرف كان لكل واحد منهما محل من الإعراب لكونه مسمين فلما انتقل إلى معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك لأن الحرف لا إعراب له فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل في الإعراب فلما انتقل إلى معنى الفعلية والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل لم يبق له محل من الإعراب كما ذكرنا في المفعول المطلق وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمة مقام الفعل فلم تكن مبنية ولا نقول في أمامك بمعنى تقدم إنه منصوب بفعل مقدر بل النصب فيه صار كفتح فاء جعفر وكذا لا تقول في عليك وإليك اسم فعل إنهما حرف جر مع مجرورهما متعلقان بمقدر بل المضاف إليه في الأول صارا ككلمة وكذا الجار والمجرور في الثاني فصار اسم المصدر والصوت إذا كان اسم فعل كالفضل وذبه علمين لذات وصار المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور في نحو أمامك وعليك اسمي فعل كعبد الله وتأبط شرا على مين فهي منقولة عن أصولها إلى معنى الفعل نقل الأعلام وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ سكت الذي هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء إذ العربي القح ربما يقول صه مع أنه لا يخطر بباله لفظ سكت وربما لم يسمعه أصلا ولو قلت إنه اسم لصمت أو انتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح فعلمنا أن المقصود منه المعنى لللفظ وقد صار الفعل اسم فعل كما في قول عن تره كذب العتيق وما أشن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي إذ روي بنصب العتيق وكذا في قول من نظر إلى بعير النضو فقال لصاحبه كذب عليك البزر والنوى بنصب البزر قال محمد بن السري إن مضر تنصب به واليمن ترفع فمعنى كذب عليك البزر أي لزمه وخذه ووجه ذلك أن الكذب عندهم في غاية الاستهجان ومما يغرى بصاحبه وبأخذه المكذوب عليه فصار معنى كذب فلان الإغراء به أي لزمه وخذه فإنه كاذب فإذا قلن بعليك صار أبلغ في الإغراء كأنك قلت افترى عليك فخذه ثم استعمل في الإغراء بكل شيء وإن لم يكن مما يصدر منه الكذب كقولهم كذب عليك العسل أي عليك بالعسلان قال وذبانية أوصت بنيها وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف أي عليكم بهما وكذب الحج أي عليك به فكما جاز أن يصير نحو عليك وإليك بمعنى فعل الأمر فينصب به جاز أن يصير كذب وكذب عليك بمعنى الأمر فينصب به كما ينصب بالزم قال أبو علي في كذب عليك البزر إن فاعل كذب مضمر أي كذب السمن أي لم يوجد والبزر منصوب بعليك أي لزمه ولا يتأتى له هذا في قول عن تره كذب العتيق على رواية نصب العتيق وما ذكرناه أقرب وأسماء الأفعال حكمها في التعدي والنزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها إلا أن الباء تزاد في مفعولها كثيرا نحو عليك به لضعفها في العمل فتعمد بحرف عادته إيصال لازم إلى المفهول ولا تتقدم عند البصريين منصوباتها عليها نظرا إلى الأصل لأن الأغلب فيها إما مصادر ومعلوم امتناع تقدم معمولها عليها وإما صوت جامد في نفسه منتقل إلى المصدرية ثم منها إلى اسم الفعل وإما ظرف أو جار ومجرور وهما ضعيفان قبل النقل أيضا لكون عملهما لتضمينهما معنى الفعل وجوز الكوفيون ذلك استدلالا بقوله يا أيها المائخ دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك ودونك عند البصريين هاهنا ليس باسم فعل بل هو ظرف خبر لدلوي أي دلوي قدامك فخذها وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر إذ الأمر كثيرا ما يكتفى فيه بالإشارة عن النطق بلفظه فكيف لا يكتفى بلفظ قائم مقامه ولا كذلك الخبر ومعاني أسماء الأفعال أمرا كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال إن هذه الأسماء بمعناها أما ما كان مصدرا في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء أفعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا وأما الظرف والجار والمجرور فلأن نحو أمامك ودونك زيدا بنصب زيدا كان في الأصل أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك فاختصر هذا الكلام الطويل لفرض حصول الفراغ منه بسرعة ليبادر المأمور إلى الانتثال قبل أن يتباعد عنه زيد وكذا كان أصل عليك زيدا وجب عليك أخذ زيد وإليك عني أي ضم رحلك وثق لك إليك واذهب عني ووراءك أي تأخر وراءك فجري في كلها فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب فمعنى هيهات أي ما أبعده وشتان أي ما أشد الافتراق وسرعان ووشكان أي ما أسرعه وبطآن أي ما أبطأه والتعجب هو التأكيد المذكور وكلها بلا علامة للمدمر المرتفع بها وبروزه في شيء منها دليل فعليته وأنه ليس منها كهلمة وهيهات على ما يجي وليس لحاق كاف الخطاب ولا التنوين في جميع هذه الأسماء قياسا بل سماع فيقتصر على المسموع فنقول الكاف إذا اتصل بهذه الأسماء نظرا فإما أن يكون متصلا بما هو ظرف أو حرف جر في الأصل نحو أمامك وإليك أو لا فهو في الأول اسم مجرور نظرا إلى أصله وفي الثاني ينظر فإن كان الاسم الذي اتصل به كاف الخطاب مما جاء مصدرا مضافا واسم فعل معا نحو رويد زيد وزيدا احتمل أن يكون الكاف اسما مجرورا نظرا إلى كون الاسم مصدرا مضافا إلى فاعله وأن يكون حرف خطاب نظرا إلى كون الاسم اسم فعل نحو رويدك زيدا وإن لم يجز كون الكاف مضافا إليه فهو حرف كما في هاك إذ لم يأتي ها زيد بالإضافة كما جاء في رويد زيد ومثله النجاءك وإن لم يكن اسم فعل على ما ذهبنا إليه وقال الفراء الكاف في جميعها مرفوع لكونه مكان الفاعل وليس بشيء لأننا نعرف أن الكاف في عليك وإليك ودونك هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معنى الفعل وقد كان مجرورا بلى يمكن دعوى ذلك في نحو حي هلك وهاك لأن الكاف لم يثبت مع هذين الاسمين قبل صيرورتهما اسمي فعل مع أن وضع بعض الضمائر موضع بعض خلاف الأصل ويمبغي له أن يقول إن في نحو رويدا وهاء مجردين عن الكاف ضميرا مستترا كما في ضرب ولا يقول بحذف الكاف لأن الفاعل لا يحذف وقال الكسائي الكاف في الجميع منصوب وهو أضعف لأن المنصوب قد يجيء بعدها صريحا نحو رويدك زيدا وعليك زيدا وقال ابن بابشاذ الكاف في الجميع حرف خطاب كما في ذلك ويبطل قوله بما أورد على الفراء وأما التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء فعند الجمهور للتنكير وليس لتنكير الفعل الذي ذلك لسم بمعناه إذ الفعل لا يكون معرفا ولا منكرا كما ذكرنا في علامات الأسماء بل التنكير راجع إلى المصدر الذي ذلك لسم قبل صيرورته اسم فعل كان بمعناه لأن المنون منها إما مصدر أو صوت قائم مقام المصدر أولا ثم ينتقل عنه إلى باب اسم الفعل ثانيا كما مر فصه بمعنى سكوت وإيه بمعنى زيادة فيكون المجرد من التنوين مما يلحقه التنوين كالمعرف فمعنى صه اسكت السكوت المعهود المعين وتعين المصدر بتعين متعلقه أي المسكوت عنه أي فعل السكوت عن هذا الحديث المعين فجاز على هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه وكذا مه أي كف عن هذا الشيء وإيه أي هات الحديث المعهود فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقه وأما التنكير فيه فكأنه للإبهان والتفخيم كما في قوله ألا أيها الطير المربة للضحى على خالد لقد وقعت على لحمي أي لحم وأي لحم فكأن معنى صه اسكت سكوتا وأي سكوت أي سكوتا بليغا أي اسكت عن كل كلام وليس ترك التنوين في جميع أسماء الأفعال عندهم دليل التعريف بل تركه فيما يلحقه تنوين التنكير دليل التعريف وقال ابن السكيت والجوهري دخوله فيما يدخل عليه منها دليل كونه موصولا بما بعده وحذفه دليل الوقف عليه تقول صه صه ومهم بتنوين الأول وسكون هاء الثاني وقال في قول ذا الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاطع إنما جاء غير منون وقد وصل لأنه نوي الوقف فيكون التنوين عندهما في الأصل تنوين التمكن الدال على كون ما لحقه موصولا بما بعده غير موقوف عليه جرد عن معنى التمكن في هذه الأسماء وجعل للدلالة على المعنى المذكور فقط هذا هو الكلام على هذه الأسماء إجمالا وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول هي إما متعدية أو لازمة فمن المتعدية ها وهو اسم خذ وفيه ثماني لغات الأولى ها بالألف مفردة ساكنة للواحد والاثنين والجمع مذكرا كانا أو مؤنثا الثانية أن تلحق الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية وتصرفها نحو هاكا هاكما هاكم هاكي هاكنا الثالثة أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصرفها تصريف الكاف نحو ها 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 الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة ها بهمزة ساكنة بعد الها للكل السادسة أن تصرف هذه الخامسة تصريف دع وذر السابعة أن تصرفها تصريف خف ومن ذلك ما حكى الكسائي من قول من قيل له ها فقال إلى ما أهاء وإهاء بفتح الهمزة وكسرها الثامنة أن تلحق الألف همزة وتصرفها تصريف ناد والثلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال قال الجوهري هائي بكسر الهمزة بمعنى هاتي وبفتحها بمعنى خذ وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما آخذ وما أهاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطي وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أخاف ومنها هاتي بمعنى أعطي وتتصرف بحسب المأمور إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا فتقول هاتي هاتيا هاتو هاتي هاتين وتصرفه بل وتصرفه دليل فعليته تقول هاتي لا هاتيت وهاتي إن كان بك مهاتاه وما أهاتيك كما أعاطيك قال الجوهري لا يقال منه هاتيت ولا ينهى عنه فهو على ما قال ليس بتام التصرف وقال الخليل أصل هاتي آتي من آتا يؤتي إيتاء فقلبت الهمزة هاء ومن قال هو اسم فعل قال لحوق الضمائر به لقوة مشابهته لفظا للأفعال ويقول في نحو مهاتاه وهاتيت إنه مشتق من هاتي كأحاشي من حاشا وبسملا من بسم الله ومنها بلها أي دع ويستعمل مصدرا واسم فعل كما ذكرنا فيقال بلها زيد بالإضافة إلى المفعول كترك زيد وبلها زيدا كدع زيدا وحكى أبو علي عن الأخفش أنه يجيء بمعنى كيف فيرفع ما بعده وينشد قوله تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلقي بنصب الأكف ورفعه وجره وإذا كان بمعنى كيف جاز أن يدخله من حكى أبو زيد إن فلانا لا يطيق أن يحمل الفهر فمن بلها أن يأتي بالصخرة أي كيف ومن أين ويروى من بحل بالقلب وذكر الأخفش في باب الاستثناء في قوله حمال أثقال أهل الود آونة أعطيهم الجهد مني بل هما أسع أن بلها حرف جر كعدى وخلى بمعنى سوى قيل ومنه قوله عليه الصلاة والسلام بل هما أطلعتم عليه ومنها تيد زيدا أي أمهله وحكى البغداديون تيد كزيدا قال أبو علي لم يحكي أحد لحاق الكاث ببلها قال وقياس قول من جعله اسم فعل جواز إلحاقها به فعلى ما قال كأنه جعل لحاق الكاث الحرفية بجميع أسماء الأفعال قياسا وفيه نظر كما مر قال أبو علي تيدا من التؤده قلبت الواو تاء وأبدلت الهمزة ياء كما حكى سيبويه بيس الرجل في بئس ومنها رويد زيدا وهو في الأصل تصغير إروادا مصدر أرودا أي رفقا تصغير الترخيم أي أرفق به رفقا وإن كان صغيرا قليلا ويجوز أن يكون تصغير رود بمعنى الرفق عدي إلى المفعول به مصدرا واسم فعل لتضمنه الإمهال وجعله بمعناه ويجيء على ثلاثة أقسام أولها المصدر وهو أصل الباقيين نحو رويد زيد بالإضافة إلى المفعول كضرب الرقاب ورويدا زيدا كضربا زيدا الثاني أن يجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل إن صفة للمصدر نحو سرسيرا رويدا أي مرودا أو حال نحو سيروا رويدا أي مرودين ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف وقوله تعالى أمهلهم رويدا يحتمل المصدر وصفة المصدر والحال والثالث أن ينقل المصدر إلى اسم الفعل لكثرة الاستعمال بأن يقام المصدر مقام الفعل ولا يقدر الفعل قبله نحو رويدا زيدا بنصب زيدا وإنما فتح رعاية لأصل الحركة الإعرابية وقولهم رويدك زيدا يحتمل أن يكون اسم فعل والكاف حرف وأن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل كما مر وقد تزاد ما على رويدا اسم فعل كما قال بعض العرب لصاحبه لو أردت الدراهم لأعطيتك رويدا ما الشعر أي دع الشعر ومن اللازمة صح أي اسكت ومه أي كفف وإيه أي زد في الحديث أو في العمل وصح ومه يستعملان منونين وغير منونين والكسر مع التنوين للساكنين وزعم الأصمعي أن العرب لا تستعمل إيه إلا منون وخطأ ذا وخطأ ذا الرمة في قوله وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم وقال ابن السري إنه أراد المنون إذ معناه هات حديثا أي حديث كان عن أم سالم فتركه للضرورة ومنها إيها أي كف عن الحديث وقطعه ويستعمل لمطلق الزجر ويجوز أن يكون صوتا قائما مقام المصدر معربا منصوبا كسقيا ورعيا أي كف يقال إيها عننا ويجوز أن يكون اسم فعل مبنية فالتنوين إذن كما في صه ومهن وكذا كل تنوين بعد المفتوح من هذه الأسماء يحتمل الوجهين نحو رويدا وحي هلا وويها وجوز ابن السري في أيها الفتح من غير تنوين على قلة وأوجب غيره تنوينه وقد تبدل همزة إيه وأيها هاء فيقال هيه وهيها ومنها فداء بالكسر مع التنوين قال مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي أي ليفدك ومنها هيت مفتوح الهاء مثلث التاء كثاء حيث وفيه لغة الرابعة وهي كسر الهاء وفتح التاء ومعناه أقبل وتعالى وقال الزمخشري أسرع وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف لكما إلا أن أف يجوز إعرابه إعراب المصادر نحو أف لك وهيت واجب البناء نظرا إلى الأصل مع كونه مصدرا وإذا لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام المصدر القائم مقام الفعل فيكون اسم فعل مع أن قد بينا في المفعول المطلق أن جميع الأصوات القائمة مقام المصادر التي يقال إنها أسماو أفعال يجوز فيها أن يقال ببقائها على مصدريتها وبناؤها نظرا إلى أصلها حين كانت أصوات وهو الأقوى في نفسه إذ لا ضرورة ملجئة إلى دعوى خروجها عن ذلك الباب على ما بينا هناك فالأولى إذن أن نقول إنما هو في صورة المنصوب نحو أفا وتفا مبني على الفتح والتنوين فيه كما في صهن لأن الأصل بقاء كل شيء على ما كان عليه ومنها دع ودعا ولعا ولع لعا أي انتعش ودع دعا تكذير دع للتوكيد وقد اشتق منه الدع دعة بمعنى قول دع دع للعافر ومنها هلا وله معنيان أسكن وأسرع قال ألا حيي ليل وقول لها هلا فقد ركبت أمرا أغر محجلا أي أسرعي ومنها هيا وقد يلحقه الكاف نحو هيك وقد يحذف الألف فيلزمه الكاف نحو هيك وقد يخفف فيقال هيك والمعنى أسرع انتهى الشريط السادس من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط السابع الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة في موضوع أسماء الأفعال ومنها قدك وقطك وبجلك وكأن الأصل قدك وقطك أي قطع هذا الأمر قطعا فهو في الأصل مصدر مضاف إلى الفاعل فأقيم مقام الفعل فبني فحذث المدغم فيه تخفيفا لما قلنا إن وضع الأسماء على التخفيف وكذا بجلك أي اكتفاءك يقال أبجلني أي كثاني إلا أن الضمير قد يحدث من بجل بخلاف قد وقط فمعنى قدك أي اكتفي ومعنى قدني لأكتفي قال قدني من نصر الخبيبين قد ليس الإمام بالشحيح الملحد وقال ومتى أهلك فلا أحفله بجل الآن من العيش بجل ولم يسر حسب وإن كان قريبا منها في المعنى اسم فعل بل هو معرب متصرف يقع مبتدأ وحالا كما مر في باب الإضافة ويجب من الوقاية في قد وقط دون بجل في الأعرف لكونهما على حرفين دونه كما مر في باب المدمرات ومنها حيا أي أقبل يعدى بعلا نحو حيا على الصلاة أي أقبل عليها وعن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول حيا هل الصلاة وقد جاء حيا متعديا بمعنى أتي قال أن شأت أسأله ما بال رفقته حيا الحمول فإن الركب قد ذهب وقد يركب حيا مع هلا الذي بمعنى أسرع واستعجل فيكون المركب بمعنى أسرع أيضا فيعدى إما بإلى نحو حيهل إلى الثريد وإما بالباء نحو حيهل بعمر أي أسرع بذكره والباء للتعديه كذهب به أو بمعنى أقبل فيتعدى بعلا نحو حيهل على زيد أو بمعنى أتي فيتعدى بنفسه نحو حيهل الثريد وفي المركب وفي المركب لغات حيهل بحذف ألف هلا للتركيب حتى يكون كخمسة عشر وقد تسكم هاؤه لتواري الفتحات نحو حيهل كما قول في خمسة عشر وقد يلحقهم التنمين مركبين فيقال حيهلا وحيهلا بفتح الهاء وسكونها وإذا وقفت على هذين من أولين قلبت تنمينهما ألفا وإثبات الأره فيهما في الوصل لغة ربيئة وقول لبيد يتمارى في الذي قوت له ولقد يسمع قولي حيهل سكما لان فيه للقافية ولا وجوز في غير الوقف وفي الكتاب الشعري لأبي علي حيهل بكسر اللان وتنمينه وعند أبي علي حالهما مع التركيب في احتنال الضمير كحال نحو حلو حانض يعني أن في كل منهما ضميرا كما كان قبل التركيب وفي المجموع بعد التركيب ضمير ثالث هو فاعل المجموع لكون المجموع بنعنى أسرع أو أقبل أو ائتي وعند غيره أن فيهما ضميرا واحدا وليس في كل واحد منهما ضمير لأنه نحى عن كل منهما بالتركيب حكم الاستقلال وأن قوله وهيج الحي من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيه له فضميه لاني حركة اعراب وهو مفرد بلا ضمير وذلك أن كل لفظ مدني غير جملة نسب إلى لفظه حكم جاز أن يحكى كقولك ضرب فعل ماض قال بحيها لا يزجون كل مطية أنان المطايا سيرها المتقاغف فحكى وجاز أن يجري بوجوه الإعراب كقوله ليت شعري وأين مني ليت إن ليت وإن لو عناء وقوله تناديه وحيه له فأعربا وذلك لأنه صار رسما للكلمة كما يجيء في باب العلم وقد يقال حيه لك وإن جاء متعدي ولازم هلم بمعنى أقبل فيتعدى بإلى قال تعالى هلم إلينا وبمعنى أحضره نحو قوله تعالى هلم شهداءكم الذين وهو عند الخليل هاء التنبيه ركب معها لما أمر من قولك لما الله شعفه أي جمعه أي اجمع نفسك إلينا في اللازم واجمع غيرك في المتعدي ولما غير معناه بالتركيب لأنه صار بمعنى أقبل أو احضر بعدما كان بمعنى جمع صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف ولم يقولوا ألم كما هو القياس عندهم في نحو أردد واندد ولم يقولوا هلومي وهلومي كما يجوز ذلك في نحو مدة كل ذلك لثقل التركيب قال الله تعالى هلوم شهداءكم ولم يقل هلوم وقال الكوفيون أصله هلا ألم وهلا كلمة استعجال كما مر فغيرت إلى هلا لتخفيف التركيب ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحبثت كما هو القياس في نحو قد أفلح إلا أنه ألزم هذا التخفيف هاهنا لثقل التركيب وقال أبو عليهم في كتاب الشعر ردا عليهم إن هل بمعنى أسرع مفتوحة اللام فلا يجوز أن يتركب منه هلوم وقال الزمخشري يجيء هل ساكن اللام بمنا أم عند الكوفيين بمعنى أسرع وأقبل وتعدى بإلا في اللازم فطول هلوم إلي وأما في المتعدي نحو هلوم زيدا فهو باق على معناه أي أسرع واقصد زيدا فأحضره وبالمتمين يسرفونه نظرا إلى أصله وليست بالفصيحة نحو هلوم 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 هلمن وزعم الفرار أن الصواب أن يقال هلوم بإبقاء هلوم على حالها وزيادة نون قبل ضمير الفاعل مضغمة في الضمير ليقع السكون الواجب قبل نون الضمير على تلك النون المزيدة وتبقى نون هلوم على تشديدها وفتحها كمزيدة النون في نون وعني وذلك من محافظة على سكون نون من وعن قال وهذا كما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في نحو ردات وذلك أن من يدغم في ردات كما أدغم قبل دخول التاء فيزيد ألفا قبل التاء ليسكن ما قبلها كما هو الواجب ويروى عن بعض العرب هلوم مين بقلب النون المزيدة قبل نون ضمير الفاعل ياء وقد يقال هلوم لك مبين باللام إجراء له وإن لم يكن في الأصل مصدرا مجرى أخواته من أسماء الأفعال التي تبين بحرف الجر نظرا إلى أصلها الذي هو المصدر نحو قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون أي بعدا وحكى الأصمعي أنه يقال هلوم إلى كذا فيقول المخاطب لا أهلم إليه مفتوحة الهمزة والهاء وكذا يقال هلوم كذا فيقول المخاطب لا أهلم له معدا بنفسه كأنك قلت لا أهلم والهاء المفتوحة زائدة وأعون على المذهب الآخر فلم فلم يتغير في الجواب الهاء واللام مراعاة للفظ الخطاب هذا الذي وكرنا كله بمعنى الأمر ومن أسماء الأفعال التي بمعنى الخبر هيهات وفي تائها الحركات الثلاث وقد تنظل هاؤها الأولى همزة مع تثليف التاء أيضا وقد تنون في هذه اللغات وقد تسكن التاء في الوصل أيضا لإجرائها فيه مجراها في الوقف وقد تحذف التاء نحو هيها وأيها وقد تلحق هذه الرابعة عشرة كاف الخطاب نحو أيهاك وقد تنون أيضا نحو أيها وقد يقال أيها بحمزة ونون مفتوحتين وقال صاحب المغني بمون مكسورة وقال بعض النحا إن مفتوحة التاء مفردة وأصلها هيئة كزلزلة نحو قوقاه قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والتاء للتأنيث فالوقف عليها إذن بالهاء وعما مكسورة التاء فجنع مفتوحة التاء كمسلمات فالوقف عليها بالتاء وكان القياس هيهيات كما تقول قوقيات في جنع قوقات إلا أنهم حذفوا الألف لكونها غير متمكنة كما حذفوا ألف هذا ويا الذي في المثنى والمضممة التاء تحتمر الإفراد والجنع فيجوز عليها بالهاء والتاء وهذا وهذا كله وهم وتخمين بل لا منع أن نقول التاء والألف فيها زائدتان فهي مثل كوكب ولا منع أيضا من كويها في جميع الأحوال مفردة مع زيادة التاء فقط وأصلها هيهية ونقول فتح التاء على الأكثر نظرا إلى أصله حين كان نفعولا مطلقا وكسرت للساكنين لأن أصل التاء السكون وأما الضم فللتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد فيه إذ معناه ما أبعده كما ذكرنا وكان القياس بناء على هذا الوجه الأخير أعني أن أصله هيهية أن لا يوقف عليه إلا بالهاء وإن ما يوقف عليه بالتاء في الأكثر تنبيها على التحاقها بقسم الأفعال من حيث المعنى فكانت تاؤها مثل تاء قامت وهذا الوجه أولى من الوجه الأوي وأيضا من جعل الألف والتاء زايدتين لأن باب قلقال أكثر من باب سلس وضبر ومنها شتان بمعنى افترق مع تعجب أي ما أشد الافتراط فيقلب فاعلين فصاعدة كافترق نحو شتان زيد وعمر وقد تزاد بعده ما نحو شتان ما زيد وعمر وقد يقال في غير الأكثر الأفصح شتان ما بين زيد وعمر قال ربيعة الرقي لشتان ما بين الوزيدين في النبا يزيد سليم والأغر بن حاتني وأنكره الأصمعي وقال الشعر لمولد وذلك بناء على مذهبه وهو أن شتان مثنى شتا وهو المتفرق وهو خبر لما بعده ومهمه شيئان أحدهما لغة في شتان وهي كسر من والثاني أن المرفوع بعده لا يكون إلا مثنى أو ما هو بمعنى المثنى ولا يكون جمعا ولو كان بمعنى افترق لجاز وقوع الجمع فاعل له واللغة الفصحة وهي فتح النون تبطل مذهبه وأيضا لو كان خبرا لجاز تأخيره عن المبتدأ إذ لا موجد لتقدمه ولم يسمع متأخرا وكان ينبغي أن لا يجوز شتان ما بينهما بناء على المذهب المشهور أيضا وهو أن شتان بمعنى افترق لأن لفظ ما لا يصلحها هنا أن يكون عبارة عن الشيئين والمعنى افترق الحالان اللذان بينهما إذ لا يقال بين زيد وعمر حالتان بخل وجود مثلا على معنى أن إحدى الخصلتين مختصة بأحدهما والأخرى بالآخر كما يقال في الأعيان بيني وبينك نهران مع أن يكون أحد النهرين بجنب أحدهما والآخر بجنب الآخر بل لا يقال في المعاني بينهما شيء أو شيئان أو أشياء إلا إذا كان مشتركين في ذلك الشيء أو الشيئين أو الأشياء نحو قولك بيننا قرابتان أي مشترك فيهما فلو فسرنا قوله شتان ما بين اليزيدين بمعنى افترق الحالان اللتان بين اليزيدين وهم البخل والجود لكانت كل واحية من الخصلتين مشتركا فيها وهو ضد المقصود فنقول إنما جاز شتان ما بينهما على أن شتان بمعنى بعدا لأنه لا يستلزم فاعلين فصائدا وما كماية عن البون أو المسافة أي بعد ما بينهما من المسافة أو البون ويجوز أن تكون ما زائدة كما كانت من دون بين وشتان بمعنى بعدا ويكون بين فاعل شتان كما هو مذهب الأخفش في قوله تعالى لقد تقطع بينكم قال بينكم وبينكم مسند إليه لكنه لم يرتفع استنكارا لإخراجه عن النصب المستمر له في أغلب استعماله ومثله قوله تعالى ومنا دون ذلك وقولهم لي فوق الخماسي ودون السداسي وقال الزجاج بني شتان على الفتح لأنه مصدر لا نظير له وورد ليان وهو يكذبه ومنها سرعان ويشكان مثلث يلفاء بمعنى سرع وقرب مع تعجل أي ما أسرع وما أقرب ومنها بطآن بضم الباء وفتحها أي بطء ووجه فتح شتان وما بعدها ما مر في هيهات ومنها أث وفيها إحدى عشرة لغة أث مضمومة الحمزة مشدورة الفاء مثلثتها بتنوين ودونه وأث بكسر الهنزة والفاء إفي بلا تنوين وأث كبشر ممالا وأث كخذ وأث منونة وقد تتبع المنونة تفة فيقال أث تفة وقد ترفع أث وأث كوين ومنها أوه بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الها وآه بقلب الواو ألفا وأوه بكسر الواو مشددة وسكون الها وأوه بكسر الواو مشددة وكسر الها بلا إشباع وأوه بكسر الواو مشددة وحذف الها وأوه وآه بفتح الواو مشددة ومخففة وسكون الهاء مع المد وجاء أوتي بفتح الهنزة وفتح الواو المشددة وكسر التاء وقد تمد الهنزة في هذه فيقال آوة كآمين في آمين وليست على وزن فاعلة إذ لو كانت إياها لانقلبت اللام ياء كما في قاوية من قويت ويقال في أوة أوتاه وفي آوة أوتاه بزيادة الأرث والهاء كما في الندبة فتكون الهاء ساكنة في الوقف ومضمومة أو مكسورة في الوصل كما مر وجاء أوية تحقير أوة تحقير الأسماء المبهمة بفتح الأول قال أبو علي وهذا أجدر لأنها أقل تصرفا ويجوز أن تكون تصغير أوة تصغير الترخيم كحريث في حارث ومنها الظروف وشبهها تجر دمير مخاطب كثيرا ودمير غائب شاذا قليلا نحو عليك شخصا ليسني وقوله عليه الصلاة والسلام من اشتهى منكم وباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فعندك ودونك ولديك بمعنى خذ والأصل عندك زيد فخذه وكذا لديك زيد ودونك زيد برفع ما بعدها على الابتداء فاقتصر من الجملة الاسمية والفعلية بعدها على الظرف فكثر استعماله حتى صار بمعنى خذ فعمل عمله والظروف مبنية على الفتح لأنه الحركة التي استحقتها في أصلها حين كانت ظروفا كما قلنا في المصادر الصائرة أسماها فعال ولا نحل لها كتلك المصادر لقيامها مقاما ما لا نحل له ووراءك أي تأخر وأمامك أي تقدم أو احذر من جهة أمامك ويجوز أن يقال هما باقيان على الظرفية إذ هما لا ينصبان مفعولا كعندك ولديك فيكون التقدير استقر وراءك وأمامك وكذا مكانك أي ينزم مكانك ويقال عليك زيدا أي خذه كأن الأصل عليك أخذه ويقال إليك عني والأصل بما علقك إليك وتنح عني فاختصر كما ذكرنا وسنع أبو الخطاب من قيل له إليك فقال إلي أي أتنحى فهو خبر شاذ مخالف لقياس الباب إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر فلا يقال علي ودوني قياسا عليه وأما علي بمعنى أولني أي أعطني فهو مخالف للقياس من وجه آخر إذ هو أمر لكن الضمير المدرور به في معنى المفعول يقال علي زيدا أي قرب ليه والقياس أن يكون المدرور فاعلا وسنع الأخفش على عبد الله زيدا أي قرب إياه وهو أشد من أعلي لجره المظهر والكسائي يجوز إنجراره بجميع ظروف المكان وحروف الجر قياسا وغيره يقصره على السماع وهو الوجه ويدوز تأكيدا للدمير المدرور البارز في هذه الظروف وشبهها بالجر نحو عليك نفسك باعتدار الأصل قبل سورورتها أسماها فعال ويدوز تأكيد الضمير المرفوع المستكر الذي عرض لها باعتدار سورورتها أسماها فعال نحو عليكم كلكم بالرفع عنوان فعال واستعماله قوله وفعال بمعنى الأمر من الثلاثي قياس كنزال بمعنزل وفعال مصدر معرفه كفجار وصفه كفساق مبني لمشابهته له عدلا وزنة وعلم للأعيان مؤنثا كقطامي وغلابي مبني في الحجاز معرض في تنيم إلا ما آخره راء نحو حضاري فعال المبني على أربعة أضرب الأول اسم فعل كنزال بمعنزل قال سيبويه هو مضطرد في الثلاثي نظرا إلى كثرته فيه قال المصنف لو قيل على مذهبه إن هذه الصيغة من الثلاثي فعل أمر لسم فعل لم يكن بعيدا لأنها جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة افعل قال ولكنه لم يقله أحد لم نرى أن فعال من صيغ الأسماء وهذه علة ضعيفة لأنه لا منع من اشتراك الأسماء والأفعال في صيغة كما في فعل وفعل وفعل قال ولما رأوا من دخول الكسر فيه مع اجتناب العرب من إدخال الكسر على الأفعال حتى زادوا نؤمن الوقاية حذرا منه وهذا عذر قريب وفتح فعال من الأمر لغة أسدية وأقول لو كان فعال فعلا لاختصر به الضمائر كما في سائر الأفعال وقال المبرد فعالي في الأمر من الثلاثي مسموع فلا يقال قوامي وقعادي في قم وقعد إذ ليس لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب وليس لنا في أبنية المبالغة النقيس فلا نقول في شاكر وغافر شكير وغفير قلت هذا القول منه مبني على أن فعالي معدول عن فعل بالمبالغة وكذا يقول أكثرهم وفيه نظر كما يجي قال الأندلسي نمع المبرد قوي فالأولى أن يتأول ما قاله سيبوي بأنه أراد بالاضطراد الكثرة فكأنه قياس لكثرته وأما في الرباعي فالأكثرون على أنه لم يأتي منه إلا حرفان قرقار أي صوت قال قالت له ريخ الصبا قرقار والثاني عرعار أي تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة لهم قال مكتنفي جنبي عكاب كليهما يدعو وليدهم بها عرعار قال المبرد لم يأتي في الرباعي عدل أصلى وإنما قرقار حكاية صوت الرعد وعرعار حكاية أصوات الصبيان كما يقال غاقي غاقي قال السرافي الأولى ما قاله سيبوي لأن حكاية الأصوات لا يخالف فيها الأول الثاني مثل غاقي غاقي ولو أرادوا الحكاية لقالوا قاري قاري وعند الأخفش فعلالي أمرا من الرباعي قياس وعلم أن مذهب النحا أن فعالي هذه معدولة عن الأمر الفعلي لمبالغة وهذه الصورة للمبالغة في الأمر كفعال وفعول مبالغة فاعل وكذا قالوا في شتان ووشكان وسرعان إنها معدودة والفتحة فيها هي الفتحة التي كانت في الفعل المعدول عنه قال عبد القاهر أصل نزال إنزل 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 ثلاثا أو أكثر والثلاث وما فوقها جمع والجمع مؤنث فقيل انزلي الحق الفعل اللواء التي هي ضمير المؤنث دليلا على التكرار المثلث كما الحق الألم في القيا في جهنم دليلا على التكرار المثنى وأصله ألقي ألقي والمراض بالتكرار المبالغة ثم عدل نزال عن إنزلي فنزال إذن مؤنث كنزلي يعني أنهم جعلوا الألف التي هي دليل تثنية الفاعل دليل تثنية الفعل للتكرير والياء التي هي دليل تأنيث الفاعل علامة تأنيث الفعل أي كونه مكررا ثلاثا أو أكثر قال ودليل تأنيث فعال الأمر قوله ولأنت أشجع من أسامة إذ دعية نزال ورج في الذعري هذا كلام والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه أخذا من الاستقراء في كلامهم فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الإسمية وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال على ما بينا قبله لا من الوجه الذي ادعى عبد القاهر وتأنيث الفعل في دعية نزال لا يدل على أن أصل نزال فعل أمر مكرر بل هو لتأويل نزال بالنفرة أو الكلمة أو الدعوة كما يجيء في باب العلم وكذا لا يخلو اسم المصدر والصفة من معنى المبالغة فحمادي ولكاعي أبلغ من الحمد ولكعاء الثاني من أقسام فعالي المصدر وهو على ما قيل مصدر معرف مؤنث ولم يقم به إلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه ومذهبهم أنه من أعلام المعاني كزوبر وسبحان على ما يجيء في باب العلم وربما استدل على تأنيث اسم الفعل والمصدر بتأنيث الصفة وعلم الشخص طردا فإنهما مؤنثان اتفاقا إذ لا يطلقان إلا على المؤنث كما يجيء وهذا استدلال عجيب وقيل فجاري معرفه في قوله إن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت فجاري لتعريف قرينته وهي برة وهذا الدليل كالأول في الغرابة إذ حمل كلمة على أخرى في التأنيث أو التعريف مع عدم استعمال المحمولة معرفة ومؤنثا شيء بديع بلى لو ثبت وصف نحو فجاري بالمؤنث المعرف نحو فجاري القبيحة مثلا جازر استدلال به على الأمرين التأنيث والتعريف على أن الصرافي ذوز كون برة بمعنى البارة فكذا يكون فجاري كأنه قال احتملت الخصلة البارة واحتملت الخصلة الفاجرة فهما صفتان غاليتان صائرتان بالغلبة على مين كما يجيؤ في القسم الثالث ولو سلمنا فأيشني الدليل على تعريف كل ما هو من هذا القسم على أن قولهم في الضباء إذا ورعت الماء فلا عبابي أو فلا عبا وإذا لم ترد فلا أبابي أي لا عبا أي لا نزاع إليه وقول المتلمس جماد لها جماد ولا تقول طوار الدهر ما ذكرت حمادي أي قول لها جمودا ولا تقول لها حمدا وشكرا وقول العرب لا مساس أي لا نس ظاهرة في التنكير ومن كان نذهبه أن جميع أوزان فعال أمرا أو صفة أو مصدرا أو علما مؤنثة فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها كعناقي ويدوز عند المحاة جعلها منصرفة كصباحي وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة انتهي الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان ثعالي واستعماله الثالث الصفة المؤنثة ولم يجئ في صفة المذكر وجميعها تستعمل من دون الموصوف وهي بعد ذلك على ضربين إما لازمة للنداء سماعا نحو يا لكاعي أي يا لكاء ويا فساقي ويا خباثي أي فاسقه ويا خبيثه ويا رطابي ويا دفاري وكذا يا خصافي ويا حباقي كلاهما بمعنى الضراطة ويا خزاقي من الخزق وهو الذرق ولا تجيء هذه اللازمة للنداء علما للجنس أي لا تكون بسبب الغلبة في موصوف بحيث تصير علما له كالصعق ونهوه على ما يجيء في الأعلام وإن غير لازمة للنداء وهي على ضربين الشي والبراح وهو الزوال وكلاحي وأزامي واجداعي للسنة وسباطي للحمى لانسباطها في البدن من الشعر السبط ومثله كذير ككراري للخزرة التي تأخذ بها المرأة زوجها سميت كراري لأنها تكر الزوج أي ترده بزعمهم يقال يقال يا كراري كريه إن أدبر فرديه وإن أقبل فسريه وفشاشي وحيادي وصمامي للداهية لأنها تفش أي تخرج ريح الكبر وتحيد أي تميل سميت به تفاؤلا وتصم أي تشتد يقال فشاشف الشيه إلى فيه أي أخرج ريح الكبر منه ويقال حيدي حيادي أي ارجعي يا راجعة ويقال صمي صمامي أي اشتدي يا شديدة أي زيدي في الشدة أو أبقي على شدتك كالتأويلين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ويقولون عند طلوع من يكرهون طلعته حذاري حديه أي يا ذاهية الحادة المانعة وفياحي للغارة يقولون فيحي فياحي أي اتسعي يا متسعة على تأويل صمي صمامي ويقال كويته وقاعي وهي علم كية على الجاعرتين وانتصابها على المصدر من كويته أي كية واقعة لازمة ويقال طماري للمكان المرتفع كأنها طامرة أي واثبة ويقال للضبع قثامي وجعاري وفشاحي من القثم وهو الجمع ومن الجعري ومن الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين فهذه وأمثالها أعلام للجنس بدلول وصفها بالمعرفة نحو حناد الطالعة ولو لم تكن معارف لم يجز حذف حرف النداء معها نحو فشاشف الشيه وحداد حديه وحيدي حيادي كما مر في باب النداء والضرب والضرب الثاني من غير اللازمة ما بقيت على وصفيتها نحو قطاطي أي قاط طه كافية قال أطلت فراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت قطاطي وسببته سبثا تكون لزامي أي لازمة ولا تبل فلانا عندي بلال أي بال أي لا يصيبه عندي نبن ولا يصله مني صلة وقال وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعد في الصعيد بدادي والرابع الأعلام الشخصية وجمير ألفاظها مؤنثة وإن كان المسمى بها مذكرا أيضا وأن قوله قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصاف تبيض فيه الحمر بتذكير الضمير الراجع إلى لصاف فلتأويله بالموضع ويروى كبيض فيها ولصاف منزل من منازل بني تميم وخصاف فحل وفي المثل أجرأ من خاص خصاف وذلك أنه قلبه بعض الملوك من صاحبه للفحلة فمنعه وخصاه وكذا حضار في كوكب وظفار مدينة وقد يسمى بنحو هذه المؤنثة رجل كما يسمى بنحو سعاد وزينب وقطامي وحذامي وبهاني وغلابي وسجاحي لنسوة معينة وسكابي لرمكة وكسابي وخطافي لكلبتين ومناعي وملاعي لهضبتين ووباري وشرافي لأرضين وعراري لبقرة وجميع المصادر وصفات نبنية اتفاقا وقد اختلف في عملة بنائها قال المبرد فيها ثلاثة أسباب التأنيث والعدل والعالمية قال بسيبين يسلب رسم بعض التمكن فيستحق بالثلاثة زيادة سلب وليس بعد منع الصرف إلا البناء وفي قوله نظر وذلك لأنه لم يقم ددير كما ذكرنا على عذرها ولا على عالمية المصادر ولا على عالمية جميع الأوصاف بل قام على عالمية بعضها كما مضى ولو ثبت التأنيث في المصادر لن يؤثر بدون العالمية ولو سلم نجتمع الثلاثة فهو منقود بنحو أذربيجان فإن فيه أكثر من سببين وبنحو غمر إذا سني به مؤنث فإنه إذن معرب اتفاقا مع اجتماع التأنيث فيه والعدل والعالمية وقيل بنيته ضم تاء التأنيث وبعد تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر فهو منقود بنحو هند ودار ونار مما لا يحصى وقال المصنف لمشابه به نزالي فورد عليه نحو سحابي وكهامي وجهامي من المغربات فضم إلى الوزن العدل فإن ادعى العدل المحقق فما الدرول عليه وثبوت الفجور وفاسقة لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما إذ من الجائز ترادف لفظين في المعنى ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر وإن ادعى العدل المقدر للطوار وجودهما مبنيين إلى ذلك كما ذكر لمنع صرف عمر وهو الظاهر من كلامه فما الدليل على كون نزالي الذي هو الأصل معدولا وقد قلنا قبل ذلك ما عليه وإن قدر العدل في الأصل أيضا فهو تكلف على تكلف والأولى أن يقال بني قسم المصادر والصفات لمشابهتها لفعالي الأمري وزنا ومبالغة بخلاف نحو نبات وكلام وقضاء فإنه لا مبالغة فيها وأن الأعلام الجنسية كصرامي وحدادي فكان حقها الإعراب لأن الكلمة المبنية إذا سمي بها غير لفظها وجب إعرابها كما إذا سمي بأين شخص على ما يجير في باب الأعلام لكنها بنيت لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجير في باب العلم فمعنى الوصف باط في جميعها إذ هي أوصاف غالبة وأما الأعلام الشخصية كقطامي وحذامي فبن تميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفة أما الإعراب فلعريها عن معنى الوصفية وأما عدم صرافها فلما فيها من العالمية والتأنيذ وبناء واهل حياز لها مخالف للقياس إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف لكنهم رأوا أنه لا تضاد بين الوصف والعالمية من حيث المعنى كما مر في باب ما لا ينصرف فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة غير منقولة عن الأوصاف إجراء لها مجرى العلم المنقول عن الوصف لأنه أكثر من غيره أو نقول أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء لجامع العالمية وقال المصنف هي معربة غير منصرفة عند بل تنيم لاجتماع العدل والعالمية فيها وينتقد ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو فساق عند النحاة والعدل والعالمية في فشاش وفياح ونحوهما من الأعلام الجنسية مع اتفافهم على بنائها وفي الدعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر كما مضى وهذا مذهب الأقل من بني تنيم وأما مذهب الأكثر منهم وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء نحو حضاري فإنهم يبنونه وذلك لأن تقديري الإعراب والبناء في الشخصية مستقيماني لكن قد يرجح أحد التقديرين لغرض وغرض تخصيص البناء بذراء قصد الإمالة إل هي أمر مستحسن والمصحح للإمالة هاهنا كسرة الراء وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر وإذا بني كسر دائما فإذا كان كذا كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف وإن كان أيضا مستقيم بالوضع وأما القليل من بني تنين فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع دون قياس البناء وقال المصنف في القسم الأخير أي العلم الشخصي إن فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزالي بالوجهين العدل والوزن فيحصل منجب البناء إذ لو اكتفي بالوزن لوجب بناء باب سلام وكلام قال وإنما كان العدل تقديريا إذ ليس لنا قاطمة وحاذمة عذل عنهما قطامي وحذامي كما أنه ليس لنا عامر المعدول عنه عمر قال وعند فصحاء بني تميم في نحو حضاري العدل التقديري والوزن وفي نحو قطامي التأنيث والعلمية لأننا غير مضطرين لمنع الصرف إلى العدل إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية قال وبعضهم يقدر فيه أيضا العدل لأنه من باب حضاري المضطر فيه إلى تقدير العدل أي من باب العلم الشخصي فيضطرد تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي لما اضطروا في بعضه أي ذرى إلى هذا وقد مر الكلام على تقدير العدل عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها قوله الأصوات كل نفض حكي به صوت أو صوت به للبهائم فالأول كغاطي والثاني كنخ اعلم أن الألفاظ التي تسميها النحات أصواتا على ثلاثة أقسام أحدهما حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجو كغاطي أو عن الجمادات كطق وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكي وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة وليس المحكي كذلك لأنه شبه مركب من الحروف وليس مركبا منها إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الإفصاح بالحروف إحسان الإنسان لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها التي هي شبه مركب من الحروف في أثنين كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة لأنه يتعثر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الإنس إلا في النادر كما في الببغاء فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين أعني الحكاية والمحكي قضاء لحق الحكاية أي كونها كالمحكي سواء فصار الواقع في كلامهم كالحكاية عن تلك الأصوات وثانيها أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة الوضع بل دالة طبعا على معاني في أنفسهم كأف وتف فإن المتكره لشيء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ أف ومن يبزق على شيء مستكرة يصدر منه صوت شبيه بلفظ تف وكذلك آه بالمتوجع أو المتعجب فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا كأح للسعال إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها نسقوها نسق كلامهم وحركوها بتحريكه وجعلوها لغات مختلفة كما مر من لغات أف وأوة وثالثها أصوات يسوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها إما المجيء كألفاظ الدعاء نحو جوت وقوس ونحوهما وإما الذهاب كهلاء وهج ونحوهما وإما أمر آخر كسأ للشراب وهدع للتسكيم وهذه الألفاظ ليست مما تخاطر به هذه الحيوانات العجو حتى يقال إنها أوامر أو نواهن كما ذهب إليه بعضهم لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة لعدم فهمها للكلام كما قال الله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء بل كان أصلها أن الشخص كان يقصد انطياد بعض الحيوانات بشيء من هذه الأفعال فيصوت لها إما بصوت غير مركب من الحروف كالصفير للدابة عند إيراده الماء وغير ذلك وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته ثم يحرده مقارما لذلك التصويت على ذلك الأمر إما بضربه وتأديبه وإما بإيماسه وإطعامه فكان الحيوان يمتثل المراد منه إما رهبة من الضرب أو رغبة في ذلك البر وكان يتكرر مقاراة ذلك التصويت لذلك الضرب أو البر إلى أن يكتفي الطانب بذلك الصوت عن الضرب أو البر لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده فيمتثل عقيب الصوت عادة وجربة فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهي لذلك الحيوان وإنما وضعوا لمثل هذا الغرب صوتا مركبا من الحروف ولم يقنعوا بشاذج الصوت لأن الصوت من حيث هو متشابه الأفراد وتنايزها بالتقطيع والاعتماد بها على المخارج سهل فلما كانت الأفعال المطلوبة من الحيوانات مختلفة أراد اختلاف العلامات الدالة عليها فركبوها من الحروف وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعليم الحيوانات كالدب والقرب والكلب وغير ذلك هذا وأنا لا أرى منعن من ارتكاب صيرورة هذه الأصوات المقارنة في الأصل للضرب أو البر لما استغنى بها الطالب عنهن أسمى فعال بمعنى الأمر كما ذهب إليه بعضهم فتكون أوامر ونواهي لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأجماوات في فهم المطلوب من هذه الأصوات بمنزلة العقلاء فلا بأس بأن تخاطب وتكلم بما تفهمه كالعقلاء ثم نقول إنما سميت الأقسام الثلاثة أصواتا وإن كان غيرها من الكلام أيضا صوتا لأن هذه في الأصل إما أصوات سالجة كحكاية أصوات العجماوات والجمادات أو أصوات مقطعة معتملة على المخارج لكنها غير موضوعة لمعاني كالألفاظ الطبيعية وكما يصوت به للحيوان وهذه الأقسام الثلاثة ليست في الأصل كلمات إذ ليست موضوعة فسميت باسم سالج الصوت فقيل أصوات ثم جعلت الثلاثة بعد هذا الأصل احتياجهم إلى استعمالها في أثناء الكلام كالكلمات فعاملوها معاملتها وألحقوها بأشرف الكلمات أيض الأسماء ليكون أدل على دخولها في ظاهر أقسام الكلمات فصرفوها تصريف الأسماء فيدخل التنمين الذي هو من أخص علامات الأسماء في بعضها نحو غاق وأف والألف واللام في بعضها وذلك إذا قصدوا لفظ الصوت لا معناه كقوله باسم الماء وقوله كما رعت بالجوت فهو كقولك أمرته بضرب أي بهذا اللفظ وجعلوا معاني بعضها معاني المصادر فحينئذ إما أن تعربها إعراب المصادر نحو واها لك أو لا نحو أف لكما فهذه الأصوات من الكلمات كنسناس من الناس صورتها صورتها وماهيتها غير ماهيتها إذ ليست موضوعة في الأصل لمعنى كالكلمات والتنوين فيما دخله تنوين الإلحاق وتنوين المقابلة كما قيل في تنوين مسلمات وليس ما قاله بعضهم من أن تنوين نحو غاق للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه ولا منع أن نقول في تنويني نحو صه وإيه مثل هذا لما تقدم في أسماء الأفعال أن نحو صه كان صوتا ونستريح إذن مما تكلفناه هناك لتوجيه التنوين على ما سبق من الوجهين وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام فلم تكن في الأصل منظورا فيها إلى التركيب الذي هو مقتبى الإعراب وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبارا بالتركيب العارض وهذا إذا جعلتها بمعنى المصادر كآها منك مثل أف لكما وإذا قصدت ألفاظها لا معانيها قال جهب بن العباس تربى بحي هل وعاجى إنما من العاج والحي هلي جن جنونها وقال تداعين باسم الشيب في المتفلم جوانبه من بصرة وسلامي وقال دعاهن رد في فرعوين لصوته كما رعت بالجوت الضماء الصوادية على الحكاية مع الألف واللام وتقول زجرته بهيدا وبهيد وهذا كما تقول في الكلمات النبنية إذا قصدت ألفاظها ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لو عناء ولا يحد الله بأين ولا بأين على ما يجيء في الأعلام إن شاء الله تعالى والإعراب مع اللهم أكثر من البناء نحو من العاج والحي هلي بن جر وباسم الشيب لكونها علامة الإسم الذي أصله الإعراب وهذا كما يحكى عن بعض البغداديين كل الأين وكل الأين معربا ومبنيا مع اللام ومثله ما يحكى أن الخليل قال لأبي الدقيش هلك في ثريبه كأن ودكها عيون البياون فقال أشد الهل معربا والألف واللام لا توجد الإعراب بدليل الآن والذي والخمسة عشر وأن إذا أدخلت التنوين في هذه الأسماء فإن قصدت بها ألفاظها كقوله بحي هل وعاج فإعرابها واجب لأنه إذن تنوين التمكين وإن أدخلته من غير هذا القصد كما في غاط وصه فهي مبنية لأنه تنوين الإلحاق والمقابلة لا تنوين التمك كما مر هذا هو الكلام عليها إجمالا وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول من الأصوات التي هي حكاية عن أصوات الإنسان أو العجماوات أو الجمادات طيخ وهو حكاية صوت الضاحك وعيط حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب وغاطي بكسر القاف وقد ينون وهو صوت الغراب وشيب حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب ومنها ماء بمين المالة وهمزة مكسورة بعد الألف وقيل هو بهمزة ساكنة ومين مفتوحة صوت الضبع إذا دعت ولدها وطاقي بكسر القاف وطق كلاهما حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض وقد حكاية وقع السيف على الضريبة ومن الأصوات التي يصوت بها للبهاء هلا لزجر الخيل أي توسعي في الجري وقد تزجر به الناقة أيضا وعدس لزجر البغل وقد سمي به بغل وفي قوله عدس مال عباد عليك إمارة نجوتي وهذا تحملين طليق زجر وليس باسم البغل وإلا لم يسكن آخره إلا أن يقال أجر الوصل مجرى الوقف وهيدا زجر للإبل بكسر الهاء وفتحها وكذلك الدال بلا تنوين ففيه أربع لغات وهذا بفتح الدال بمعناه وقد أعربهما الشاعر لما قصد اللفظ فقال حتى استقامت له الآفاق طائعة فما يقال له هيد ولا هاد أي لا يمنعني شيء ولا يزجر عنه ويقال أتاهم فما قالوا له هيد ولا هاد أي لم يسألوه عن حاله وسع وجه لزجرها وقد يقال للسبع أيضا جه وحوب مثلث الباء بتنوين ودونه زجر للإبل أيضا وكذا حاي وعاي بياء مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة وحائي وعائي بهمزة مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة وقد يقصراني ويقال إذا بنيت الفعل منهما حاحيت وعاعيت بإبدال الألف ياء وأصلها حاحا وعاعا كما تقول لا ليت لمن أكثر من قول لا لا وتقول جي وجوتا دعاء لها إلى الشرب وحلا زجر للناقة وكذلك هيج بفتح الها وكسر الجيم أو سكونها وكذا عاجي بكسر الجيم منونا وغير منونا وهدع تسكين لصغار الإبل إذا نفرت ودوه بكسر الهائ وقد تسكن دعاء للربع ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تخفف مسكنة صوت إناخة البعير وكذا هيخي وإيخي بكسر أولهما ويجوز في الخاء من الكسر والسكون ويقارب زجر الغنم إس مكسورة الهمزة ساكنة السين وكذا هس وقيل بضغم الها وفتح السين المشددة وكذا هج بفتح الها وسكون الجيم ويقال أيضا في تسكين الأسد والذئب والكلب وغيرها وقد تكسر الجيم منونة وكذا هج وقع وقاع لزجر الغنم أيضا وبس دعاء لها بضغم الباء وسكون السين وقيل السين مفتوحة مشددة وثئ بكسر الثاء وقيل بفتحها وسكون الهمزة دعاء للتيس عند السفاد وحج وعه وعيز بكسر العين والزاي ورويا فتح العين زجر للضأن وسأ وتشؤ للحمير المورد وعوه دعاء للجحش وهي دعاء للفرس ودج صياح الدجاج وقوس زجر الكلب بسكون السين وقس دعاء له وده بفتح الدال وسكون الهاء أو تشديدها زجر مطلقة بمعنى ضرب وأصله فارسي وقد جعلت بمعنى مراعا أصلها في البناء في قولهم إلا ده فلا ده ومن الأصوات الدالة على أحوال في نفس المتكلم وي وهي للتندم أو للتعجب وقد ذكرنا في المفعول المطلق أن ويل عند الفراء أصله ويل وي وأن اللام كان حرف جر وكان الأصل وي لك أي عجب لك ثم كثر استعماله معه حتى ركب معه وصار لام الفعل وصار وي لك كقولك وي وي وويل ومذهب غيره أن ويل وويح وويس وويب كلمات برأسها بمعنى الهلاك وأنها مصادر لا أفعال لها وقولهم ويل أمه يروى بكسر اللام وضمها فالضم على وجهين إما أن يقال الأصل ويل أمه مبتدأ محذوف الخبر أي هلاكها حاصل أي أهلكها الله وهذا كما يقال في التعجب قاتله الله فإن الشيء إذا بلغ غايته يبعى عليه صونا له عن عين الكمال كما قال رمى الله في عين بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح وقولهم قاتله الله من شاعر فحذفت الهمزة على غير القياس تخفيفا لما صار ويلمه ككلمة واحدة مفوية لمعنى عجبا انتهي انتهي الشريط السابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط الثامن الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثامن من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابالي مناصر القراءة تحت عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها ويقال أصله وي لأمه أي عجبا لها أي ولد ولدت فنقل ضمة الهمزة إلى اللام المتحركة على غير القياس وحدثت الهمزة تخفيفا لقصد التركيب المذكور والكسر على أن أصله وي لأمه فحبثت الهمزة على غير القياس مع صحتها وأن نحو وي كأن نحو وي كأن الله يبسط الرزق فهو عند الخليل وسيب وي وي التي للتعجب ركبت معك مثقلة كما في الآية أو مخففة كما في قوله وي كأني يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش بري وفي هذا القول نوع تعسف في المعنى لأن معنى التشبيه غير ظاهر في نحو قوله تعالى وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إلى قوله وي كأنه لا يفلح الكافرون وفي قوله وي كأن من يكن له نشب وقال الفراء وي كلمة تعجب ألحق بها كاف الخطاب كقوله ولقد شفى نفسي وأبرأ سقنها طول الفوارس وي كأن ترى أقدمي أي وي لك وعجبا منك ودم إليها أن ومعنى وي كأنه لا يفلح الكافرون ألم ترك أن المخاطب كان يدعي أنهم يفلحون فقال له عجبا منك فسئل لما تتعجب منه فقال لأنه لا يفلح الكافرون فحذر حرف الجر مع أن كما هو القياس واسدل على كونه بمعنى ألم ترى بأن أعرابية سألت زوجها أي ابنك فقال وي كأنه وراء البيت أو ألم تري أنه وراء البيت ثم لما صار معنى وي كأن ألم ترى لم تغير كاف الخطاب بالمؤنث والمثنى والمجموع بل لزمت حالة واحدة وهذا الذي قاله الفراغ أقرب من جهة المعنى ومن هذا النوع أث وأوة وقد ذكرنا هنا في أسماء الأفعال ومنه حسن لفتح الحاء وكسر السين كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه بغتة ما يمده ويوجعه كالحجرة والحزة ومنه بخن وهي كلمة تقال عند الإعجاب والرضى بالشيء وتكرر من المبالاه فيقال بخن بخن فإن وصلته خففته ونونته مكسور الخاء وربما شدي منوان مكسورة قال الشاعر وقد جمعها روافده أكرم الرافدات بخن لك بخن لبحر خضم وإذا دين بالله فهو مستعمل استعمال المصادر كما مضى وحكم السكيت بهن بهن بمعنى بخن بخن ومنه إخ بكسر الهمزة وفتحها وخاء مشبهة مكسورة وكذا كخ بكاف مكسورة وقد جعله الشاعر في قوله وصار وصل الغانيات أخا ويروى كخ كالمصدر فأعربه وهو مصدر بنعم المفعول أي مكروها ومنه طيخ حكاية صوت الداحك وشيب صوت مشافر الإبل عند الشرب وعلق صوت الفتيان إذا تصايح في اللعب كلها مكسورة الآخر ومنه مض بكسر المين والضاب على المشهور ونقر في ضاب الفتح وهو اسم صوت يخرج عند التمطق للشفتين أي التصويت بانفراج إحداهما عن الأخرى عند رد المحتاج وليس الرد مثله رد إياس بالكلية بل فيه إطماع ما من حيث العادة ومن ثم تقول إن في مد لمطمعا ولما لم يكن هذا الصوت الخارج عند التمطق مما يمكن أن يركب من شكله وشبهي كلمة صيغت كلمة وهي مد وسمي الصوت بها فصار مد كالحكاية عن ذلك الصوت فبني بناء سائر الحكاية عن الأصوات عنوان المركبات معنى المركب وصور التركيب قوله المركبات كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة لا يطلب في الحد العلوم فلا حادث إلى قوله كل وإنما يطلب فيه بيان ناهية الشيء ولن لكم قوله اسم أيضا محتاج إليه كما في سائر حدود المتقدمة لأنه في قسم أسماء ولعله ذكره لبيان الوحدة أي اسم واحد حاصل من تركيب كلمتين وليس من هذا الوجه أيضا محتاج إليه لأنه المشهور أن أقسام الاسم والفعل والحرف المذكورة في أبواب النحو كلمات مفردة وقوله من كلمتين أي حاصل من تأليفهما وإنما قال كلمتين ليدخل فيه المركل من اسمين ومن فعلين ومن حرفين ومن اسم وفعل أو حرف ومن فعل وحرف قوله ليس بينهما نسبة أي ليس قبل العالمية بينهما نسبة قال إني قلت ذلك ليخرج المضاف والمضاف إليه والجملة المسنى بها لأن بيجز أيهما نسبة قبل العالمية وليس بميبين بعد تسمية بهما وكلامنا في المركبات المبنية أن المضاف والمضاف إليه فظاهر وهو ظاهر عدم بنائهما بالتركيب وأن الجملة فلا توصف قبل العالمية لا بالإعراب ولا بالبناء لأنه ما من عوارض الكلمة لا الكلام وأنها بعد العالمية فهي محكية اللفظ على ما يجين فلا يطلق عليها أنها معربة في الظاهر أو مبنية لاشتغال حرفها الأخير بالحركة التي كانت عليه إعرابية أو بنائية أو بالسكون الذي كان كذلك وقد خرج عن هذا الحد دعب المحدود لأن المركب المقدر فيه حرف العطف نحو خمسة عشر أو حرف جر نحو بيت بيت بين جزئيه نسبة ما وهي نسبة العطف وغيره ولا يدخل فيه هذا الحد إلا ما ركب لأجل العالمية أو كان مركبا قبلها ثم أعلم أن المركب على ضربين وذلك لأنه إما مركب للعالمية أو كان مركبا قبلها والأول على ضربين وذلك لأنه إما أن يكون في الجزء الأخير قبل التركيب سيب البناء أو لا فإن كان فالأولى والأشهر إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة للأصل ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف ويجوز أيضا لكن على قلة إذافة صدر المركب إلى الأخير تشبيها لهما بالمضاف والمضاف إليه تشبيها اللفظية كما جاءت في معدي كذب كما يجيء فيجيء في المضاف إليه الصرف والمنع كما يجيء ولا يستنكر إضافة الفعل والحرف ولا الإضافة إليهما لأنهما خرجوا بالتسمية عن معناهما المانع من الإضافة هذا هو القياس على ما قيل وإن لم يسمع في نحو سيبويه الإضافة وأن الجزء الأول فوادب البناء إلا يضف إلى الثاني لكونه محتاجا إلى الثاني فيشاده الحرف فيبنى على الفتح إن كان معربا في الأصل أو مبنيا على غير الفتح ويجوز 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 حكاية حركات المبني وإبقاؤه على حركته أي حركة كانت أو سكونه وهذا النوع تسعة أقسام لأن الثاني إما اسم والأول اسم نحو سيبويه أو فعل نحو جاءويه أو حرف نحو منويه وإما فعل خال من الضمير والأول اسم نحو أنا ضرب أو فعل نحو خرج ضرب أو حرف نحو من ضرب وإما حرف أو رسم نحو أين من أو فعل نحو ضرب من أو حرف نحو عن من وإن لم يكن في الأخير قبل التركيم سيبويه كنعدي كرب وبعل بك فالأولى بناء الجزء الأول لما ذكرنا من احتياجه إلى الثاني وجعل الثاني غير منصرف وقد لبنا الثاني أيضا تشبيه بما تضمن الحرف نحو خمسة عشر لكونهما أيضا كلمتين إحداظنا عقوب الأخرى وهو ضعيف لأن المضاف والمضاف إليه أيضا كذلك وقد وضاف صدر هذا المركب إلى عجزه فيتأثر الصدر بالعوامل ما لم يعتل كما عذي كرب فإن حرف العلة يبقى في الأحوال ساكنة وللعجز حينئذ ما له مفردا من الصرف وتركه وبعضهم لا يصرف المضاف إليه وإن كان قبل التركيب من صرف اعتبادا بالتركيب السوري كمعتد به في إسكانياء معدي كرب وهو ضعيف مبني على وده ضعيف أعني على الإضافة أما ضعفه فلأن التركيب الإضافي غير معتد به في منع الصرف وأن ضعف الإضافة فلأنها ليست حقيقية بل شبه المضاف والمضاف إليه وشبه تشبيه النفظية من حيث هما كلمتان إحدى هما عقيبا أخرى ولو كان مضافا حقيقة لم تسب يا أم عدي كرد في النصب والثاني أي الذي كان مركبا قبل العالمية على ضربين وذلك أنه إني أن يكون جيد الثاني قبل العالمية معربا مستحقا لإعراب معين لفذا أو تقديرا أو لا فإن كان وجد إبقاؤه على ذلك الإعراب المعين وكما يبقى الجزء الأول على حاله من الإعراب المعين إن كان له قبل ذلك كما في الجملة الاسمية والفعلية إذا كان الفعل معربا أو من الإعراب العام إن كان كذلك قبل العالمية كما مر في المضاف والمضاف إليه نخو عبد الله والاسم العام عمر الفعل نخو ضرب زيدا وحسن وجهه ومضروب غلامه كل ذلك احترام لخصوص الإعراب أو غلومه وإن نزل منه بضران الإعراب على آخر الجزء الأول الذي هو كبعض الكلمة وكذا يترك الجزء الأول على البناء إن كان في الأصل مبنية كما في الفعلية إذا كان الفعل مبنية وكما في سيدرب وسوف يدرب وليدرب ولم يدرب وكذا في نحو أزيد وهل زيد ولا زيد إذ الأسماء بعد هذه الأحرف ممتدأت في الظاهر قال سيدوي المسمى بالمعطوف مع العاطف من دون المتبوع واجب الحكاية إذ العاطف إما عامل أو كالعامل على ما مر في داب التوابع وكذا كن اسم نعمل من الحرف نحو إما زيدا وما زيد ومن زيد إلا أن حرف الجر فيه تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن يكون أحاديا أو لا فإن كان فعند سيدويه والخميل فيه الحكاية لا غير إذ لا يجوز جعله كالمضاف كما في الثنائي والثلاثي وقال الزجاج يجوز جعله كالمضاف بأن تزيد عليه حرفين من جنس حركته مدعما أحدهما في الآخر وتغربه إعراب المضاف كما تزيدهما عليه إذا سميت به وهو مفرد كما يجيء في باب العلم هذا قوله والأولى أن تزيد حرفا لأن الحرفين إنما زدتهما عليه في حال الإفراد لألا يسقط حرف الليل للساكنين فيبقى المغرب على حرف ومع الإضافة لا تنوين حتى يلتقي ساكنان وإن كان على حرفين فعند الخريم وهو ظاهر مذهب سيبويه أنه يجب إعراب الأول إعراب المضاف لا غير فإن كان ثانيهما حرف مد زدت عليه حرفا من جنسه كما تقول في المسنى بفي زيد في زيد مشدد ذليا كما تزيده في الإفراد على ما يجيء في باب العلم والأولى ترك الزيادة لأنه آمن من بقاء المعرب على حرف بسبب الإضافة وأجاز الزجاج الحكاية في الثنائي أيضا وكذا الخلال في الثلاثي حكاية وإعراب نحو منذ شهر وإن لم يكن الأول حرف جر فالحكاية كما ذكرنا لا غير اتفاقا منهم نحو أزيد ولا زيل وإن وإنما اختص حرف الجر بذلك لكون المجرور بعض التسمية في صورة المضاف إليه والمضاف لا يكون محكية كما لا يكون المفرد محكية كما قال سيبويه هذا وقد جاء صدر الجنة المسنى بها مضافا إلى عجزه إذا لم يكن الصدر ضميرا تشبيها لجزئين بالمضاف والمضاف إليه كما مر والأولى أن يجوز أيضا إضافة الضمير لخروجه عن معناه لو ثبت إضافة الفعل أو الحرف بعد التركيب كما مر وكذا يبقى الجزء الثاني على حاله إذا كان قبل مستحقا لإعراب معين لكنه كان مع ذلك مبنيا على حركة مشابه لحركة الإعراب كما فيه يا زيد ولا رجل فيخكى الجزءان على ما كان عليه قبل التسمير إجراء لحركة البنائية مجرى ما شابهته من الإعرابية وإن لم يكن الثاني قبل العالمية مستحقا لخصوص إعراب فلا يخل من أن يكون مما له قبل العالمية مطلق إعراب مع التركيب أو لا فإن كان وهو من التوابع الخمسة مع نتبوعاتها ما غير بدو التابع مع المتبوع على ما كان عليه قبل التسمير من تعاقب الإعراب عليهما كما قلنا في المضافي ورسم العامل عمل الفعل ويراع الأصل في الصرف وتركه أيضا فيصرف عاقلة وضريفة سواء سمي به رجل أو امرأة لأن المسنى به ليس واحدا من رسمين بل المجموع وليس المجموع اسما مؤنثا فإن سميت بعاقلة وحدها فالأكثر ترك الصرف لأن النفض مفرد ويجوز صرفها على الحكاية إجراء لها مجر الصفة والمنصوف وإن كان اسم فكأنك سميت بمرأة عاقلة كما تقول الحسن والحسين والحارث بالمام اعتبارا لأصل الصفة وإذا سميت بطلحة وزيد ولم تصرف الأول إذ هو غير منصرف قبل التسميح بهذا المركب فإن أردت بطلحة وحيث الطلح لسم شخص صرفته كما كان مصروفا قبل التسميح وكان البياس أن يحكي المعطوف عطف النسق مع وجود المتبوع كما حكي بلا متبوع لأن العاطفة كالعامل على ما مر إلا أنه لما لم يكن في المتبوع قبل الوصول إلى التابع مقتبى إعراب خاص أجري بوجوه الإعراب وتبعه المعطوف ولم يتبع الأول الثاني لألا يصير المتبوع تابعا ويجوز في التوابع مع متبوعاتها إجراؤها مجرى نحو معذي كرب في وجه التركيل والإضافة إلا عطف النسق فإن حرف العطف مانع من هنا فإن حلف حرف العطف قبل العالمية فبناؤها أولى بعدها لقيام مجده في كليهما أما في الأول فالاحتياج إلى الثاني وأما في الثاني فتضمن الحرف ويجوز كما في معذي كرب إعراب الثاني إعراب غير المنصرف مع التركيب ويجوز أيضا كما فيه إضافة الأول إلى الثاني مع صرف الثاني وتركه وكذا كل ما تضمن الثاني فيه حرفا وإن لم يكن عاطفا من نحو بيت بيت يجوز فيه الأول الثلاثة بعد العالمية وإنما جاز إعراب الثاني مع كونه متضمن للحرف في الأصل لأن ذلك المعنى إن محى بالعالمية وإن لم يكن الجزء الثاني قبل العالمية لا مطلق الإعراب ولا معينه فالحكاية لا غير نحو المسنى بما قام وقد قام وكن لنا وإذانا وكأن ولعل ونحوها وهذا هو تمام الكلام فيما سمي به من المركب عنوان المركب العودي والمركب المسجي قوله فإن تضمن الثاني حرفا بنيا كخمسة عشر وحادي عشر وأخواتها إلا اثني عشر وإلا أعلب الثاني كبع لبك ودمن الأول في الأفصح اعلم أن عصب خمسة عشر خمسة خمسة وعشر حدثت الواو قصدا من نزل اسمين وتركيبهما وإن نزج هذا المعطوف بالمعطوف عليه دون مثل قولك لا أبوابن لأن الاسمين معا ها هنا عام واحد كعشرة وكمئة بخلاف نحو لا أبوابن وإن المجد مع هذا العقد بخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخواته ومئة وألف لقرب هذا المركب من مرتبة الآحاب التي ألفاظها مفردة وبني الأول لكونه المحتاج إلى الثاني فشادها الحرف وبني الثاني لتدبله الحرف العاطف وبني على الحركة للدلالة على عروض البناء وأن لهم في الإعراب أصلى وعلى الفتح ليخف به بعض الثقل الحاصل من التركيب وأجز بعض الكوفية إضافة النيف إلى العشرة تشبيه بالمضاف والمضاف إليه حقيقة كم مرة في العالم المركب وأنشد كل ثم عنائه وشقوته بنت ثمان عشرة من حجته وبني الحاب عشر إلى تاسع عشر بناء خمسة عشر وذلك لأن أصل خامس عشر خامس وعشرة كما تقول الخامس والعشرون والرابع والخمسون جرت عادتهم لإبقاء الثاني ما فوق العشرة مركبا كان أو معطوفا في المفرد من المتعدد كما كان في العدد فنقول الثاني والعشرون كما قلت اثنان وعشرون فإن قلت معنى العطف في العدد ظاهر بخلافه في المفرد من المتعدد وذلك لأن معنى ثلاثة وعشرون رجلا ثلاثة رجال وعشرون رجلا وكذا في نحو ثلاثة عشر رجلا أي ثلاثة رجال وعشرة رجال وليس معنى ثالث عشر واحد من الثلاث وعشرة ولا معنى الثالث والعشرون الواحد من الثلاث والعشرون بل المعنى الواحد من الثلاث والعشرة والواحد من الثلاث والعشرين فما معنا هذا العطف قلت كان القياس أيبنا من مجموع دزئي المركب في نحو 13 اسم فاعل واحد وكذا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه في نحو 23 إذ لو بنيت من كل واحد من الدزئين وكل اسم فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد لكان اسم الفاعل يدلان على مفردين وهو رد المقصود فتبين أن عشرين في قولك 23 ليس بمعنى المفرد من المتعدد كما في قولك الباب العشرون بل هو باط على معنى العدد كما كان في 23 ولو كان بمعنى المفرد لقلت في 13 13 إذ المفرد من العشرة عاشر وليس كالعشرين إذ لفظ العدد ولفظ المفرد من المتعدد ها هنا في صورة واحدة فنقول إذا أرادوا بناء اسم فاعل واحد من مجموع لفظ 23 أو 13 كما بنى من الفاظ الآحاد التي تحت العشرة ولم يمكن بناء اسم فاعل منهما مع بقاء حروفهما لأن لفظ الفاعل اسم ثلاثي زيب فيه ألف بعد الفا وحروف الاسم أكثر من ثلاثة ومع حذف بعض حروف كل واحد منهما وإبقاء الآخر نحو ثشر مثلا في ثالث عشر أو ثالش كان يلبس فاضطروا إلى أن يوطعوا صورة اسم الفاعل التي حقها سبكها من مجموعهنا على أحدهما لفظا ويكون المراد من حيث المعنى كونها من المجموع لأن المعنى واحد من مجموع العيدين فوقعت تلك الصورة على أول الاسمين دون الثاني ليؤذن من أول الأمر أن المراد المفرد من المتعدد للعود وعطف الثاني لفظا على تلك الصورة وهو معطوف من حيث المعنى على العود المشتق ذلك الفاعل منه فهو عيد معطوف على عود لا متعدد على متعدد ولا عيد على متعدد لاستحارتهما كما بينا لكن المعطوف عليه في الحقيقة مجموع المعطوف عليه ظاهرا ويستوي فيما قلنا المعطوف بحرف ظاهر كما في الثالث والعشرون أو بحرف مقدر كما في ثالث عشر فعصر قولك جاءني ثالث عشر جاءني واحد من ثلاثة عشر فعشر معطوف على ثلاثة لا على واحد ثم جعل لفظ ثالث مقام قولك واحد من ثلاثة فاقفوا عشر على ظاهر هذا القائم مقام المجموع لم يقضروا إليه فإنظر لو كان معنى ثالث عشر واحد من ثلاثة عشر لم يدرز أن يضاف إلى ثلاثة عشر فيقال ثالث عشر ثلاثة عشر إذ يكون معنى واحد من ثلاثة عشر ثلاثة عشر قلت هذا كما يضاف ثالث مع أنه معناه واحد من ثلاثة إلى ثلاثة فيقال ثالث ثلاثة وإنما أضيها في الموضعين لاحتمال أن يراد بثالث عشر لو لم يضف إلى أصله ثالث عشر عشرين أو خمسين أو مئة أو فوقها لأن اسم الفاعل من العدد إذا كان بمعنى واحد يضاف إلى العود المشتك هو منه وإلى ما فوقه أيضا كما تقول الحسين رضي الله عنه ثالث الاثنى عشر كما يزوء في داب العدد وإذا غرف نحو ثالث عشر وثلاثة عشر من المركبات باللام فلا خلاف في بقائه على بنائه لبقاء علة البناء مع اللام أيضا وعن إذا أضيف كثلاثة عشرك مثلا ففي إعرابه خلاف كما يجيء في داب العدد فإن قلت فلما لم يجز الإعراب مع اللام المرجحة لجانب الاسمولية كما ذكرت في باب الأصوات نحو كل الأين قلت لأن الجزء الذي باشره اللام من المركب أي صدره يتعسل إعرابه للزوم داوران الإعراب في وسط الكلمة والجزء الأخير لم تباشره اللام فكيف يعرب بخلاف نحو كل الأين فإن اللام باشرت فيه ما كلمت بنيا وبخلاف الإضافة فإن هنا تباشر الثاني نحو ثلاثة عشر زيد فمن ثم دوز الأخفش إعرابه كما يجيء في باب العدد قوله إلا ثني عشر جمهور النحاة على أن ثني عشر من عرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما في الزيبان والمسلمان وتنحلوا لإعرابه عدله كما يجيء وقال بندرستويه هو مدني كسائر أخواته من الصدور لكونه محتاجا إلى الجزء الثاني مثلها وقال كل واحد من لفظة إثنى عشر واثنى عشر صورة مستأنفة كما مر في هذان وهذين واللذان واليذين وإنما أعرب عند الجمهور الصدر منه لأنه عرب بعد دخول علمة البناء فيه أي تركيبه مع الثاني وكون الإعراب لو أعرب كالحاصل في وسط الكلمة وما أوجب كونها كالمعدوم وذلك أنهم لما أرادوا مزدر اسمين بعد حدف الواو المؤذن بالانفصال ووجب حدف النوم أيضا لأنها دليل تمام الكلمة كما ذكرنا في صدر الكتاب ولم يحذف النوم لأجل البناء ألا ترى إلى بناء نحو يا زيدان ويا زيدون ولا مسلمين ولا مسلمين مع ثبوت النوم فقام عشر بعد حدف النوم المقامها وسدم سدها والنوم بعد الألف والواو في المسلمان والمسلمين لا يجعلها كالكائن في وسط الكلمة لأنها دلول تمام الكلمة قبله والإعراب يكون مع التمام فلذا يختلف الإعراب قبل النوم في المثنى والمجموع كما يختلف قبل التنوين فصار اثنى عشر كثماني والدليل على قيام عشر مقام النوم أنه لا يضاف اثنى عشر كما يضاف أخواته تقول ثلاثة عشرك وخمسة عشرك ولا تقول اثنى عشرك لأنه كثمانك ولا يجوز أن يقال صار اثناني بعد حدف النوم كالمضاف إلى عشر لأن النا المثنى والمجموع لم يعهد في غير هذا الموضع حدفها إلا للإضافة فصار كأنه مضاف والتركيب الإضافي لا يوجب البناء وليس قول من قال إنه أعرب لأنه امتنع حدف علامة التثمير أو الألف لأجل التركيب وتلك العلامة إعراب فلم يسقط الإعراب بشيء لأن نحو يا زيدان ويا زيدون مبني الاتفاق مع قيام هذه العلة بل إذا قصد بناء المثنى جردت علامة التثمير عن كونها إعرابا وكذا علامة الجمع قوله وإلا أعرب كما على بك وبني الأول في الأفصح قد تقدم شرحه وإن بعضهم يضيف صدر هذا المركب إلى عجزه مع صرف المضاف إليه وتركه ومن المركبات قولهم باذي بدي وفيه لغات إحداه هذه وهي سكون يا أي الأول والثاني تقول أعطيه باذي بدي والأصل بابئ بدء فالأول فاعل من بدأت الشيء أي فعلته ابتداء والثاني فاعل بمعنى مفعول منه وهو اسم فاعل نضاف إلى مفعوله وانتصابه على الحال أي أعطيه فاعل ابتداء لما يجب أن يفعل ابتداء والمراضي بدي مصدر الفعل المتقدم وهو الإعطاء في مثالنا فعلى هذا هو في الأصل نضاف إليه فينبغي أن يكون كل منهما معربا لكنه كثر استعماله حتى استفيد من مجموع الكلمتين ما يستفاد من كلمة واحدة إذ معنى باذي بدي مبتدئا وذلك كما قلنا في فاهل فيك وبعته يدا بيد في باب الحال فشبه المضاف والمضاف إليه للمحاء معناهم الأصلي وإفادته معنى المفرد المركب في نحو خمسة عشر فإنه مركب مفيد معنى المفرد إذ إفادته لمعناه أي العدد المعين كإفادة عشرة لمعناها فبني الأول لكونه جزء الثاني واحتياجه إليه وبني الثاني وإن يتضمن الحرف تشبيها له لما تضمنه نحو خمسة عشر وبيت بيت كما ذكرنا في معدي كرب انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا ولم يبنى الجزءان ولا أحدهما في نحو يدا بيد ونحو شاتا ودرخما وإن أفاد فائدة المفرد ولذلك أعرب أولهما إعراب المفرد الذي يفيدان معناه كما تبين في باب الحال لظهور انفكاك الجزئين أحدهما من صاحبه بالحرف المتخلل وكان بناء الثاني جزئي بادي بدي تشبيها بخمسة عشر أكثر من بناء ثاني جزئي معدي كرب لقصدهم التخفيف هاهما أكثر ألا ترى إلى تخفيف همزتي بادي بدي على غير القياس كما يجيء فكثر بناءه أيضا على غير القياس لأن الكلمة تخف بالبناء لتجردها عن التنوين والإعراب وإنما لن يبنى الجزئان ولا أحدهما في الأعلام المنقولة عن المضاف والمضاف إليه وإن محى عن الجزئين أيضا معناهما الإفراديان كان محى في بادي بدي لأن العلم ينقل بالكلية عن معنا إلى معنا آخر من غير لمح للأصل إلا لمحا خفيا في بعض المواضع كما في نحو الحسن والعباس فلما غير المضاف من حيث المعنى تغييرا تاما لم يغير من حيث اللفظ ليكون فيه دليل على الأصل المنقول منه من أحد الطرفين أي اللفظ والمعنى بخلاف نحو بادي بدي فإن معناه الأصلي مقصود مما نقل إليه إلا أن المنقول منه إضافي والمنقول إليه إفرادي وجعل جار الله بادي بدي وأيدي سبا من بادي معدي كرب وجعلهما سيدويه من باب خمسة عشر وهو الأولى وإن كان على جهف التشبيه ولو كان الأمر كما قال جار الله لوجب إدخال التنوين في بدي وبدأ لأن فيهما تركيبا بلا علمية ولم يسمع منونين وكذا أيدي سبا فإنه لا ينون لأنه اسم رجل لأن معنى أيدي سبا أولاد سبا ابن يشجب وليس اسم قبيلة كما أول في قوله تعالى لقد كان لسبا في مسكنهم وجئتك من سبا لأن المضطر إلى هذا التأويل ترك التنوين وأما قالي قلاء فعده سيدويه من أخوات أيدي سبا وجار الله من أخوات معدي كرب ولا دليل فيها على مذهب سيدويه لأن مجموع الكلمتين على مبنده فيجوز أن لا ينصرف للتركيب والعالمية ولا يكون مبنية وأما تخفيف همزتي بادي بدي فنقول إنه سكن الهمز من بادي وقل بياء وخدف الهمز من بدي وكرت تخفيفين خلاف القياس وثانيتهما بادي بداء أولى كلمتي هذه كأولى كلمتي اللغة الأولى والثانية على وزن دعاء وأصله بداء كنبات لأن بداء على وزن طلبا لم يأتي من هذا التركيب فحدثت الهمزة تخفيفا وبداء مصدر بمعنى المفعول فهو كبدء من معنى والثالثة والرابعة والخامسة بادي بدء أو بدء أو بداء والكلمة الأولى من هذه اللغات كأولى المذكورتين ساكنة الياء والثانية إما على وزن سمح أو كريم أو جبان والبدء والبداء مصدران بمعنى المفعول وليس الدزآن في هذه اللغات مبنيين بل هما المضاف والمضاف إليه لكن أمزم يا أبادي السكون بعد القلب للتخفيف والثانية فيها كل منها غير مخففة وقد يقال بدأة ذي بدء وبدأة ذي بدأة وبدأة ذي بداءة على فعلة ذي فعل وفعله وفعاله المضاف إليه في الثلاث بمعنى المفعول لأنه يقال للمضروب ذي ضرب كما يقال للضارب والمضاف مصدر إما لمعنى الفائل فيكون انتصابه على الحال فيكون لمعنى كما في بادي بادي أو منصوب على الظرف بتقدير حدث المضاف أي وقت ابتبائك بما تبتدئ به فهو مصدر مضاف إلى المفعول ومنها أيدي سبا في قولهم تفرقوا أيدي سبا وأياد سبا أي مثل تفرق أولاد سبا ابن يشجب حين أرسل عليهم سير العلم والأيدي كناية عن الأسرة لأنهم في التقوي والبطش بهم بمنزلة الأيدي ويجوز أن يكون في الأصل انتصابه على الحال على الحدف المضاف وهو مثل ويجوز أن يكون على المصدر والمعنى مثل تفرق أيدي سبا وأمره في بناء الأول والثاني كما مر في بادي بدي فلذا ألزم يا أيدي السكون وسكنت حمزة سبا ثم قلبت ألفا وقد يقال أيدي سبا بالتنوين فيكون أيدي وأيدي مضافين إلى سبا لكنه يلزم سكون بائيهما وقلب حمزة سبا وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزئين ظروف كيوم وصباح ومساء وحين حين وأحوال نحو لقيته كفة كفة وهو جاري بيت بيت وأخبرته أو لقيته سحرة بحر ويجوز أيضا إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز وإنما لم يتعين بناء الجزئين فيهما كما تعين في خمسة عشر لظهور تضمن الحرف في خمسة عشر دون هذه المركبات إذ يحتمل أن تكون كلها بتقنيل حرف العطف وأن لا تكون فإذا قدرناه كل ما إن معنى رقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما في يوما وصباحا فمساء وحيما فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساء وكل حين والفاء تؤدي معنى هذا العموم كما في قولك انتظرته ساعة فساعة أي في كل ساعة إن فائية الفاء التعطيب فيكون معنى يوما فيوما عطيبه بلا فصل إلى ما لا يتناها فاقتصر على أول المكرر أي التثنية كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ولبيكا ونحوه وكذا في صباح مساء وحين حين وقلنا إن أصل قيته كفة كفة معناه متواجهين ذوي كفة مني وكفة منه كأنه كلا مما كان يكف صاحبه عن التومي والإعراض وأصل جاري بيت بيت متلاسقا بيتي وبيته أي مجتمعان ملتزقان كما تقول كل رجل وضيعته كما ذكرنا في باب الحال في قولهم بعت الشاء شاة ودرحما وأصل قيته صحرة بحرة صحرة وبحرة ومعناه ظاهرين ذوي صحرة أي انكشاف وبحرة أي اتساء أي في غير بيق وأخبرته صحرة بحرة ومعناه كاشفا من خبر ذا صحرة ويجوز أن يكون مصدرا لا حالا أي لقاء وإخبارا ذا صحرة وإن لم نقبل حرف العطف قلنا إن المعنى يوما بعد يوم وصباحا بعد مساء وحينا بعد حين كقوله ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين ولقيته ذا كفة مع كفة أو بعد كفة كما يروى عن رؤبة كفة عن كفة كقولهم كابرا عن كابر وهو جاري بيت بيت أي ذا بيت مع بيت أو عند بيت وأخبرته ذا صحرة مع بحرة وإذا ضموا نحرة إليهما أعرب الثلاثة نحو صحرة بحرة نحرة على الإتباع كما في خبيث المبيث إذ يتعذر تركيب ثلاث كلمات والنحر أيضا بمعنى الإظهار لأن نحر الإبن يتضمنه ومنه قولهم قتلته نحرا وقولهم للعالم محرير لأن القتل والنحر يتضمنان إظهار ما في داخل الحيوان فإذا أضفت هذه الظروف والأحوال فإما أن تكون الإضافة بمعنى نام على المعنى المذكور فيها عند تقدير الحرف وإما أن تكون لتشبيه هذه المركبات بالمضاف والمضاف إليه كما قلنا في معدي كرب وكذا في نحو خمسة عشر إذا جعل علما جهدت الإضافة تشبيهها فإذا أخرجت هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية وجبت الإضافة ولم يجزي التركيب قال فلولا يوم يوم ما أردنا جزائك والقروض لها جزاء وتقول أتيته في كل يوم يوم وأتيتك في صباح مساء وذلك لأن علة بناء الإسمين لم تكن فيها ظاهرة كما مر لكنهم حسن تقدير ذلك وقوعها موقع ما يكثر بناءه وهو الظرف وموقع الحال المشبه به فإذا لم تقع موقعهما لم يقدر ذلك واستعمل كخمسة عشر أذوبا أحوال لازمة للحالية نحو تفرق شعر بغر وشذر مذر بفتح فاء الكلمات وكسرها وخذع ندع بكسر الفائل وأخول أحول كلها بمعنى منتشرين وتركتهم حيث بيث أي متفرطون ضائعين وسقط بين بين أي بين الحي والميت وبين الثانيين زائدة كما في قولهم المال بيني وبينك ولن يسمع في هذه الكلمات الإضافة كما سمعت في المذكورة قبل مع أنه يمكن أن لا يقدر فيها أيضا حرف العطف كما في الأولى فشغر من اشتغرت عليه ضيعته أي انتشرت ولم تنضبط وبغر من بغر النجم أي حاذب المطري ونشره وشغر من التشذر أي التفريق ونذر من التبذير وهو الإسراف والموم بدل من الباء ويقال شغر بغر على الأصل أو من نذرة البيضة أي فسدت وخذع من الخذع وهو القطع ومذع من قولهم فلان مذاع أي كذاب يفشي الأخبار وينشرها وحيث بيث وقد ينونان وقد يقال حيث بيث بكسر الفائين وأصلهما حوث بوث وقد يستعملان على الأصل مع التنوين وعدمه نحو حوثا بوثا من الاستحاثة والاستباثة وهما لمعنى يقال واستحثت الشيء إلى ضاعف التراب فطلبته وقد جاء حاس باث بفتح السائم وحاس باث بكسرهما أيضا تشبيها بالأصوات نحو قاش ماشي وخاط باقي وجاز قلب ربعو اللوية أو ألف من استثقال الحاصل بالتركيب ومن نونهما فلكون الثاني إتباعا كما في خبيث نبيث وكثير من ألفاظ هذه المركبات مع كونها مشتقة كخذع مذع وشعر بغر لم تستعمل إلا مع التركيب ونبرى مثل هذا المركب في غير الظروف والأحوال لما قلنا إن تقدير الحرف من مثله غير متعين وإنما حسنه الحالية والظرفية وذلك نحو قولهم وقعوا في حلص بوس أي في فتنة عظيمة بفتح الصادين والفآل مكسورتان أو مستوحتان والحلص الهرب والبوس السبق والتقدم الوقعوا في هرب وسبق بعضهم بعضا لإظم الفتنة فقلب الواوا ياء من ازدواج وهو أولى من العكس لأن الوا أخف وقد يقال حلص بوس بقلب يا إواوا وقد ينون الجزآن مع كسر الفآل وفتحهما فيكونان معرضون والثاني إتباع كما ذكرنا وقد يقال حلص بيص بكسر الصادين والفآل مفتوحتان أو مكسورتان تشموها بالأصوات وجاء حاص باصة كحاص باثة بفتحهما وأن الخاز باز فإنه مركب من اسم فاعل خزا أي قهر وغلب ومن اسم فاعل بزا إذا سمع ورتفع كأنه طيلا هو الخاز البازي فركب وجعل اسم واحدة وتصرف فيه على سبعة أوجه خاز بازي بحذف الياءين وبناء الاسمين على الكسر تشبيثا بالأصوات وخاز بازا تشبيها بخمسة عشر وكأن أصله الخازي والبازي على عطف أحد النعتين على الآخر وخاز باز كبعلبك على أيبنا أولهما على الفتح أو الكسر وإنما جاز كسر الأول هاهنا بخلاف بعلبك نظرا إلى أصل الزاي وإنما منع الصرف في ذارين الوجهين للعالمية الجنسية والتركيب فإذا دخل هلام إن كسر الثاني جرى كما في سائر غير المنصرف وخاز بازا بإعرابهما على إضافة الأول إلى الثاني كما يجوز في بعلبك فيجوز صرف الثاني وترك صرفه وخاز بازا كقاصعاء وخزباز كطرطاس وليس الأخيران مركبين من كلمتين بل كل واحد منهم اسم صيغة من اسمين كما طول عبقسي في عبد القيس وإذا دخلت اللام على هذه اللغات لم تغير ما كان مبنيا عن بنائه كما في الخمسة عشر قال تفقأ فوقه الكلع السواري وجن الخاز باز به جنون ولهما خمسة معان برد من العشب وذباب في العشب وصوت الذباب وداء في المهازل والسنور وأن خاطباتي من مكاح وقاش ماشي من قماش فكل واحد منهما سمي بصوته فبقي على بنائهما عنوان الكنايات معنى الكناية والغرض منها وعملة بناء الكنايات قوله الكنايات كم وكذا للعبد وكيف وذيت للحديث الكناية في اللغة والاستلاح أن يعبر عن شيء معين لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه إما للإبهام على بعض السامعين كقولك جاءني فلان وأتتريد زيدا وقال فلان كيت كيت إبهاما على بعض من يسمع أو لشناعة المعبر عنه كهن في الفرج أو الفعل القبيح كوطئت وفعلت عن جامعة والغائط للحدث أو للاختصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم أو لنوع من الفصاحة كقولك كثير الرماد للكثير القرى أو لغير ذلك من الأغراض والمكمن عنه إن كان لفظا فقد يكون المراد معنى ذلك النفظ كقوله كأن فعلة لم تملأ مواكبها بيار بكر ولم تخلع ولم تهبي أي خوله وكقولك مررت برجل أفعل أي أحمق وقد يكون المراد مجرد ذلك النفظ كالألغازي والمعنميات نحو أكفف أكفف في مهنة وكذا الأوزان التي يعبر بها عن موزوناتها في استلاح النحاة كقولهم أفعل صفة لا ينفع وهو عبارة عن كلمة أولها همزة زائدة بعدها فاء ساكنة بعدها عين مفتوحة بعدها لامن وكذا غيره من الأوزان كما يجيء في باب الإعلام فيكون على هذا كم الاستفهامية كناية لأنها سؤال عن عين معين وكذا من وما وكيف وغيرها من أسماء الاستفهام لأنها كلها سؤال عن معين غير مصرح باسمه فمن سؤال عن ذي العلم المعين غير المصرح باسمه ولو صرحت لقوت أذوب أم عمر وأذلك الفاضل أم ذلك الجاهل وكذا أين سؤال عن مكان معين غير مصرح باسمه وكذا أسماء الشرط كلها كنايات وذلك لأن كلمات الشرط والاستفهام بمعنى أي الموضوع للمعين شرطا كان أو استفهاما تكنيب هذه الأسماء شرطا أو استفهاما عن المعينات غير المحصورة اختصارا إذ كان يقول عليك من قلت مكان أين زلد؟ أفي الدار؟ أم في السوق؟ أم في الخام؟ إلى غير ذلك من جميع المعينات؟ فحرف الشرط وحرف الاستفهام مقدران قبل هذه الأسماء كما هو مذهب سيبويه وهي كنايات عن المعينات التي لا تتناهى كما أمر وقول المصنف ليس نحو من وما وكيف كناية من نوع إذ كثيرا ما يجري في كلامهم أن من كناية عن العقلاء وما عن غيرهم وقولك أنا وأنت ليس بكناية لأنه تصريح بالمراد وضمور غائب كناية إذ هو دام على المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه ويقال كنيت عن كذا بكذا وكنوت قال وإني لأكن عن قدور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصالح فالكناية من التصريح لغة واصطلاحة وعلم أن جميع الكنايات ليست مبنية فإن فلانا وفلانة من هنا بالاتفاق وهنا معربان ومبني منها كم وكذا وكأي وكيت وكيت وذيت وأما أسماء الاستفهام والشرق فلم تعد هنا لأن لها بابا آخر هي أخص به فالكنايات كالذرد في كون كل واحد منهما قسمين معربا ومبنية قال المصنف المراد بالكنايات ألفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع في كنان متكلم مفسراء إنه إبهانه عن المخاطب أو لمسيانه فكم لا تكون من هذا القديم على ما أقر به استفهامية كانت أو خبرية ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنه ليس حكاية مما وقع في كلاي متكلم المفسراء ولا كيت وكيت وذيت وذيت بلى مثل قولك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كيت وكيت دافل في حده وكأي خارج عنه نحو قولك كأي رجل عندي وعلم أن بناء كن الخبرية مشبهها بأختها الاستفهامية قال المصنف والأندلسي أورث دمنه ومعنى الإنشاء الذي هو بالحروف غالبا كهنزة الاستفهام وحرف التحبود وغير ذلك فأشبهت ما تضمن الحرف فإن طير الكلام الخبري هو الذي يقصد المتكلم أن له خارج موجودا في أحد الأزمنة مطابقا لما تكمن به فإن طابقه سمي كلامه صدقا وإن لا فكذبا والإنشاء ما لا يقصد المتكلم به ذلك بل إنما يحصل المتكلم أي معنى الخارج بذلك الكلام والكلام المصدر بكم أو بربا لابد فيه من أن يقصد مطابقته للخارج نحو كم رجل لقيته وربما أنضلت غيبا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع سيصح أن يقال ما لتيت رجلا ولم تنضج صدر أحد وجواز التصديق والتكليب دليل كونهما خبرين فالجواب أن معنى الإنشاء في كم في الاستذكار وفي ربا في الاستقبال ولا يقصد المتكلم أن للمعنيين خارجا بل هو الموجود لهما بكلامه بل يقصد أن في الخارج قلة أو كثرة لا استكثارا ولا استقبالا فلا يصح أن يقال له كذبت فإنك ما استكثرت اللقاء وما استقبلت الإنضاج كما لو قال ما أكثرهم صح أن يقال ليسوا بكثيرين ولن يصح أن يقال ما تعدلت من كثرتهم وليس كذلك نحو ما قام زيد فإنه لا يفيد أنك تعد قيامه منفيا بهذا الكلام كما أثاب كم رجل لقيته أنك تعود لقاءه كثيرا بهذا الكلام بل المعنى أنك تحكم بانتفائه في الخارج ويأتي تنام القول فيه في أسعار المنح والذن إن شاء الله تعالى وأن دناء كذا فلأنه في الأصل ذا المقصود به الإشارة دخل عليه كاف التشبيه وكان ذا مشارا به إلى عيد معين في ذهن متكلم مبهم عن السامع ثم صار المجموع بمعنى كم والمحى عن الجزئين معنى التشبيه والإشارة كما ذكرني في فاهم لفيك وأيدي سبا فصار الكلمتان ككلمة واحدة ولذا نقول إن كذا مالك برفع مالك على أنه خبر ولا نقول إن نسمئنا الكاف الاسمية لأنها عند سيباوه لا تكون اسمية إلا بالضرورة كما يجيء في حروف الجر فيبقى ذا على أصل بنائه قوله كذا للأبد وقد يكون لغير العدو أيضا نحو قال خلان كذا وأن كأي فهو كاف التشبيه دخلت على أي التي هي في غاية الإبهام إذا قطعت عن الإضافة فكأي مثل كذا في كون المجرورين مبهمين عند السامع إلا أن في ذا إشارة في الأصل إلى ما في ذهن متكمن بخلاف أي فإنه للعدد المبهم والتميز بعد كذا وكأي في الأصل عن الكاف لا عن ذا وأي كما في مثلك رجلا لأنك تبين في كذا رجلا وكأي الرجلا أن مثل العيد المبهم من أي جنس هو ولم تبين العيد المبهم حتى يكون التميز عن ذا وأي فأي في الأصل كان معربا لكنه كما قلنا في كذا إن نحى عن الجزئين معناهم الإفرادين وصار المجموع كسم المفرد بمعنى كن الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره مون مساكنة كما في من لا تنوين تمكن فلذا يكتب بعد الوا مون مع أن التنوين لا صورة له خطة ولأجل التركيب تصرف فيه فقيل كائن بالألف بعد الكاف بعده همزة مكسورة بعدها نين مساكنة قال عووس هو اسم فاعل من كان وذلك المبرد وهو الأولى إلى أنهم بنوا من الكلمة لما ركبوهما اسما على فاعل فالكاف فاء الكلمة والهمزة الهمزة التي كانت فاء أي صارت عيما وخذفت إحدى الياءين وضقية أخرى لاما وقال الخليم الياء الساكنة من أي قدمت على الهمزة وحركت بحركتها ليقوعها موقعها وسكنت الهمزة ليقوعها موقع الياء الساكنة ثم قدمت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف والهمزة فكسرت الهمزة لإذتقاء الساكنين وبقيت الياء الأخيرة بعد كسرة فأذهبها التنمين بعد زوال حركتها كالمنقوس وقال بعضهم الياء المتحركة قدمت على الهمزة وقربت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم سكنت الهمزة وقسرت للساكنين وخذفت الأولى كما في قاضي ومنهم من قال قدمت العلم أي الياء الساكنة على الحمزة وقلبت ألفا مع سكونه كما في طائم وحاري ثم نقلت كسرة الهاء إلى الهمزة إتماما للتغيير وخذفت للتنمين بدليل أن من لغاته كيء نحو كيع وقد يقال كيء بفتح الهمزة على أنها بقيت مفتوحة ثم قلبت الياء أمتي هي لام الكلمة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقد يقال كائن نحو كعن بحذف حركة الهمزة مع الياء الأولى وجاء كائن نحو كائن إما على حذف العين واللان معا ونقل كسرة اللان إلى الحمزة وإما على حذف العين ونقل كسرة اللان وحذفها للتنمين كما في عن وشد وعند الكوفيين كم أيضا مركبة مثل كأين وكذا من كاف التشبيه وما وذلك لأن من كما ذكرنا في المنصولات من مجهور فهي في إبهام أي وذا ثم حذفت ألفها وسكنت المهم للتركيب وحذف ألفها إذا كانت في الاستفهام القياس نحو إما وفيما فتكون كم الاستفهامية كقوله يا أبا الأسود نمخ الميتني لهم من طريقات وفكر وأما عند البصريين فلا تركيب في كم وأما كيت وذيت فإنما بني لأن كل الواحية منهما كلمة واقعة موكع الكلام والجلة من حيث هي لا تستحق إعرابا ولا بناء كما مر في المركبات فإن قلت كان يجب أن تكون مبنية أيضا كالجمل قلت يجوز خلو الجمل من الإعراب والبناء لأنهما من صفات المفردات من الأسماء ولا يجوز خلو المفرد عنهما فلما وقع المفرد موقع ما لا إعراب له في الأصل ولا بناء ولم يجوز أن يخلو منهما مثله بقي على الأصل الذي ينبلي أن تكون الكلمات عليه وهو البناء فإن قلت إنهما وضعت لتكون كناية عن جملة لها محل من الإعراب نحو قال فلان كيت وكيت أي زيد قائم مثلا وهي في موضع النصب قلت إن الإعراب المحلي في الجملة عارض فلن يعتد به وبناءهما على الفتح أكثر لثقل الياء كما في أين وكيف أو لكولهما في الأغلب كناية عن الجملة المنصوبة المحلي ويجوز بناءهما على الضم والكسر أيضا تشويها بحيث وزيري ولا تستعملان إلا مكررتين بواو العطف نحو قال فلان كيت وكيت وكان من الأمر ذيت وديت وهما مخففتان من كية وذية بحجف رام الكلمة وإبار التاء منها كما في بنت والوقف عليهما بالتاء كما على بنت ومن العرب من يستعملها على الأصل فلا يكونين إلا مفتوحتين لثقل التشديد والوقف عليهما بالها ولا مهما ياء لا واو إذ ليس في الكلام مثل حيوة وواو حيوان بدلا من البياء إلا عند المازلين وعنده واو حيوان أصلا فيجوز أن يكون أيضا لا مكيت وذيت واو ولم نقل إن أصلها تويت وذيه لأن التاء في كيت وذيت بدلا من اللام فلو كان في العين واو لقوت كيت وذيت والتاء فيهما لكولوهما عبارتين عن القصة وحكى أبو غبيدة كيه بالها مكانة كيت مفتوحة ومكسورة انتهى الشريط الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بطية على الشريط التاسع أي وجه الأول يبدأ حالا هذا هو شريط التاسع من الجزء الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي عنوان كم الاستفهامية والخبرية والفرق بينهما قوله وكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد ومميز الخبرية مجرور مفرد ومجموع وتدخل من فيهما ولهما صدر الكلام كم الاستفهامية وكم الخبرية تدلان على عاد ومعدود فالاستفهامية لعاد المبهم عند المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب والخبرية لعاد المبهم عند المخاطب وربما يعرفه المتكلم وأما المعدود فهو مجهور عند المخاطب في الاستفهامية والخبرية فلذا احتج إلى التمييز المبين للمعدود ولا يحدث إلا لدليل كما تقول مثلا كم عندك إذا جرى ذكر الدنامير أي كم دينار أو كم عندي أي كم دينار قالوا وحذف مميز الاستفهامية أكثر لأنه في صورة الفضلات مميز الاستفهامية منصوب مفرد حملا لها على المرتبة الوسطى من العدد وستجيء العلة في باب العدد وإما حملت على وسط المراتب لأن السائل لا يعرف في الأغلب الكثرة والقلة فحملها على الدرجة المتوسطة بين القلة والكثرة أولى وكم منونة تقديرا لكن فصل مميز عن كم الاستفهامية جائز في الاختيار نحو كم لك غلاما ولا يجوز ذلك في العدد إلا اضطرارا كما قال على أنني بعدما قد مضى ثلاثون للهجر حولا كميلا وذلك لأن العدد مع المعدود كخلمة واحدة ألا ترى أن عشرون مع مميزه بمنزلة رجل ورجلان ولو وجدوا لفظا دالا على المعدود مع العدد كما في المفرد والمثنع لم يحتاجوا إلى العدد وكذا كل مقدار مع مميزه لا يفصل بينهما نحو رطل زيتا لأنه هو بدليل إطلاق أحدهما على الآخر بخلاف كم الاستفهامية مع مميزها ولا يجوز جر المميز الاستفهامية إلا إذا انجرت هي بحرف الجر نحو على كم جذع بني بيتك وبكم رجل مرغت فيجوز في مثله الجر مع النصب وذلك لأن المميز والمميز في المعنى شيء واحد فكأن الجر الداخل على كم داخل على مميزه فالجر عند الزجاج بسبب إضافة كم إلى مميزه كما في الخبرية قصد تطابق كم مميزه جرا وعند النحاة هو مجرور بمن مقدرة ومجوز إضمارها قصد التطابق ولا يجوز أن يكون المجرور بدلا من كم لأن بدلا متضمن الاستفهام يقترن بهمزة الاستفهام كما مر في باء البدل ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعة كمميز المرتبة الوسطى خلافا للكوفيين وعلى ما أجد السرافي في العدد أعشرون غلمانا لك إذا أردت طوائف من الغلمان يمضي جواز كم غلمانا لك بهذا المعنى وقال البصريون لو جاء نحو كم غلمانا لك فالمنصوب حال لا تمييز والتمييز محذوف أي كم نفسا لك في حال كونهم غلمانا والعامل في الحال الجار والمجرور فلا يجوز عندهم كم غلمانا لك إلا على مذهب الأخفش كما تقدم في باب الحال والجر في المميز الخبرية بإضافتها إليه خلافا للفراء فإنه عنده مقدرة وهذا كما قال الخليل في الله أبوك إنه مجرور ببان مقدرة وإنما جوز الفراء عمل الجار للمقدرها هنا وإن كان في غير هذا الموضع نادرا لكثرة دخول من على المميز الخبرية نحو وكن من ملك وكن من قرية والشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة عليه فإن فصل بين الخبرية ومميزها جاز جره عند الفراء لأنه يجره بمن المقدرة لا بالإضافة وغيره يوجد أنه أملاً على الإفرانية إذ لا يمكن الإضافة مع الفصل إلا على مذهب يونس فإنه يجيز الفصل بينهما في السعر بالظرف وشبهه فيجيز في الاختيار نحو قوله كنجود مقرف مال العلا وكريم بخله قد وضع وقال الأندلسي إن يونس يجيز الفصل هاهما بالظرف وشبهه إذا لم يكن مستقر ولم ينقل غيره عدم الاستقرار أعيونس هاهنا كما نقلوه كلهم في باب لا التبرئة نحو يا أبا اليوم لك والديل على جواز الفصل المستقر أيضاً قوله كنت إبني سعد بن بكر سيد ضخم الدسيعة ماجد نفاعي وأن الجر مع الفصل الجملة فلا يجيزه إلا الفراء بناء على مذهبه المتقدم وذلك نحو قوله كما لني منهم فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل وإذا كذا الفصل بين كم الخبرية مميزها بفعل متعد وجب الإتيال لمن لألا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعد نحو قوله تعالى كم تركوا من جنات وكم أهلكنا من قرية وحال كم الاستفهامية المجموع المميزها مع الفصل كحال كم الخبرية في جميع ما ذكرنا وبعض العرب ينسب مميز كم الخبرية مفرداً كان أو جمعاً بلا فصل أيضاً اعتماداً في التمييز بينهما على قرينة الحال فيجوز على هذا أن تكون في كم عمة بالنسب خبرية وإن من جر مميز كم الخبرية المفرد وهو أكثر من الجمع لأن كم للتكثير فصار مميزه كمميز العادل الكثير وهو المئة والألف وإنما جاز الجمع فيه ولم يجز في العادل الصريح لأن في لفظ العدد الكثير دلالة على الكثرة فاستغني بتلك الدلالة عن جمع المميز وأما كم فهو كناية عن العدد الكثير وليس بصريح فيه فجوزوا جمع مميزه تصريحاً بالكثرة قوله وتدخل من فيهما أي في مميزيهما أما في الخبرية فكثير نحو وكم من ملك في السماوات وكم من قرية وذلك لموافقته جراً بالمميز المضاف إليه كم وأن مميز كم الاستفهانية فلم أعثر عليه مجهوراً بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب نحو ولا أدري ما صحته وإذن جراً مميز بمن وجب تقدير كم منونة قوله ولهما صدر أما الاستفهانية فللاستفهان وأما الخبرية فلم تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير كما أن ربا لما تضمنت المعنى الإنشائي في التقليل وجب لها صدر الكلام ولي في تضمنها معنى الإنشاء أعني ربا وكم نظر كما يجيء في باب التعجب وإنما وجب تصدير متضمن معنى الإنشاء لأنه مؤثر في الكلام مخرج له عن الخبرية وكل ما أثر في معنى الجملة من الاستفهان والعرض والتمني والتشبيه ونحو ذلك فحقه الخبر تلك الجملة خوفاً من أن يحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التغيير فإذا جاء المغير في آخرها تشوش خاطره لأنه يجوز رجوع معناه إلى ما قبله من الجملة مؤثراً فيها ويجوز بقاء الجملة على حالها فيترقب جملة أخرى يؤثر ذلك المغير فيها عنوان مواقع كن من الإعراب قوله وكلاهما يقع مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً وكل ما بعده فعل غير مفتغل عنه كان منصوباً معميلاً له على حسبه وكل ما قبله حرف جر أو مضاث فمجرور وإلا فمرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفاً وخبراً إن كان ظرفاً وكذلك أسماء الشرط والاستفهام قوله كلاهما أي كم الاستفهامية وكم الخبرية وإنما وقع كل منهما مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً لأنه مسمان ولابد لكل اسم مركب من إعراب وهما قابلان لعوامل الرفع والنصب والجر قوله وكل ما بعده فعل أخذ يفصل مواقعهما في الإعراب يعني إذا كان بعد كم فعل لم يشتغل عن نصب كم بنصب الضمير الراجع إليه كما في نحو كم رجلاً ضربته أو بنصب متعلق ذلك الضمير كما في نحو كم رجلاً ضربت غلامه كان كم منصوباً على حسب ذلك الفعل غير المشتغل أي على حسب اقتضائه فإن اقتضى المفعول به فكم منصوب المحل بأنه مفعول به نحو كم رجلاً ضربت وكم غلام ملكت والأولى أن يقول نعميلاً على حسبه وحسب المميز معاً وذلك أنك تقول كم يوماً ضربت فكم منصوب على الظرف مع اقتضاء الفعل المفعول به والمصدر والمفعول فيه وغير ذلك من المنصوبات فتعينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب الفعل وحسب المميز فبقولك معاً تعين للظرفية ولو قلت كم رجلاً لكان انتصابه بكونه مفعولاً به ولو قلت كم ضربة لانتصب بكونه مفعولاً مطلقاً ويجوز أن يجعل كم في هذه المواضع مبتدأاً والجلة خبره والضمير في الجلة مقدر على ضعف كما مر قوله ما بعده فعل أي فعل أو شبهه ليشمل نحو كم يوماً أنت سائر وكم رجلاً أنت ضارب وليس بمعروف انتصابها إلا مفعولاً بها أو ظرفاً أو مصدراً أو خبر كاناً نحو كم كان مالك أو مفعولاً ثانياً لباب ظن نحو كم أنت مالك قوله كل ما بعده فعل غير مشتغل عنه منتقد بقولك كم جاءك فإن جاءك فعل غير مشتغل عن كم بضميره لأن معنى الاشتغال عنه بضميره أنه كان ينصبه لو لم ينصب ضميره كما ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير قوله كل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور إنما ذازا تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام لأن تأخير الجر عن مجروره ممتنع لضعف عمله فجمز تقديم الجر عليهما على أن يجعل الجر سواء كنسماً أو حرفاً مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للتصدر حتى لا يسقط المجرور عن مرتبته ولهذا خدف ألف ما الاستفهامين له المجرورة كما مر في الموصولات تقول بكم رجل مررت وكم رجل ضربت ويكون إعراب المضاف كإعرابكم لو لم يكن مضافاً إليه قوله وإلا فهو مرفوع أي لم يكن بعده في مرتبط بضميره ولا قبله جار فهو مرفوع وذلك أنه إذا لم يكن لا قبله عامل ولا بعده كان اسماً مجرداً عن العوامل على نذهب البصريين فيكون مبتدأاً أو خبراً فأما أن لا يكون بعده فعل نحو كم مالك أو إن كان عاملاً في ضميره أو متعلقه إما على وجه الفاعلية نحو كم رجلاً جاءك أو كم رجلاً جاءك غلامه أو على وجه المفعولية نحو كم رجلاً ضربته أو ضربت غلامه ولو قيل في المشتغل بدمير المفعول أو بمتعلقه إنه مفسر لمعصب كم والتقدير كم رجلاً ضربته لجاز إلا أن الرفع فيه أولى للسلامة من الحدف والتقدير على ما تبين قبله فيما أدمر عامله على شريط التفسير والأولى أن يقدر النعصب بعد كم أميزه لحفظ التصدر على كم ولا منع من التقدير لأن المقدر معدوم اللفظة والتصدر اللفظي هو المقصود قوله إن لم يكن ضرفاً يعني كم وكونه ضرفاً باعتبار مميزه نحو كم يوماً سفرك فكم هنا منصوب المحل أولاً داخل في قوله ما بعده فعل أو شبهه غير مشتغل عنه لأن التقدير كم يوم كائن سفرك ومرفوع المحل ثانياً لقيامه مقام عامله الذي هو خبر المبتدأ ومثال كونه مبتدأ كم رجل جاءني وأما كم مالك فالأولى فيه أن يكون خبراً لا مبتدأ لكونه نجرة ما بعده معرفة كما مر في باب المبتدأ قوله وكذلك أسماء الاستفهان والشرط أي تقع مرفوعة ومنصوبة ومجنورة على ذكر من مواقع كم إلا أن ما هو ضرف من هذه الأسماء كمتى وأين وإذا لم ينجر بحرف جر نحو من أين فلابد من كونه منصوداً على الظرفية وقد يخرج إذا عن الظرفية كما يجيء في الظروف ويرتفع اسم الاستفهان محلاً مع انتصابه على الظرفية إلا كان خبر مبتدأ مؤخر نحو متى عهدك بفلان وأما أسماء الشرط الظرفية فلا تكون إلا منصوبة على الظرفية أبداً وما ليس بظرف نحو من وما يقع مواقعك مرفوعاً ومنصوباً ومجنوراً فالمرفوع إما مبتدأ نحو من أرد ومن قام قمت وإما خبر ولا يكون إلا استفهام نحو من أنت وما دينك والمنصوب إما مفعول به نحو من لقيت وما فعلت ومن ضربت أضربه وما فعلت أفعله ولا يقع غير ذلك من المنصوبات استطراء والمجنور نحو غلام من أنت وبمن مررت وغلام من تضرب أضرب وبمن تمرر أمره والنظر في كلمات الشرط نحو من وما إلى الشرط لا إلى الجزاء فإن كان الشرط مسنداً إلى ضميرها أو متعلقه متعدياً كان أو لازم فهي مبتدأة نحو من جاءك فأكرمه ومن ضربك غلامه فاضربه وإن كان متعدياً ناصباً لضميرها أو لمتعلق ضميرها نحو من ضربته يضربك أو من ضربت غلامه يضربك فالأولى كونها مبتدأة ويجوز انتصابها بمدمر يفسره الظاهر وإن كان متعدياً غير مشتغل عنها بضميرها ولا بمتعلق ضميرها فهي منصوبة نحو من ضربت ضربته ويجوز كونها مبتدأة على ضعف ولو جوزنا عمل الغزاء في أدى الشرط كما هو مذهب بعضهم في متى جئتني جئتك على ما يجيء في الظروف المبنية لجاز أن تكون في نحو من جاء فأكرم ومن ضرب زيداً فاضرب منصوبة المحل بكونها مفعولة للجزاء وأن تكون في نحو من جاءك فاضربه منصوبة المحل بفعل مدمر يفسره الجزاء لكن الحق أن الجزاء لا يعمل في أدى الشرط فلا يفسر عاملها أيضاً لأن ما لا يعمل بنفسه لا يفسر العامل كما مر في المنصوب على شريطة التفسير والسر في جواز عمل الشرط في أداته دون الجزاء أن الأدات من حيث طلبها للصبر كان القياس أن لا يعمل فيها لفظ أصلى وإن كان متأخراً لأن مرتبة العامل التقدم من حيث كونه عاملاً فيصير لها مرتبة التأخر من حيث المعمولية مع تقدمها لفظاً لكنهم جوزوا أن يعمل فيها ما حقه أن يليها بلا فصل كالشرط وأما الجزاء فلفرط تأخره عنها لم يجوزوا عمله فيها سواء كانت الأدات ظرفاً كمتى وأين أو غيره كمن وما والدليل على أنه لا يعمل الغزاء فيها أنه لم يسمع مع الاستقرار نحو أيهم جاءك فضرب بنصب أيهم وإن قلنا إن حرف الشرط مقدر قبل كلماته كما هو مذهب سيبويه فكلماته إذن معمورة لفعل مقدر يفسره ما بعده أبداً سواء كانت مرفوعة أو منصوبة إذ حرف الشرط لا يدخل إلا على فعل ظاهر أو مقدر كما يجيء في قسم الأفعال وذلك عند البصريين ولا ينزل مثل ذلك في كلمات الاستفهام لأن همجة الاستفهام تدخل على الفعل والاسم قوله وفي ثميز كم عمة لك يا درير وخالة ثلاثة أوجه وقد يحدث في مثل كم مالك وكم ملكت البيت للفرزدق وتمامه فدعاء قد حلبت علي عشاري الفدعاء الموجه الرصغ من اليد أو الرجل تكون منقلبة الكف أو القدم إلى أنسيهما يعني أنها لكثرة الخدمة صارت كذلك أو هذه خلقة لها نسبها إلى شوه الخلقة وإنما عد حلبت بعلا لتضميم حلبت معنى ثقلت أو تسلقت أي كنت كارها لخدمتها مستنكفا عنها فخدمتني على كره مني ووجه النصب في عمة كون كم خبرية على ما تقدم من جواز نصب مميزها عند بعضهم أو استفهامية وإن لم يرد معنى الاستفهام لكنه على سبيل التهكم كأنه يقول نفس الحلب ثابت إلا أنه ذهب عني عاد الحلبات والجر على أن كم خبرية والرفع على حذف التمييز إما مصدرا بتقدير كم حلبة نصبا وجرا فالنصب على الاستفهام على سبيل التهكم والجر على الإخبار وإما ظرفا بتقدير كم مرة نصبا على التهكم وجرا على الإخبار فترتفع عنها بالابتداء ولك صفتها والخبر قد حلبت وكم في الوجهين منصوبة المحل إما مفعول مطلق لخبر المتدأ أو ظرف له كما تقول أضربتين زيد ضرب وأمرتين زيد ضرب واعلم أن المميز كم لا يكون إلا نكرة استفهام كان أو لا أما الاستفهامية فلوجود تنكير المميز المنصوب وأما الخبرية فلأنها كناية عن عاد مبهم ومعدود كذلك والغرض من الإتيام المميز بيان جنس ذلك المعدود المبهم فقط وذلك يحصل من نكرة فلو عرفا وقع التعريف ضائعا وكم في حالتيها مفرد اللفظ مذكر قال الأندلسي فيجوز الحمل على اللفظ نحو كم رجلا جاءك مع أن المسؤول عنه مثنى أو مجموع ويجوز الحمل على المعنى نحو كم رجلا جاءك أو جاءوك وكذا الخبرية وقال بعضهم كم مفرد اللفظ مجموع المعنى ككل فينبغي على هذا أن لا يعود إليه ضمير مثنى وهو الحق لأنه رجاز أن يستفهم بكم عن الجماعة الذين جاءوا المخاطب مفصلين رجلين رجلين لوجب أن يقال كم رجلين جاءك لأنك إذا قصدت تفصيل جماعة على مثنى أو مجموع وجب التصريح بالتثمية والجمع كما في أفضل رجلين وأي رجلين وأفضل رجال وأي رجال على ما مر في باب الإضافة ولم يسمع كم رجلين لا استفهاما ولا خبرا ويجوز كامرأة جاءتك وجئنك وجاءك حملا على اللفظ والمعنى ولا يجوز أن يكون الضمير عائلا إلى التمييز لبقاء المبتدأ بلا ضمير مع الخبر وهو جملة ولا تقول كم رجلا ونساء جاءوك لعطف المجموع على مميز الاستفهامية عند البصريين وأما قولك كم شاة وسخلتها وكم ناقة وفصيلها فلكون المعطوف أيضا نكرة على ما نبين في باب المعارف وقد ضوز بعض النحاة نحو كم رجلا ونساء لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع كما في قوله الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها وقد ذكرنا ضعف ذلك في باب العطف عند قوله والمعطوف في حكم المعطوف عليه وتقول لقيت امرأة وكم رجلا وهي جاءان عطفا على كم ولا يجوز كم رجلا وإياها بالعطف على التمييز لأن المرأة الملقية ذات واحدة فلا يدخل فيها التقليل والتكثير وأما كأي فنقل أبو سعيد السرافي عن سيبويه أنه بمعنى ربا لا بمعنى كم قال لأنه يستقيم كم لك ولا يستقيم كأي لك كما لا يستقيم ربا لك وليس بدلول واضح لأن كم لكثرة استعمالها دون كأي جاز حذف مميزها وأن ربا فحرف جر لا يحذف مجروره ونعثر على منصوب بعد كأي وقال بعضهم يلزم من بعدها ولعل ذلك لأنه لو لم يؤتب من وجب نصف مميزها لمجيئه بعد الملوم فكان يميزها كمميز كم الاستفهامية مع أنها بمعنى كم الخبرية وقد جاء كأي في الاستفهام قليلا دون كذا ومنه قول أبي بن كعب لزر بن حبيش كأي تعد بثورة الأحزاب أي كم تعد فاستعمرها استفهامية وحذف مميزها وهما قليلا ويلزمها التصدر دون كذا لما قلنا في كم الخبرية وورود كذا مكررا مع واو نحو كذا وكذا أكثر من إفراده ومن تكريره بلا واو ويكنى به عن العدد نحو عندي كذا درهما وعن الحديث نحو قال فلان كذا ولا دلالة فيه على التكثير اتفاقا وكان بعضهم بكذا المميز بجمع نحو كذا دراهم عن ثلاثة ودابها وبالمكرر دون عطف عن أحد عشر ودابه وبالمكرر مع العطف عن أحد وعشرين ودابه وبه قال أبو حنيفة رحمه الله فطابقوا به العدد حتى أجازوا كذا درهم بالجر حملا على مئة درهم وهذا خروج عن لغة العرب لأنه لم يرد يميز كذا في كلامهم مجرورا والشافعي رحمه الله لا ينظر في تفسير الألفاظ المبهمة إلى ما يناسبها من ألفاظ العياد المفصلة لأن المفصلة تدل على كمية العياد رصة والمبهمة لا تدل عليه بل يلزم بالإقرار بالمبهم ما هو يقيم وهو الأقل فيلزم في نحو كذا درهما درهم واحد وهو الحق ويعراب كذا وكأي كنا قلنا في كن ونقول إن الكافي هنا وحده في محب الإعراب لأن الدزئين صار بالتركيب ككلمة واحدة كما تقدم ولا منع من تقدير الإعراب على الكافي اعتبارا للأصل عنوان الظروف بيان المقطوع منها عن الإضافة قوله الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجري مجراه لا غير وليس غير وحسب اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل ودون وأول ومن علو ومن علو ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو يمين وشمال وآخر وغير ذلك وينبغي أن تعرف أنه يحدث المضاف إليه ويورد المحذوف مضافا إليه اسم تابع للمضاف إليه نحو قوله إلا علالة أو بداهة سابح نهد الجزارة وإلا يورد فلا يحدث إلا مما هو دال على أمر نسبي لا يكن إلا بغيره كقبل وبعد وأخواتهم المذكورة وكل وبعض وإذ ومع هذا لا يحدث إلا إذا قامت قريمة على تعيين ذلك المحذوف وإنما بنيت هذه الظروف عن قطرها عن المضاف إليه لمشابهتها الحرف باحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف فإن قلت فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه فهل لا بنيت معه كالأسماء منصولة تبنى مع وجود ما تحتاج إليه من صبتها قلت لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب اسميتها باختصاصها بالأسماء أما حيث وإذا فإنها وإن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدها إلا أن إضافتها ليست بظاهرة إذ الإضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكأن المضاف إليه محدوف ولما أبدل في كل وبعض التنوين من المضاف إليه لم يبنى إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله وإن مختار البناء في هذه الظروف دون التعوض لأنها قليلة التصرف أو عادمته على ما مر في المفعول فيه وعدم التصرف يناسب البناء إذ معناه أيضا عدم التصرف الإعرابي ويدوز أيضا في هذه الظروف لكن على قلة أن يعوّر التنوين من المضاف إليه فتعرب قال ونحن قتمنا الأزد أزد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرا وقال فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أرص بالماء الحميمي ومنه القراءة الشاذة لله الأمر من قبل ومن بعد ويقال ابدأ به أولا فعلى هذا لا فرق في المعنى بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وما بني منها وهو الحق وقال بعضهم بل أعربت لعدم تبن معنى الإضافة فمعنى كنت قبلا أي قديما وابدأ به أولا أي متقدما ومتأخرا لأن من زائدة قيل ويجوز تنوين هذه الظروف البضنومة لضرورة الشعر مرفوعة ومنسوبة نحو جئتك قبل وقبلا كما قيل في المناد المبنون يا مطر ويا مطر فيجوز أن يكون قوله فما شربوا بعدا وقوله وكنت قبلا من هذا وسميت هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات لأنه كان حقها في الأصل ألا تكون غاية لتضمنها المعنى النسبي بل تكون الغاية هي المنسوب إليه فلما حجف المنسوب إليه وضمنت معناه استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعها فسميت بذلك الاسم لاستغرابه ولم يسمى كل وبعض مقطوعي لإضافة غايتين لحصول العوض عن المضاف إليه وتقول جئته من علم معربا أيضا كعم ومن عال كقاب ومن عال كمران ومن علا كعصر ومن علم مفتوح الفاء مثلث اللام فإذا بنيت علو على الضم وجب حذف اللام أي لياء نسيا منسيا إذ لو قلت علي لستغرف الضمة على الياء ولو حذفتها وقلت من علي ولم يتبين كونها مبنية على الضم كأخواتها وأما نحو يا قاضي فاضطراض الضم في المنادى المفرد المعرفة يرشد إليه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل اضطراءه تحت عنوان الظروف بياد مقطوع منها عن الإضافة وإذا قصدت بناء علو ساكمة العين وجب فتح الفاء وكان مع الإعراب إليه ضمه وكسره تقول علو الدار كما تقول سفلها أما جواز بناء علو على الفتح نحو من علو من دون سائل الغايات فلثقر الواوي المضمومة وأما الكسر فيه نحو من علو فإن لتقدير المضاف إليه كما في قوله خالط من سلما خياشين وفاء وقولهم ليس غير بالفتح على مرة الاستثناء فعلى هذا لا يكون هذا الكسر إلا مع جار قبله أو مع الإضافة إلى جاء الضمير وإن لبنائه على الكسر استثقالا للدمة وأما الضم نحو من علو فعلى قياس سائل الغايات ويروى بيت أعشى باهلة إن يتثني لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر بدم واوها وكسرها وفتحها وبناء الغايات على الحركة ليعلم أن لها عرقا في الإعراب وعلى الدم جبرا بأقوى الحركات لما لحقها من الوهن بحذف المحتاج إليه أعني المضاف إليه أو ليكمل لها جميع الحركات لأنها في حال الإعراب كانت في الأغلب غير متصرفة فكانت إما مجنورة بمن أو منصوبة على الظرفية أو لتخارف حركة بنائها حركة إعرابها قوله وأجري مجراه ما غير وليس غير وحسب شبها غير بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذي فيها كما في الغايات لكونها جهات غير محسورة وليبهام غير لكتعرف بالإضافة وهي أشد إبهاما من مثل فلذا لم يبنى مثل على الضم ولا يحدث منه المضاف إليه إلا ما على كبرئة وليس نحو أفعل هذا لا غير وجاءني زيد ليس غير لكثرة استعمال غير بعد لا وليس وغير التي بعد ليس بمعنى إلا وقد تقدم أنه يحدث المستثمى بعد إلا التي بعد ليس والمضاف إليه المحذوف في ليس غير هو المستثمى المحذوف في نحو جاءني زيد ليس إلا فلما حلوه منها المضاف إليه بنيت على الضم لمشابهتها للغايات بالإبهام وأما حسبه فجاز حدث ما أضيف إليه لكثرة الاستعمال وبني على الضم تشويها بغير إذ لا يتعرف بالإضافة مثله كما مر في باب الإضافة عنوان الظروف المضافة إلى الجمل قوله ومنها حق ولا يضاف إلى جملة في الأكثر اعلم أن الظروف المضافة إلى الجمل على ضربين إن واجبة الإضافة إليها بالوضع وهي ثلاثة لا غير حيث في المكان وإذ وإذا في الزمان على خلاف في إذا هل هي مضافة إلى الجملة التي تليها أو لا كما يجي وحيث وإذ إضافان إلى الفعلية والإسمية وأن إذا ففي جواز إضافته إلى الإسمية خلاف كان مر في المنصوب على شريطة التفسير وإما جائزة الإضافة إلى الجملة ولا تكون إلا زمانا مضافا إلى جملة مستفاد منها أحد الأزمنة الثلاثة اشترط ذلك ليناسب المضاف والمضاف إليه في الدلالة على مطلق الزمان وإن كان الزمانان مختلفين وإن محتاج إلى هذا التناسب لأن الإضافة إلى الجملة على غير الأصل إذ المضاف إليه في الحقيقة هو المصدر الذي تضمنته نفس الجملة فعلى هذا لا يدوذ إضافة مكان إلى جملة لأن الدلة لا يستفاد منها أحد الأمكنة معينة كما يستفاد منها أحد الأزمنة فإذا تقرر هذا قلنا الأصل أن يضاف الزمان إلى الفعلية لذلالة الفعل على أحد الأزمنة وضعا فلذا كانت إضافة الزمان إلى الفعلية أكثر منها إلى الإسمية والإسمية المضاف إليها إن أن يستفاد الزمان منها بكون ثاني جزئيها فعلا كقوله تعالى يونهم على النار يفتنين أو يكون مبنونها مشهور الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة وإن كان جزئاها أسمين إما في الماضي نخو أتيتك حين الحجاج أمير أو في المستقبل نخو لآخ ذنك حين راشيئ لك قال تعالى يومهم بارزون وقال المبرد في الكامل لا يضاف الزمان الجائز الإضافة إلى بسمية إلا بشرط كونها ماضية المعنى حملا على إذ أن واجبت الإضافة إلى الجمل وقوله تعالى يومهم على النار يفتنون وقوله يومهم بارزون يكذبه هذا الذي ذكرنا كله إذا أضيف الزمان إلى جملة هو في المعنى ظرف مصدرها كما رأيت فإن لم يكن الزمان ظرفا للمصدر بل كان إما قبله أو بعده فلا يكون له مع الجملة من الاختصاص ما يكون لظرف مصدرها فلا يستعمل إلا مع حرف مصدري كأن وأن وما قبل الجملة قال تعالى من قبل أن نطلس وجوها وإن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ومن قبل أن تلقوه ونحو ذلك وأما إضافة ريثا إلى الجملة الفعلية نحو توقف ريثا أخرج إليك فلكونه مصدرا بمعنى البطء مقاما نقام الزمان المضاف والأصل ريث خروجي أي مدة أن يبطئ خروجي حتى يدخل في الوجود والمعنى إلى أن أخرج فهو نحو آتيك خفوق المجن فلما قام قام الزمان جاز إضافته إلى الفعلية وكذا آية بمعنى علامة يوف إضافتها إلى الفعلية لمشابهتها الوقت لأن الأوقات علامات يوقت به الحوادث ويعير به الأفعال لكن لما كان ريثا وآية دخلين في معنى الزمان وضيفا إلى الفعلية في الأغرب مصدرة بحرف مصدري قال بآية يقدمون الخيل شعثا كأن على سنابكها مداما وقال ألا من مبلغ عني تنينا بآية ما يحبون الطعاما وتقول أطم ريثما أخرج فإذا جاز أن يضاف الزمان إلى الفعلية مع حرف مصدري على ما نقله الكوفيون على ما يجي فكيف بما يشابهه ويضاف ذو أيضا معربا كإعرابه في نحو ذو مال بالألف والواو ولياء إلى الفعلية في قوله اذهب بني تسلم واذهبا بني تسلمان واذهبوا بني تسلمين فقال بعضه هو شاذ وذي صفة للأمر الاذهب مع الأمر ذي السلامة أي مع الأمر الذي تسلم فيه والباء بمعنى مع وقال السرافي المنصوف به الوقت الاذهب في الوقت ذي السلامة أي في وقت تسلم فيه والباء بمعنى فيه فلا تكون الإضافة شاذة لأنه كالزمان المضاف إلى الفعل وقال بعضهم هو ذو الطائية أعربت وهو بعيد لما مر في الموصولات من أنها بالواو في الأحوال على الأشهر وربما استعملت ذو في الإضافة إلى الفعل أجمع استعمالها مضافة إلى الاسم نحو جاءني ذو فعلا وذو فعلا وذو فعلا وذات فعلت وذوات فعلت وذوات فعلنا ويحتمل أن تكون طائية على ما حكم الدحان كما مر في الموصولات وأن تكون بمعنى صاحب مضيفة إلى الفعل شاذة وقال سيبوي إذا كان أحد جزئي الجملة التي تلي حيث وإذا فعلا فتصدير ذلك الفعل أولى لما فيه من معنى الشرط وهو بالفعل أولى فحيث يبرس زيد أولى من حيث زيد يجلس وفيما ذكر من ذلك في إذا نظر لكثرة نحو قوله تعالى إذا السماء شقت وإذا السماء فضرت وإذا الكواكب تثرت وأما الكلام في بناء حيث فسيأتي بعده وقد شبه غير ومثل بالظروف المضافة إلى الجمل لزومة أعني حيث وإذا وذلك لأنهما نسبيان مثلها ولأنه لا حثر فيهما كما أنها غير محصورة بحدود حاصرة انحصار اليوم والدار فيضافان إلى الجملة لكن لما كانا مشبهين بها تشبيها بعيدا لم يضافى إلى صريح الفعل إضافتها إليه بل إلى جملة مصدرة بحرف مصدري كقوله تعالى مثل ما أنكم تنطقون وقوله لم لمع الشرب منه غير أن نطقت حمامة في غصوم ذات أوقالي وقوله غير أني قد أستعون على الهم إذا خف بالثوي النجاء وإنما فضر ما أضيف إليه بحرف مصدري دون ما أضيف إليه الزمان الجائز إضافته إلى الجملة وإن كانت الإضافة إليها في كبه القسمين غير لازمة لأن التناسي بين الزمان المضاف إلى الجملة والجملة المضاف إليها في دلالتها على الزمان وكون الزمان ظرفا لمصدر الجملة المضاف إليها أغنية عن الحرف المصدري وليس المنجودين في مثل وغير فاحتيج معهما إلى الحرف المصدري مع أنه نقل الكوفيون عن العرب أنها تغوف الظروف أيضا إلى أن المشددة هو المخففة نحو أعجبني يوم أنك محسن ويوم أن يقوم زيت فإن صح النقل جاز في تلك الظروف الإعراب والبناء كما في مثل ما أنكم تنطقون وغير أن نطقت على ما يأتي واخترد في كو الظروف مضافة إلى ظاهر الجملة أو إلى المصدر أليس ضمنته والمزاع في الحقيقة منتفن لأن الإضافة في المصد إلى ظاهر الجملة بلا خلاف ومن حيث المعنى إلى مصدرها لأن معنى يوم قدم زيد يوم قدومه ولو كان مضافا في الحقيقة إلى ظاهر الجملة وهي خبر لكان المعنى يوم هذا الخبر المعين وأيضا الإضافة في المعنى لتخصيص ولا بد في الإضافة المفيدة للتخصيص من صحة تقدير لام التخصيص ولم يتعذر دخولها على الجملة قال صاحب المغني يتصرف الظرف المضاف إلى الجملة فيصح أن يقال جئتك يوم قدم زيد الحار أو البارد على أن يكون صفة اليوم قلت ومع غرابة هذا الاستعمال وعدم سماعه ينبغي أن ما يتعرف المضاف إذا كان الفاعل في الفعلية أو المبتدأ في الإسمية نكرة نحو يوم قدم أمير ويوم أمير كبير قدم إذ المعنى يوم قدوم أمير ثم أعلم أنه يضاف الزمان أو حيث إلى الجملة وإن لم يكن ضرفة أي منصوبة بتقدير فيه قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهذا يوم لا ينطقون بالرفع والله أعلم حيث يجعل رسالته وهو مفعور ليعلم مقدرا وقال بأذنى حيث يكون من يتذلل وقال أبو علي في كتاب الشعر ما بعد حيث في الموضعين صفة لا مضاف إليه قال لأن حيث مضاف ظرفا لا اسمه فالمعنى حيث يجعله وحيث يكونه أي يجعل فيه ويكون فيه والأولى أن نقول إنه مضاف ولا مانع من إضافته وهو اسم لا ظرف إلى الجملة كما في ظروف الزمان وأما نحو رمئذ وحينئذ وساعةئذ فقالوا إن الظروف مضافة إلى إذا المضاف في المعنى إلى جملة محذوفة مبدل منه التنوين وفي ذلك تعسف من حيث المعنى إذ قولك حين وقت كذا ويوم الوقت وساعة الوقت ونحو ذلك غريب الاستعمال مستهجم المعنى بخلاف نحو قوله تعالى بعد إذ أنتم مسلمون إذ معناه بعد ذلك الوقت وأما قوله إلى يوم الوقت المعلوم فقال أبو علي في الحجة إن الوقت بمعنى الوعد كما أن معنى قوله تعالى فتم ميقات ربه تم ميعاد ربه فهو بمعنى قوله واليوم موهود قال ولا يجوز أن يراد بالوقت الأوان لأن اليوم إما وضح النهار وإما برهة من الزمان ولو قلت إلى برهة الزمان أو يوم الزمان لم يكن ذلك بالسهل هذا كلامه ولن يبدو لي أن هذه الظروفة التي كلها في الظاهر مضافة إلى إذ ليست من مضافة إليه بل إلى الجمل المحذوفة إلا أنهم لما حدفوا تلك الجمل لدلالة سياق الكلام عليها لم يحسن أن يبدل منها تنوين لاحق بهذه الظروف كما أبدل في كل البعض وإذ لأن كلا وأخويها لازمة لإضافة معنا فيستذل بالمعنى على حدف المضاف إليه ويتعين ذلك المحذوف بالقريرة الحاصلة من سياق الكلام فيكم المراد كقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعما ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات وقوله نهيتك عن طلابك أم عمر بعاقبة وأنت إذن صحيح لأن إذ لازم الإضافة ولا وجهة لتنوينه إلا أن يكون عوضا ليبعد معنى التنكير والتمكن منه وأما هذه الظروف فليست بلازمة للإضافة معنا فلو قلت جاءني زيد وكنت حينا كذا وقصدت حذف المضاف إليه وإبدال تنوين حينا منه أي حين ذلك لم يكن ظاهرا في ذلك المعنى بل ظاهره أن التنوين فيه للتنكير فلما خافوا تباسة من العوض في يوما وحيا وساعة بغيره من تنوين التمكن والتنكير توسلوا إلى الدلالة على الجمل المحذوفة المضاف إليها هي في الأصل بأن أدنوا من تلك الظروف بدل الكل ضرفا لازما للإضافة إلى الجمل خفيفا في اللفظ صالحا يميع أنواع الأزمنة من الساعة والحين والليلة وغير ذلك متعودا أن تحدث الجمل المضاف إليها هو مع إبدال التنوين منها كما في قوله وأنت إي صحيح فجاء بإذ بعد هذه الظروف بدلا منها مع تنوين العوض ليكون التنوين كأنه ثابت في الظروف المبدل منها لأن بذل الكل مع قيامه مقام مبدل منه في المعنى مطلق على ما أطلق عليه فكأنه هو وأنزم إذ الكسر لارتقاء الساكنين ليكون كسر متمكن مجرور مضاف إليه الظرف الأول حتى لا يستنكر حذف المضاف إليه منه بلا بناء على الضم ولا تنوين عوض لأنه لا بد فيما حذف منه المضاف إليه من أحدهما إلا أن يعطف عليه مضاف إلى مثل ذلك المحذوف كقوله إلا علالة أو بضاها تسابح نحد الززارة ولما توصل بإذ إلى الغرض المذكور وكانت الظروف المذكورة قد تكون مستقبرة أو ماضية ذرد إذ عن معنى الماضي وصار لمطلق الظرفية فيجو استعماله في المستقبل الله كقوله تعالى فولن يومئذ للمكذبين ونحوه والحق أن إذ إذا حلف المضاف إليه منه وعدي منه التنوين في غير نحو يومئذ جاز فتحه أيضا ومنه قوله تعالى حاكيا فعلتها إذن وأنا من الضالين أي فعلتها إذ ربيتني إذ لا معنى للجزائها هنا كما قيل في إذن إنها للجواب والجزاء وكسر الظال في نحو حينئذ لالتقاء الساكنين لا للجر خلافا للأخفش فإنه زعم أنه مجرور بالإضافة وبناء إذ يمنع جره وأيضا نحن نعلم أنه في قوله وأنت إذن صحيح ليس بمجرور وهو مثله في حينئذ لكنهم إنما ألزموها الكسر لتكون في صورة المضاف إليه الظرف الأول ويجوز في غيره الفتح أيضا كقوله تعالى حاكيا فعلتها إذن وأنا من الضالين كما بينا واعلم أن الظرف المضاف إلى الجملة لما كان ظرفا للمصدر الذي ضمنته الجملة على ما قررنا قبل لم يجوز أن يعود من الجملة إليه ضمير فلا يقالوا آتيك يوم قدم زيد فيه لأن الربط الذي يطلب خصوبه من مثل هذا الضمير حصر بإضافة الظرف إلى الجملة وجعله ضرفا لمضمونها فيكون كأنك قلت يوم قدوم زيد فيه أي في اليوم وذلك غير مستعمل قال تعالى يوم تبيد وجوه وقد يقول العوام يوم تسود فيه الوجوه ونحو ذلك والمذكر شرح قوله في آخر الباب والظروف المضافة إلى الجمل وإذ يجوز بناؤها على الفتح وكذلك مثل وغير مع ما وأن هاهنا فإنه محتاج إلى إليه لبيان بناء حيث فنقول إن ظرف الزمان المضاف إليه الجمل إنما يبنى منه المفد والجمع المكسر إلى بنية ولا يبنى منه المثنى لما ذكرنا في نحو حاذاني واللباني والظروف المضافة إلى الجمل على ضربين كما ذكرنا إن واجبة الإضافة إليها وهي حيث في الأغلب وإذ وأما إذا فيها خلاف على ما يجي هل هي مضافة إلى شرطها أو لا وإما جائزة الإضافة وهي غير هذه الثلاثة فالواجبة الإضافة إليها ماجبة البناء لأنها مضافة في المعنى إلى المصدر أليس ضمنته الجملة كماذا وإن كانت في الظاهر إلى الجملة فإضافتها إليها كلا إضافة فشابهت الغايات المحذوث ما أريفت إليه فلهذا بنية حيث على البن كالغايات على الأعرف وأما جائزة الإضافة إليها فعلى ضربين لأنها إما أن تضاف إلى جملة ماضية الصدر نحو قوله على حين عاتبت المشيب على الصدى وقلت ألم تثق الشيء لوازع فيجوز بالاتفاق بناؤها وإعرابها أن الإعراب فلعلم نزومها للإضافة إلى الجملة فإلة البناء إذن عارضة وأما البناء فلتقوي لإلة العارضة بوقوع المنوي الذي لا إعراب له لفظا ولا محمى موقع المضاف إليه الذي يكتسل منه المضاف أحكامه من التعريف والتنكير وغير ذلك كما في باب الإضافة وأما أن لا تضاف إلى الجملة المذكورة فذلك بأن تضاف إلى الفعلية التي صدرها مضارع نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أو إلى الإسمية سواء كان صدقها معربا أو مبنيا في اللفو نحو جئتك يوم أنت أمير إذ لابد له من الإعراب محلا فعند البصريين لا يجوز في مثله إلا الإعراب في الظرف المضاف لضعف علة البناء وعند الكوفيين وبعض البصريين يجوز بناؤه اعتبارا بالعلة الضعيفة ولا حدت لهم في نثبتا في السبعة من فتح قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لاحتمال كونه ظرفا والمعنى هذا المذكور في يوم ينفع ولا في قوله تعالى يوم لا تملك نفس من نفسي شيئا على قراءة الفتح لاحتمال كونه بدلا من قوله قبل يوم الدين وأما غير المضاف إلى ما صدره أو أن والمثل المضاف إلى ما صدره ما فيجوز بالاتفاق منهم إعرابها وبناؤها قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون ففتح مثل مع كونه صفة لحق أو خبرا بعد خبر لإن ويجوز أن يكون منصوبا لكونه مصدرا بمعنى إنه لحق تحققا مثل حقية لدقكم وقال لم يمنع الشرب منهم غير أن يطقت حمامة في غصول ذات أوقالي ففتح غير مع كونه فاعلا ليمنع ويجوز أن يكون بناؤه إضمنهم معنى إلا كان مر في باب الاستثناء وإلة بنائهما مشابهتهما لإذ وإذا وحيث لأنهما مضافان من حيث المعنى إلى مصدر ما وليهما ولأن فيهم الإبهام مثلها لفقد الحصر كمرة والمبني وهو ما وأن وأن واطع الموقع ما أضيف إليه ولو ثبت ما نقر الكوفيون من إضافة الظروف إلى ما صبره أن المشددة أو المخففة لجاز إعرابها وبناؤها نحو مثل وغير وكذا يوجد اتفاقا بناء الظروف المتقدمة على إذ نحو حينئذ وإعرابها قرأ قوله تعالى من خزي يومئذ بفتح يوم مجره أما الإعراب فلعروض عدة البناء أعني الإضافة إلى الجمل وأما البناء فلوقوع إذ المبني موطعا مبافي إليه لفظا كما بينا فصار نحو قوله على حين عاتبت المشيد فثبت ما بينا أن قوله والظروف المضافة إلى الجمل يجوز بناؤها ليس ينبغي أن يكون على إطلاقه وقوله مثل وغير مع ماء وأن أي مثل ماء وغير مع أن مشددة مخففة وهذا تنعم الكلام على الظروف المضافة إلى الجمل وقال المصنف بني حيث لأنه موضوع لمكان حدث ضمنه الجمل فشابه المنصولات في احتياجه إلى الجمل وكذا قال في إذ وإذا ويجوز أن يقال في إذ إنه بني لأن وضعه وضع الحروف كما يقول بعضهم وبني حيث على الضم في الأشهر تشبيه بالغايات لأن إضافته كلا على ما ذكرنا وقد تفتح الثاء وتكسر وقد يخلف يا أهى واو مثلثة الثاء أيضا وإعرابها لغة فقاسية وعيرت إضافتها إلى المفرد قال ونطعنهم حيث حبى بعض ربهم ببيض النواضي حيث ليكم أمائني وقال أنا ترى حيث سهيل طالعا وبعضهم يرفع سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي حيث سهيل موجود وحذف خبر المبتدأ الذي بعد حيث غير قليل ومع الإضافة إلى المفرد يعرضه بعضهم لزوان عمة البناء أي الإضافة إلى الجملة والأشهر بقاؤه على البناء بشديد الإضافة إلى المفرد وترك إضافة حيث مطلقا لا إلى جملة ولا إلى مفرد وظرفيتها غالبة لا لازمة قال فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعني وكذا في قوله أنا ترى حيث سهيل وهو مفعول ترى وكذا قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وحكي هي أحسن الناس حيث نظر ناظر أي وجهة فهو تمييز وقال الأخفش قد راب به الحين كما في قوله للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه عنوان معنى إذ وإذا واستعمال إذا للمفاجأة قوله منها إذا وهنا المستقبل وفيها معنى الشرط فلذلك اختير بعدها الفعل وقد تكون للمفاجأة فيلزم يمتدأ بعدها وإذ لما مضى ويقع بعدها الجملتان وقد تقدمها هنا علة بنائها وذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير الكلام في وقوع الجمل بعدها فنقول قد تكون إذا للماضي كما في قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السبين وحتى إذا ساوى بين الصدفين وحتى إذا جعله نارا كما أن إذ تكون للمستقبل كإذا كما في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون على أنه يمكن أن تؤول بالتعديدية وكما في قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم ويمكن أن تكون من باب ونادى أصحاب الجنة وقد تكون إذا مع جميتها لاستمرار الزمان نحو قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أي هذه عادتهم مستمرة ومثله كثير نحو قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد من أصل في استعمال إذا أن تكون لزمان من أزمية المستقبل بل مختص من بينها لوقوع الحدث فيه مبطوع به والدليل عليه استعمال إذا في الأغرب الأكثر في هذا المعنى نحو إذا طبعت الشمس وقوله تعالى إذا الشمس كورت ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغنوب سبحانه بالأمور المتوقعة وكلمة الشرط ما يطلب جميلتين يلزم من وجود مدمون إولاهما فردا حصول مدمون الثانية فالمدمون الأول مفروض منزوم والثاني لازمه فهذا المفروض وفوده قد يكون في الماضي فإن كان مع قطع المتكلم بعدم لازمه فيه فالكلمة المبوعة له له وإن لم يكن مع قطع المتكلم بعدمه استعمل فيه إن لا على أنه لا مبوعة له كما يجيء فلهذا كان له الانتفاء الأول الانتفاء الثاني كما يجيء في حروف الشرط لأن مدمون جوابه المعدوم لازم من مدمون شرطه والانتفاء اللازم ينتفي المعزوم وقد يكون في المستقبل وقد وضعت له إن ولا يكون معنا الشرط في اسم إلا بتدمن معناها فلو موضوعة لشرط مفروض وجوده في الماضي مقطوع بعدمه فيه لعدم جزائه وإن موضوعة لشرط مفروض وجوده في المستقبل مع عدم قطع المتكلم لا بوقوعه فيه ولا بعدم وقوعه وذلك لعدم القطع في الجزاء لا بالوجود ولا بالعدم سواء شك في وقوعه كما في حقنا أو لم يشكح الواقعة في كلامه تعالى انتهي الشريط التاسع من الجزء الثاني من شرح الكافية وقد تستعمل إن الشرطية في الماضي على أحد ثلاثة أوجه إما على أن يجوز المتكلم وقوع الجزاء ولا وقوعه فيه كقوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وإما على القطع بعدمه فيه وذلك المعنى الموضوع له لو كقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته وإما القطع بوجوده نحو زيد وإن كان غنيا لكنه بخيل وأمت وإن أعطيت جاها لئيم واستعمالها في الماضي على خلاف وضعها ولا تستعمل فيه في الأغلب إلا وشرطها كان لما يأتي في الجوازم وقد تستعمل لو في المستقبل بمعنى إن وقد تكون أيضا للاستمرار كما ذكرنا في إذا قال عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا فنقول لما كان إذا موضوعا للأمر المقطوع بوجوده في اعتقاد المتكلم في المستقبل لم يكن للمفروض وجوده لتنافي القطع والفرض في الظاهر فلم يكن فيه معنى إن الشرطية لأن الشرط كما بينا هو المفروض وجوده لكنه لما كان ينتشف لنا الحال كثيرا في الأمور التي نتوقعها قاطعين بوقوعها على خلاف ما نتوقعه جوزوا تضمين إذا معنى إن كما في متى وسائر الأسماء والجوازم فيقول القائل إذا جئتني فأنت مكرم شاكا في مجيء المخاطب غير مرجح وجوده على عدمه بمعنى متى جئتني سواء لكن إذ مرأ قبل متى وسائر الأسماء الجوازم على ما هو مذهب سيبويه في أسماء الشرط صار بعد العروض عريقا ثابتا إذ لم توضع في الأصل لزمان يقطع المتكلم بوقوع الفعل فيه كما وضعت إذا فجاز أن يرسخ الفرض الذي معنى الشرط في الحدث الواقع فيهما وأما إذا فلما كان حدثه الواقع فيه مقطوعا به في أصل الوضع لم يرسخ فيه معنى إن الدالة على الفرض بل صار عارضا على شرف الزوال فلهذا لم يجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط وكونه بمعنى متى قال ترفع لي خندف والله يرفع لي نارا إذا خمدت نيرانهم تقدي وقال إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضاربه ومن جهة عروض معنى الشرط فيها لم يلزم عند الأخفش وقوع الفعلية بعدها كما مر في المنصوب على شريطة التفسير ولما كثر دخول معنى الشرط في إذا وخروجه عن أصله من الوقت المعين جاز استعماله وإن لم يكن فيه معنى إن الشرطية وذلك في الأمور القطعية استعمال إذا المتضمنة لمعنى إن وذلك لمجيء جملتين بعده على طرز الشرط والجزاء وإن لم يكن شرطا وجزاء كقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى قوله فسبح كما أنه لما كثر وقوع الموصول متضمنا معنى الشرط فجاز دخول الفاء في خبره جاز دخول الفاء في الخبر وإن لم يكن في الأول معنى الشرط كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إلى قوله فلهم عذاب جهنم قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم لأن الفتن والإفاءة متحققا عن وجود في الماضي فلا يكون فيهما معنى الشرط الذي هو الفرض ومنه أيضا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله والفاء في مثل هذه المواضع في الحقيقة زائدة وإنما رتب إذا والموصول في الآيات المذكورة والجملتان بعده ترتيب كلمة الشرط وجملة للشرط والجزاء وإن لم يكن فيهما معنى الشرط ليدل هذا الترتيب على لزوم مضمون الجملة الثانية لمضمون الجملة الأولى لزوم الجزاء للشرط ولتحصيل هذا الغرض عمل في إذا جزاؤه مع كونه بعد حرف لا يعمل ما بعده فيما قبله كالفاء في فسبح وإن في قولك إذا جئتني فإنك مكرم ولا من الابتداء في نحو قوله تعالى أإذا ما مت لسوف أخرج حيا كما عمل ما بعد الفاء وإن في الذي قبلهما في نحو أما يوم الجمعة فإن زيدا قائم وأما زيدا فإني ضارب للغرض الداعي إلى هذا الترتيب كما يجيء في حروف الشرط فإذا تقرر هذا قلنا العامل في متى وكل ظرف فيه معنى الشرط شرطه على ما قال الأكثرون ولا يجوز أن يكون جزاءه على ما قاله بعضهم كما لا يجوز في غير الظرف على ما مر ألا ترى أنك لا تقول أيهم جاءك فضرب بنسب أيهم على ما مضى في الكنايات ولو جاز أيضا عمل الجزاء في أداة الشرط لقلنا الشرط أولى لأنهما فعلان توجه إلى معمول واحد والأقرب أولى بالعمل فيه على ما هو مذهب البصريين ولو كان العامل هاهنا هو الأبعد كما هو اختيار الكوفيين لكان الاختيار شغل الأقرب بضمير المفعول عند أهل المصرين كما في زارني وزرته زيد فكان الأولى إذن أن يقال متى جئتني فيه أو جئتنيه ولم يسمع وأما الاستدلال على كون الشرط في مثله هو العامل بمجيء الجواب في بعض المواضع بعد إن أو اللام أو الفاء نحو متى جئتني فإنك مكرم أو فأنت مكرم وفلأنت مكرم فمنا لا يتم لأن تقديم الاسم لغرض وهو تضمنه معنى الشرط الذي له صدر يجوز مثل هذا الترتيب كما مر آنفا عنوان العامل في إذا وأما العامل في إذا فالأكثرون على أنه جزاؤه وقال بعضهم هو الشرط كما في متى وأخواته والأولى أن نفصل ونقول إذا اتضمن إذا معنى الشرط فحكمه حكم أخواته من متى ونحوه وإن لم يتضمن نحو إذا غربت الشمس جئتك بمعنى أجيئك وقت غروب الشمس فالعامل فيه هو الفعل الذي في محل الجزاء استعمالا وإن لم يكن جزاءا في الحقيقة دون الذي في محل الشرط إذ هو مخصص للظرف وتخصيصه له إما لكونه صفة له أو لكونه مضافا إليه ولا ثالث استقراءا ولا يجوز أن يكون وصفا إذ لو كان وصفا لكان الأولى الإتيان فيه بالضمير كما تقدم في الموصولات ولم يأتي في كلام فتخصيصه له إذن بكونه مضافا إليه كما في سائر الظروف المتخصصة لمضمون الجمل التي بعدها لا على سبيل الوصفية كقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل وغير ذلك ولو سلمنا أيضا أنه صفة قلنا لا يجوز عمل الوصف الموصوف كما لا يعمل المضاف إليه في المضاف وذلك أن كل كلمتين أو أكثر كانتا في المعنى بمنزلة كلمة واحدة بمعنى وقوعهما معا جزء كلام يجوز أن تعمل أولاهما في الثانية كالمضاف في المضاف إليه ولا يجوز العكس إذ لم يعهد كلمة واحدة بعض أجزائها مقدم من وجه مؤخر من آخر فكذلك ما هو بمنزلتها في المعنى فمن ثم لم تعمل صلة في موصول ولا تابع في متبوع ولا مضاف إليه في مضاف أما كلمة الشرط إذا عمل فيها الشرط فليست مع الشرط ككلمة واحدة إذ لا يقعان إذن موقع المفرد كالفاعل والمفعول والمبتدأ ونحوها فيجوز عمل كل واحد منهما في الآخر نحو متى تذهب أذهب وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى بلى إن لم يعمل الشرط في كلمته نحو من قام قمت جاز وقوعهما موقع المبتدأ على ما هو مذهب بعضهم فإذا تقرر هذا قلنا إن الفاء في قوله تعالى إذا جاء نصر الله إلى قوله فسبح زائدة زيدت ليكون الكلام على صورة الشرط والجزاء للغرض المذكور وإنما حكمنا بزيادتها لأن فائدتها التعطيب كما ذكرنا من أن السببية لا تخلو من معنى التعطيب وإذا جاء ظرف للتسبيح فلا يكون التسبيح عقيب المجيء بل في وقت المجيء وقال المصنف في شرح مفصل إن تعيين الوقت في إذا يحصل بمجرد ذكر الفعل بعده وإن لم يكن مضافا إليه كما يحصل في قولنا زمانا طلعت فيه الشمس وفيه نظر لأنه إنما حصل التخصيص به لكونه صفة له لا لمجرد ذكره بعده ولو كان مجرد ذكر الفعل بعد كلمة إذا يكفي لتخصيصها لتخصص متى في متى قام زيد وهو غير مخصص اتفاقا منهم وأما استدلاله على عمل إثم إذا بقوله تعالى أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا وأن الجواب لو كان عاملا لكان المعنى لسوف أخرج وقت الموت فكان ينبغي أن يكون الإخراج والموت في وقت فالجواب أن المعطوف مع واو العطف محذوف في الآية لقيام القرينة والمعنى أئذا ما ميت وصرت رميما أبعث أي مع اجتماع الأمرين كما قال تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكثير في القرآن مثله واخدل أيضا بنحو قولهم إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا والجواب أن إذا هذه بمعنى متى فالعامل شرطها أو نقول المعنى إذا جئتني اليوم كان سببا لإكرامي لك غدا كما قيل في نحو إن جئتني اليوم فقد جئتك أمسي أن المعنى إن جئتني اليوم يكون جزاء لمجيئي إليك أمسي ولعدم عراقة إذا في الشرطية ورسوخها فيها جاز مع كونها للشرط أن يكون جزاؤها اسمية بغيثا كما في قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ولا منع من كونهم في الآيتين تأكيدا للواو والضمير المنصوب في أصابهم ولعدم عراقتها أيضا جاز وإن كان شاذا نجيء الاسمية خالية عن الفعل بعدها في قوله فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكبوا قيل ليس فيه إذا في نحو قوله تعالى والليل إذا يغشى معنى الشرط إذ جواب الشرط إما بعده أو مدلول عليه بما قبله وليس بعده ما يصلح للجواب لا ظاهرا ولا مقدرا لعدم توقف معنى الكلام عليه وليس ها هنا ما يدل على جواب الشرط قبل إذا إلا القسم فلو كان إذا للشرط كان التقدير إذا يغشى أقسم فلا يكون القسم معجزا بل معلقا بغشيان الليل وهو ضد المقصود إذ القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام وإن كان نهارا غير متوقف على دخول الليل فإن قيل فإذا كان ظرفا مجردا فأيش ناصبه قلت قال المصنف ناصبه حال من الليل أي والليل حاصلا وقت غشيانه ولي فيه نظر إذ لا شيئ هنا يقدر عاملا في حاصلها إلا معنى القسم فهو حال من مفعول أقسم فيكون الإقسام في حال حصول الليل كما أن المرور في قولك مررت بزيد صارخا في حال صراخه وحصول الليل في وقت غشيانه لأن وقت غشيانه ظرف له كما أن الخروج في قولك خرجت وقت دخولك في وقت دخول المخاطب فيكون الإقسام حال غشيان الليل وهو فاسد كما مر وأيضا في قوله تعالى والقمر إذا اتسق يلزم أن يكون الزمان حالا من الجثة ولا يجوز كما لا يجوز أن يكون خبرا عنها وقيل إذا بدل من القسم به مخرج عن الظرفية أي وقت غشيان الليل وفيه نظر من وجهين أحدهما من حيث أن إخراج إذا عن الظرفية قليل والثاني أن المعنى بحق القمر متسقا لا بحق وقت اتساق القمر وليس يبعد أن يقال هو ظرف لما دل عليه القسم من معنى العظمة والجلال لأنه لا يقسم بشيء إلا لحاله العظيمة فتعلقه بالمصدر المقدر على ما ذكرنا في المفعول معه من جواز عمله مقدرا عند قوة الدلالة عليه وخاصة في الظرف فإنه يكتفي برائحة الفعل وتوخمه كما هو مشهور فالتقدير وعظمته إذا اتسق فهو كقولك عجبا من زيد إذا ركب أي من عظمته والظرفها هنا لا يصلح أن يكون معمولا لإنشاء التعجب كما لم يصلح هناك لكونه معمولا لإنشاء القسم فأبمر العظمة إذ لا يتعجب إلا من عظيم كما لا يقسم إلا بعظيم في معنى من المعاني وإذا جاء إذا بعد حتى كقوله تعالى حتى إذا هلك قلتم فهو باق على ما كان عليه من طلب الجملتين منتصب بأخراهما كما مر وحتى تكون معها حرف ابتداء إذ ليس معنى كونها حرف ابتداء أنه يقع المبتداء بعدها فقط بل معناه أنه يستأنف بعدها الكثير سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية كقوله تعالى حتى يقول الرسول بالرفع وتقول سرت حتى يكل الناس وقال بعضهم يجب أن يتجرد بعد حتى عن الشرطية وينجرب حتى ولعله حمله عليه قوله حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرب الجمالة الشرودا وهذا البيت آخر القصيدة ويجوز أن يقال إن جوابه مقدر محافظة على أغلب أحوالها وقال الميداني إذا فيه زائدة ولنا عن ارتكاب زيادته مندوحة إذ حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير عزيز الوجود كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت أي تكون أمور لا يقدر على وصفها وعن بعضهم أن إلى الزمانية تقعص من صريحا في نحو إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر أي وقت قيام زيد وقت قيام عمر وأن لم أعثر لهذا على شاهد من كلام العرب وأما قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرذون فإذا الأولى زمانية والثانية للمفاجأة في مكان الفاء كما يجيء في باب الشرب قوله وقد تقع للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها وقد ذكرنا الخلافة إذا المفاجأة في باب المبتدأ وأن الأقرب كونها حرفا فلا محل لها والتي تقع جوابا للشرط للمفاجأة كما يجيء في حروف الجزم والكفيون يجوزون نحو خرجت فإذا زيد القائمة بنصب القائم على أن زيدا مرفوع بالظرف كما في نحو في الدار زيد لأن إذا المفاجأة عندهم ظرف مكان أما نصب القائم فقالوا لأن إذا المفاجأة تدل على معنى وجدت فتعمل عمله لأن معنى مفاجأتك الشيء وجدانك وجدانك له فجأة التقدير خرجت فوجدت زيدا القائمة والقائم ثاني مفعوليه ومنه قول الكسائي في المناظرة التي جرت بينه وبين سيبويه في مثل قولهم كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها لا يجوز إلا إياها وقال سيبويه لا يجوز إلا فإذا هو هي لأن إذا المفاجأة يجب الارتداء بعدها قال الزجاجي مشنعا على الكوفيين فإذا عندهم كالنعامة قيل لها احمني فقالت أنا طائر وقيل لها طيري قالت أنا جمل وكانت إذا عندهم كسائر الظروف لزمهم أن يرفعوا بعدها سما واحدا وإن أعملوها عمل وجدت طالبناهم بفاعل ومفعولين قال بلى يجوز فإذا عمر قائمة على أن إذا خبر وقائمة حال أي فلالمكان عمر قائمة وأما مع المعرفة فلا يجوز عند البصريين إلا الرفع على أنه خبر وقال فعل باعتذارا للكوفيين في نحو فإذا هو إياها إن هو عماد وإذا كوجدت مع أحد مفعوليه كأنه قال فوجدته هو إياها كقوله فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا أي رآها هي أقرب فقال الزجاجي ليس هذا قول الكوفيين ولا البصريين قال وأظن الحكاية في هذا عن ثعلب غلط لأن العماد عند أهل المصرين لا يكون إلا فضله يجوز إسقاطها ولا يجوز إسقاط هو في مسألتنا أصلا هذا آخر كلام الزجاجي ويمكن أن يقال إن الفصل لم يوجد في كلام العرب إلا إذا كان خبر المبتبأ معرفا باللام أو أفعل التفضيل وفي الإتيان به مع غيرهما نظر كامر في باب الضمائر وقوله أو هي أقرب بمعنى أو هي في مكان أقرب فهو نصب على الظرف وقد تقع إذ وإذا في جواب بين وبينما وكلتاهما إذن للمفاجأة والأغلب مجيوا إذ في جواب بينما وإذا في جواب بين قال فبينا نسوس ما سوى الأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف ولا يجيء بعد إذ المفاجأة إلا الفعل الماضي وبعد إذا المفاجأة إلا الإسمية وكان الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جوابين وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهما والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو من الفصاحة بحيث هو بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ولما قصد إلى إضافة بين اللازم إضافته إلى المفرد إلى جملة والإضافة إلى الجملة كلا إضافة على ما تقدم زادوا عليه ما الكافة لأنها التي تكف المقتباء عن الاقتباء أو أشبع الفتحة فتولدت ألف ليكون الألف دليل عدم اقتبائه للمضاف إليه لأنه كأنه يقف عليه والألف قد يؤتى به للوقف كما في أنا والظنون وأصل بين أن يكون مصدرا بمعنى الفراق فتقدير جلست بينكما أي مكان فراقكما وتقدير فعلت بين خروجك ودخولك أي زمان فراق خروجك ودخولك فحبث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فبين كما تبين مستعمل في الزمان والمكان وأما إذا كف بماء أو الألف وأضيف إلى الجمل فلا يكون إلا للزمان لما تقدم من أنه لا يضاف من المكان إلى الجمل إلا حيث وبين في الحقيقة مضاف إلى زمان مضاف إلى الجملة فحذف الزمان المضاف والتقدير بين أوقات زيد القائم أي بين أوقات قيام زيد فحذف الوقت لقيام القرينة عليه وهي غلبة إضافة الأزمنة إلى الجمل دون الأمكنة وغيرها فيتبادر الفهم في كل مضاف إليها إلى الزمان فصار بين المضاف إلى الزمان زمان لأن بين إن أضيف إلى الأمكنة أو جث غيرها فهو للمكان نحو بين الدار وبين زيد وعمر وإن أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان نحو بين يوم الجمعة والأحد وكذا إن أضيف إلى الأحداث نحو بين قيام زيد وقعوده إلا أن يراد به مجازا المكان نحو قولك زيد بين الخوف والرجاء استعرت لما بين الحدثين مكانا فلهذا وقع بين خبرا عن الجثة فبينما المضاف تقديرا إلى زمان محذوف وظاهرا إلى جملة مقدرة بحدث لا بد أن يكون بمعنى الزمان فلهذا جاز إضافته إلى الجمل وكل ما قلناه في بينما يطرد في كل ما من مجيء ماء الكافة لتكفه عن طلب مضاف إليه مفرد ومن تقدير زمان مضاف إلى الجمل فكل ما إذن زمان مضاف إلى الجملة لأن كلا وبعض من جنس ما يضافان إليه زمانا أو مكانا أو غيرهما ولما في كل ما من معنى العموم والاستغراق الذي يكون في كلمات الشرط نحو من وما ومتى شابهها أكثر من مشابهة بينما فلم يدخل إلا على الفعلية بخلاف بين وبينما ولهذا جاز أيضا وقوع الماضي بعد كل ما بمعنى المستقبل لكنه ليس ذلك بحتم في كل ماضي كما كان في كلمات الشرط المتضمنة لمعنى وكذلك كل ماضي وقع بعد حيث احتمل الماضي والمستقبل للعموم الذي فيه ككلمات الشرط ففيه وفي كل ما رائحة الشرط وأما حيثما فهي كلمة الشرط تجزم وتقلب الماضي مستقبلا كمن وما ومتى فلعامل في كل ما وحيث ما هو في محل الجزاء للذي في محل الشرط كما في إذا لأنهما في الأغلب يستعملان في الفعل المقطوع بوقوعه نحو كلما طلعت الشمس أتيتك وكلما أصبحت فسبح الله وجلست حيث جلس زيت وقد يستعملان في غير المقطوع به نحو كلما جئتني أعطيتك وحيث لقيت زيدا فأكرمه كما تستعمل الأسماء المتضمنة لمعنى في المقطوع بوجوده نحو متى طلعت الشمس أتيتك وكل ذلك على خلاف الأصل ويدخل بين وبينما وكلما في الماضي والمستقبل ولنا أن نرتكب بناء بين وبينما وكلما على الفتح لكون إضافتها كلا إضافة كما ذكرنا في حيث إلا أنها بنيت على الفتح الذي كانت تستحقه حالة الإعراب بخلاف حيث فإنه لم يثبت لها حالة إعراب هي منصوبة فيها حتى تراعي حركتها حتى تراعى حركتها الإعرابية وإنما واتب بين وبينما وكلما مع جملتيها ترتيب كلمات الشرط مع الشرط والجزاء لما ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم الجزاء للشرط ولهذا ادخل إذا وإذ للمفاجأة في جواب بين وبينما ليدل على اقتران مضمون الأول بالثاني مفاجأة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم وقيل في كلما إنه معرب وماء مصدرية والزمان المضاف إلى ماء مقدر فيجوز ادعاء مثله في بينما إن دخل إذ وإذا للمفاجأة في جواب بين وبينما فإن قلنا كما هو مذهب المبرد إن إذا المفاجأة ظرف مكان وكذا ينبغي أن نقول في إذ المفاجأة فإذ وإذا منصوبان على أنهما ظرف مكان لما بعدهما وبين وبينما ظرف زمان له فمعنى بين زيد قائم إذ رأى هند رأى زيد هند بين أوقات قيامه في ذلك المكان أي في مكان قيامه وإن قلنا إنهما ظرف زمان كما هو مذهب الزجاج فهما مضافان إلى الجنلة التي بعدهما مخرجان عن الظرفية مبتدآن خبرهما بين وبينما والمعنى وقت رؤية زيد هند حاصل بين أوقات قيامه والأولى القول بحرفية كلمتي المفاجأة كما هو مذهب ابن بري فالعامل في بين وبينما ما بعد كلمتي المفاجأة أو نقول إنهما زائدان وليستها للمفاجأة في جواب بين وبينما كما قال جوهري وابن قتيبة وأبو عبيدة بزيادة إذ في نحو قوله تعالى وإذ وعدنا وبزيادة إذا في قوله حتى إذا أسلكوهم في قتائدة البيت والكلام على مثل قوله تعالى فإذا أصابه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كالكلام على بينما زيد قائم إذ رأى عمرا سواء ويجوز أن يكون إذا في جواب بينما وإذا ولما نحو قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم ظرف زمان بدلا من الظروف المذكورة ولا نجعلها مضافة إلى الجملة التي تليها بل نجعل تلك الجملة عاملة في الظروف المذكورة أي وقت الإصابة في تلك الحال يستبشرون وكذا في الباقيين فالجملة المضاف إليها إذا محذوفة مدلول عليها بالجملة التي تقع في موضع الشرق أي إذا أصاب هم يستبشرون وإذا فريق منهم بربهم يشركون وكذا نقول إذا وقعت جوابا لإن في نحو قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أي إذا أصابتهم يقنطون أي في تلك الحالة يقنطون وإن قلنا إنها ظرف مكان فلا نقدر لها جملة مضاف إليها لأن المكان لا يضاف إلى الجملة إلا حيث بل المعنى في ذلك الموضع يقنطون وكذا في جواب إذا وبينما ولما وإن قلنا بحرفية إذا في جواب الأشياء الأربعة فلا إشكال لأنها إذا حرف كالفاء سواء وقد تجير إذ للمفاجأة في غير جواب بين وبينما نحو قولك كنت واقفا إذ جاءني عمر ويجوز إضافة بين دون بينما إلى المصدر قال بين تعنقه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفع بتقدير بين أوقات تعنقه والأعرف الرفع على أنه مبتدأ محذوف أي تعنقه حاصل انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت أدوات الشرط قوله وإذ لما مضى ويقع بعدها الجملتان وذلك بلا فصل لأنه لا يطرأ عليها معنى الشرط كما في إذا لأن جميع أسماء الشرط متضمنة لمعنى إن وإن للشرط في المستقبل وإذ موضوعة للماضي فتنافيا وإذ إذا دخل على المضارع قلبه إلى الماضي كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ يقول ويلزمها الظرفية إلا أن يضاف إليها زمان كقوله تعالى بعد إذ نجان الله منها وقوله تعالى بعد إذ أنتم مسلمون ولم يعهد مجورا باسم إلا ببعد ويقع مفعولا به كقولك أتذكر إذ من يأتنا نكرمه وقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه على أن إذ بدل من قوله أخا عاد وقيل في نحو قوله تعالى وإذ وعدنا إنها زائلة كما مضى وقيل هي مفعولة لذكر ويلزمها الإضافة إلى الجملة وإن حذفت لقيام القرينة عودت منها التنوين كما في قوله وأنت إذ صحيح فيكسر ذا لها أو يفتحها كما مر ويلزمها الكسر في نحو يومئذ لما مر وتجيه إذ للتعليل نحو جئتك إذ أنت كريم أي لأنك والأولى حرفيتها إذ إذ لا معنى لتأويلها بالوقت حتى تدخل في حد الاسم وعلم أنه يقبح أي ليه اسم بعده فعل ماض نحو إذ زيد قام بل الفصيح إذ قام زيد لأن إذ موضوع للماضي فإيلاؤه الماضي أولى للمشاكلة والمناسبة ولا يرد عليه نحو إذا زيد يقوم لأن إذا على مذهب سيبويه داخلة على يقوم المقدر المفسر بهذا الظاهر وأما على مذهب من أجز دخولها على اسمية خبرها فعل فهذا وارد عليه ولا مخلص له منه إلا استقباح استعمال مثل هذا أيضا أعني إذا يقوم زيد له كذا والحق أنه قبيح قليل الاستعمال وقال المصنف معتبرا عن صاحب هذا المذهب إن يقوم ليس للاستقبال بل للحال على وجه الحكاية وفيه نظر لأن مثل إذا يقوم زيد فقل فقل كذا مقصود به القيام الاستقبالي وحكاية الحال المستقبلة مما لم يثبت في كلامهم كما ثبتت حكاية الحال الماضية وإذا جاءت ما بعد إذا فهي باقية على ما كانت عليه لا تصير بها جازمة متعينة للشرق بخلاف إذ فإنها تصير جازمة بما كما يجيء في الجوازم ومنهم من قال يجازى بإذا ما فيجزم الشرط والجزاء وأنشد للفرزق فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا ما يسل للسيف يضربي والرواية متى ما عنوان من الظروف المبنية أين وأنا وأيان ومتى وكيف قوله ومنها أين وأنا للمكان استفهاما وشرطا ومتى للزمان فيهما وأيان للزمان استفهاما وكيف للحال استفهاما أين الاستفهامية نحو أين كنت والشرطية نحو أين تكن أكن ودناؤهما على الحركة للساكنين وعلى الفتح لاستثقال الضم والكسر بعد الياء وأن لها ثلاثة معاني استفهامية كانت أو شرطية تصرفها نحو من عند ومن بعد ومن أين ومن قبله ومن أمامه ومن لدنه فصارت مثل فيه فجاز أن تغمر في الظروف إضمار فيه ومنه قوله صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائبي أي من لدن شب ويجيء أن بمعنى كيف نحو أن يؤفكون ويجوز أن يكون بمعنى من أين يؤفكون ويجيء بمعنى متى وقد أول قوله تعالى أن شئتم على الأوجه الثلاثة ولا يجيء بمعنى متى وكيف إلا وبعده فعل وأما أن الشرطية فكقوله فأصبحت أن تأتها تبتأس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر أي من أين تأتها قوله ومتى للزمان فيهما أي في الاستفحان والشرط وربما جرت هذيل بمتى على أنها بمعنى من كقوله شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج أو بمعنى في فيكون على الوجهين حرفا أو بمعنى وسط كما حكى أبو زيد وضعته متى كمي أي وسط كمي أو في كمي ولا يجوز متى زيد لأن الزمان لا يكون خبرا عن الجثة وأما قولهم متى أنت وبلادك فمتى ليس بخبر بل ظرف لخبر المبتدأ الذي بعده غير ساد مسده كما سد في نحو أمامك زيد وأنت وبلادك نحو كل رجل وضيعته أي متى أنت وبلادك مجتمعان وأيانا للزمان استفهاما كمتى الاستفهامية إلا أن متى أكثر استعمالا وأيضا أيانا مختص بالأمور العظام نحو قوله تعالى أيانا مرساها وأيانا يوم الدين ولا يقال أيانا نمت وكسر همزته لغة سليم وقال الأندلسي كسر منها لغة والأولى الفتح لمجاورة الألف وكتب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط وأجاز بعض المتأخرين ذلك وهو غير مسموع ويختص أيانا في الاستفهام بالمستقبل بخلاف متى فإنه يستعمل في الماضي والمستقبل قال ابن جني ينبغي أن يكون أيان من لفظ أي لا من لفظ أين للمكان ولقلة فعال وكثرة فعلان في الأسماء فلو سميت بها لم تصرفها قال الأندلسي ينبغي أن يكون أصلها أي أي أوان فحذفت الهمزة مع لياء الأخيرة فبقي أيوان فأضغم بعد القلب وقيل أصله أي آن أي أي حين فخفف بحذف الهمزة فاتصلت الألف والنون بأي وفيه نظر لأن آن غير مستعمل بغير لام التعريف وأي لا يضاف إلى مفرد المعرفة قوله كيف للحال استفهاما إنما عد كيف في الظروف لأنه لمعنى على أي حال والجار والظرف متقاربان وكون كيف ظرفا مذهب الأخفش وعند سيبويه هو اسم بدليل إبدال الاسم منه نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم ولو كان ظرفا لأبدأ منه الظرف نحو متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت وللأخفش أن يقول يجوز إبدال الجار والمجرور منها نحو كيف زيد على حال الصحة أم على حال السقم فكيف عند سيبويه مقدر بقولنا على أي حال حاصل وعند الأخفش بقولنا على أي حال وحاصل عنده مقدر فإن جاء بعد كيف قول يستغنى به عنه نحو كيف يقوم زيد فكيف منصوب المحل على الحال فجوابها والبدل منها منصوبان تقول في الجواب متكئا على آخرا أو معتمدا وفي البدل كيف يقوم زيد أم معتمدا أم لا فكأنك قلت بأي صفة موصوفة يقوم زيد أم معتمدا أم لا فمعتمدا بدل من موصوفة مع الجار المتعلق به ويجوز أن يكون كيف في مثل هذا الموضع وهو أن يليه قول مستغنى به منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك القول فكأن معنى كيف يقوم زيد قياما حاصرا على أي صفة يقوم زيد ولا يجوز مثل هذا الاستعمال لسقوط الاستفهام عن مرتبة التصدر لكن لما كان الموصوف بكيف أي المصدر مقدرا جاز ذلك فجوابه نحو قياما سريعا والبدل منه أقياما سريعا أم قياما بطيئا وإن جاء بعد كيف ما لا يستغنى به نحو كيف زيد فهو في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ فتقول في جوابه صحيح أو سقيم وفي البدل منه أصحيح أم سقيم وإن دخلت نواسخ الابتداء على غير المستقل الذي بعد كيف نحو كيف أصبحت وكيف تعلم زيدا فكيف منصوب المحل خبرا أو مفعولا به حسب مطلوب ذلك الناسخ والاستفهام بكيف عن النكرة فلا يكون جوابه إلا نكرة فلا يجوز أن يقال الصحيح في جواب كيف زيد وشذ دخول عليه كما روي على كيف تبيع الأحمرين وأما قولهم انظر إلى كيف تصنع فكيف فيه مخرج عن معنى الاستفهام لسقوطه عن الصدر والكوفيون يجوزون جزم الشرط والجزاء بكيف وكيفما قياسا ولا يجوزه البصريون إلا شذوذا قال سيبويه إنها في الجزاء مستكرهة وقال الخليل مخرجها مخرج المجازاة يعني في قولهم كيف تكون أكون لأن فيها معنى العموم الذي يعتبر في كلمات الشرط إلا أنه لم يسمع الجزم بها في الساعة وجاء في كيف كي قال أو راعياني لبعران لنا شربت كي لا يحساني من بعراننا أثرا قال الأندلسي إما أن يقال هي لغة في كيف أو يقال حذف كيف ضرورة عنوان مذ ومنذ معناهما واستعمالاتهما قوله ومذ ومنذ بمعنى أول المدة فيليهما المفرد المعرفة وبمعنى الجميع فيليهما المقصود بالعدد وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن فيقدر زمان مضاف وهو مبتدأ وخبره ما بعده خلافا للزجاج عند النحات أن أصل مذ منذ فخفف بحذف النون استدلالا بأنك لو سميت بمذ صغرته منيذ وجمعته على أمناذ وبنوا على هذا أن الاسمية على مذ أغلب للحذف وهو تصرف فيبعد عن الحرف فإن الحرف لا يحذف منه حرف إلا المضاعف منه نحو ربا وربا فهذا كما قال بعضهم في إذ إنه مقصور من إذا ومن عنه صاحب المغني في المودعين وقال منيذ وأمناذ غير منقول عن العرب وأما تحريك ذال مذ في نحو مذ اليوم بالضم للساكنين أكثر من الكسر فلا يدل أيضا على أن أصله منذ لجواز أن يكون للإتباع وضم ذال مذ سواء كان بعده ساكن أو لا لغة غنوية فعلى هذا يجوز أن يكون أصله الضم فخفف فلما احتيج إلى التحريك للساكنين رد إلى أصله كما في نحو لهم اليوم وكسر ميم مذ ومنذ لغة سليمية قال الأخفش منذ لغة أهل الحجاز وأن مذ فلغة بيثميم وغيرهم ويشاركهم فيه أهل الحجاز وحكى أيضا أن الحجازيين يجرون بهما مطلقا والتميميين يرفعون بهما مطلقا وجمهور العرب إذا استعملوا منذ الذي هو لغة أهل الحجاز على ما حكى أولا يجرون بهما معا في الحاضر اتفاقا وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الماضي ولا يستعملان في المستقبل اتفاقا قال الفراء منذ مركبة من وذو ولعل اللغة السليمية غرته فالمرفوع عنده في نحو منذ يوم الجمعة خبر مبتدأ محذوف أي من الذي هو يوم الجمعة أي من الوقت الذي هو يوم الجمعة على حذف الموصوف وذو طائية وينبغي أن يكون التقدير عنده في نحو ما رأيته منذ يومان من ابتداء الوقت الذي هو يومان على حذف المضاف قبل الموصوف ليستقيم المعنى وقال بعض الكوفيين أصل منذ من إذ فركبا ودم الذال للساكنين فالمرفوع فاعل فعل مقدر فتقدير منذ يوم الجمعة من إذ مضى يوم الجمعة أي من وقت مضي يوم الجمعة وينبغي أن يكون التقدير عنده في نحو ما رأيته منذ يومان من إذ ابتداء يوماني أي إذ ابتداء اليوماني اللذاني قبل هذا الوقت بدخولهما في الوجود أي من وقت ابتداء يومين وأثر التكلف على هذه المذهبين راهر لا يخفى وينبغي أن لا تكون منذ الجارة على المذهبين مركبة إذ يتعذر التأويلان المذكوران في الجارة بل تكون حرفا موافقا لفظ لفظ هذا الاسم المركب وقال بعض البصريين هم اسمان على كل حال فإن خفض بهما فعل الإضافة وعلة البناء عند هؤلاء أما في حال رفع ما بعدهما فلما يجيء من كون المضاف إليه جملة كما في حيث وأما في حال جره فلتضمنها معنى الحرف لأن معنى منذ يوم الجمعة من حد يوم الجمعة ومن تاريخه فهما بمعنى الحد المضاف إلى الزمان متضمنا معنى من ومعنى مذ شهرنا من أول شهرنا وكذا مذ شهر من أول شهر قبل وقتنا على ما سيجي من أنه لابد لمذ ومنذ من معنى ابتداء الزمان في جميع متصرفاتهما فإذا تقرر هذا قلنا إذا انجرم بعدهما ففيهما مذهبان الجمهور على أنهما حرفا جر وبعض البصريين على أنهما اسماني وإذا لم ينجرم بعدهما فلا خلاه في كونهما اسميني لكن في ارتفاع ما بعدهما أقوال الأول لجمهور البصريين أنهما مبتدآني ما بعدهما خبرهما على ما يجيء تقريره والثاني لأبي القاسم الزجاجي أنهما خبر مبتدائين مقدمان فإن فسر الزجاجي مذ ومنذ بأول المدة وجميع المدة مرفوعين كما يجيء من تفسير البصريين فهو غلط لأنك إذا قلت أول المدة يوماني فأنت مخدر عن الأول باليومين وأيضا كيف تخبر عن النكرة المؤخرة بمعرفة مقدمة والزمان المقدر لا يصحح تنكير المبتدأ المؤخر إلا إذا انتصب على الظرفية نحو يوم الجمعة قتال وإن فسرهما بظرف كما تقول مثلا فيما رأيته منذ يوم الجمعة أي مع انتهائها أي انتهاء الرؤية يوم الجمعة وفيما رأيته منذ يومان أي عقيبهما وبعدهما أي بعد الرؤية يومان فله وجيه مع تعسف عظيم من حيث المعنى والثالث والرابع قول الفراء وبعض الكوفيين كما تقدم ولا بأس أن نركب مذهبا خامسا من هذه المذاهب وإما قال المالكي فيهما فنقول إنهم أرادوا ابتداء غاية للزمان خاصة فأخذوا لفظ من الذي هو مشهور في ابتداء الغاية وركبوه مع إذ الذي هو للزمان الماضي وإنما حملنا على تركيبه من كلمتين وجود معنى الابتداء والوقت الماضي في جميع مواقع مذ كما يجيء وهما معنى من وإذ فغلب على الظن تركبه منهما مع مناسبة لفظه للفظهما وأمور النحو أكثرها ظني فنقول حجف لأجل التركيب همزة إذ فبقي منذ بنون وذال ساكنين وحق إذ أن يضاف إلى الجمل والإضافة إليها كلا إضافة كامر فضم الذال لما أخوجوا إلى تحريكها للساكنين تشبيها له بالغايات المتمكنة في الأصل كقبل وبعد ولما صار على ثلاثة أحرف بخلاف إذ قبل التركيب فإنه وإن كان واجب الإضافة إلى الجمل إلا أن وضعه وضع الحروف فلم يشبه الغايات المعربة الأصل كما شابهها حيث فكأنه حرف لسم مضاف وذلك أن أكثر ما يضاف اسم على ثلاثة أحرف أو أكثر فبقي منذ كما هو اللغة السليمية ثم استثقلوا الخروج من الكسر إلى ضم لازم مع أن بينهما حاجزا غير حصين فضموا الميم إتباعا للذال ثم إنهم جوزوا تخفيفه بحذف النون أيضا فإذا كان كذا رجع الذال إلى السكون الأصلي إذ التحريك إنما كان للساكنين والغرض من هذا التركيب تحصيل كلمة تفيد تحديد زمان فعل مذكور مع تعيين ذلك الزمان المحدود كتحديد زمان عدم الرؤية في نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة وتحديد الزمان مع تعيينه يحصل إما بذكر مجموع ذلك الزمان من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم نحو منذ يومان ومذ اليومان ومذ سنتان ومذ زيد قائم إذا امتد قيامه إلى وقت التكلم وإما بذكر أول الزمان المتصل آخره بزمان التكلم غير متعرض لذكر الآخر للعلم باتصاله بوقت التكلم مخصا لذلك الأول بما لا يشاركه فيه غيره مما هو بعده نحو مذ يوم الجمعة ومذ يوم قدمت فيه ومذ قام زيد تريد يوم الجمعة الأقرب إلى وقت التكلم إذ لا يشاركه في هذا الاسم ما بعده من الأيام ففي الأول يجب أن يكون أصل منذ من أول إذ فحذف أول المضاف إلى إذ ثم ركب منذ من من وإذ كما ذكرنا وذلك لأن معنى منذ زيد نائم من أول وقت نوم زيد وأما الثاني فلا يحتاج فيه إلى تقدير مضاف وحذفه إذ معنى منذ قام زيد منذ قيام زيد فنقول يضاف منذ إلى جملتين أما الإسمية الجزئين فنحو منذ زيد قائم والمعنى فيها جميع المدة ولا أعلمها بهذا القيد مستعمرة لأول المدة وأما التي أحد جزئيها فعل فإن كان الفعل ماضيا نحو منذ قام زيد ومنذ زيد قام فهو لأول المدة وإن كان مضارعا نحو منذ يكتب زيد ومنذ زيد يكتب فإن كان المضارع حالا فهو لجميع المدة وإن كان حكاية حال ماضية فهو لأول المدة ولا يكون مستقبلا لأن منذ لتوقيت الزمان الماضي فقط لتركبه من إذ الموضوع للماضي وقال الأخفش لا يجوز يقوم زيت لنزوم مجازين كون يقوم قائم مقام قاما وحذف زمان مضاف على ما يجيء في تقرير مذهب جمهور البصريين والأصل جوازه لأن يقوم كما قلنا حال أو حكاية حال وليس المضاف محذوفا كما اخترنا وجاز أيضا أن يضاف منذ إلى الجملة المصدرة بحرف مصدري لتغير إذ بالتركيب عن صورته التي كان معها واجب الإضافة إلى الجملة فيكون كريث وآية على ما ذكرنا من أنه يجوز تصدير الجملة التي بعدهما بحرف مصدري لكونهما غير صريحين في الظرفية فتقول منذ أن الله خلقني ويجوز أن يدعى أن منذ في مثله مضاف إلى جملة محذوف أحد جزئيها كما يجيء بعد في المصدر الصريح نحو منذ سفره ثم نقول حذف أحد جزئي الجملة المضاف إليها وجوبا إذا كان الباقي مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم معرفة كان أو نكرة نحو منذ يوما ومنذ رجب إذا كنت في شهر رجب ومنذ شهر نحن فيه ومنذ شهرنا أو كان الباقي أول الزمان المتصل آخره بزمان التكلم كما ذكرنا قبل معرفة كان أو نكرة نحو أقرأه منذ يوم الجمعة ومنذ يوم قدوم زيد ومثل هذا الحد يجوز ثبوت القراءة فيه ويجوز انتفاؤها في جميع أجزائه وذلك لجواز دخول الحد في المحدود وخروجه منه وما بعد الحد يجب ثبوت القراءة فيه بلا ريب ويجوز كون الزمان المراد به الأول معدودا بشرط أن لا يكون العيد مقصودا بل يكون المراد مجرد الزمان المخصوص نحو ما رأيته منذ سنة المجاعة ومذ شهر رجب ومذ يوم لقائك ومذ عشر ذي الحجة وأما انقصدت العدد كقولك ما لقيته منذ عشر ذي الحجة وأنت تريد أن الرؤية انقطعت في اليوم الأول إلى الآن وكذا اليوم الثاني إلى الآن وكذا اليوم الثالث وهكذا إلى آخر العشر فهو محال لأنه إذا انقطعت في اليوم الأول إلى الآن فكيف تبقى حتى تنقطع في اليوم الثاني والثالث بل المقصود أنها انقطعت قبل العشرة إن قلنا بدخول الحد في المحدود في نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة وإن لم نقل فالمعنى أنها انقطعت في يوم غير معين من أيام العشر لأن أيامها إذن كساعات يوم الجمعة في منذ يوم الجمعة أو عند انقضائها ويجوز أيضا حذف أحد جزئي الجملة إذا كان الباقي مصدرا دالا على أحد الزمانين المذكورين بقرينة الحال نحو منذ نوم زيد إذا كان وقت الكلام نائما ومنذ خروج زيد إذا مضى خروجه وإنما وجب حذف أحد الجزئين في الموضع المقيد بما ذكرنا وإن لم يسد مسد المحذوف شيء لقيام القرينة مع كثرة الاستعمال وتقدير الأول منذ ابتدأ يومان على حذف الفعل أي من وقت ابتداء يومين أي اليومين الذين آخرهما زمان التكلم أو يومان مبتدآني على حذف خبر المبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لاختصاص يومان من حيث المعنى باليومين المتقدمين على وقت التكلم وإنما استغنى عن التعريف لأنه من المعلوم أن منذ موضوع لتوقيت الزمان الذي آخره وقت التكلم في جميع استعمالاته سواء كاننا بعده مفردا أو جملة نكرة كان المفرد أو معرفة وتقدير الثاني مذ كان يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة كائن أي من وقت كون يوم الجمعة وجاز أن تجعل لكون يوم الجمعة وقتا على سبيل المجاز كما يقال إذا كان يوم الجمعة نادى مناد وأما المصدر الدال على أحدهما فتقول في المعنى الأول منذ نومه إذا كان وقت التكلم نائما وفي المعنى الثاني مذ خروجه أي مذ كان خروجه أو خروجه كائن ويجوز أن يكون مذ أنك قائم في المعنى الأول ومذ أن الله خلقني في الثاني من هذا ثم نقول إنهم جوزوا إضافة منذ إلى الظروف المذكورة والمصادر نحو منذ يومين ومنذ يوم الجمعة ومذ سفره ومنه قولهم مذ كم سرطا وكم سؤال عن الزمان أي من وقت يومين أي من وقت ابتدائهما ومن وقت يوم الجمعة ومن وقت سفره ومن وقت كم من الأيام أي وقت ابتداء كم منهما وإنما جد ذلك لخروج إذ بالتركيب عن كونه واجب الإضافة إلى الجمل ويجب مع هذا مراعاة أصل منذ من الضمة إذ إضافته إلى المفرد عارضة قليلة كما أبطيت بمة حيث عند إضافته إلى المفرد ولا فرق من حيث المعنى بين جر هذه الظروف ورفعها ولا تصغي إلى ما توا في بعض الكتب أن بين الجر والرفع في المعرفة فرقا معنويا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة وهو جواز الرؤية في يوم الجمعة مع الجر وعدمها مع الرفع فإن ذلك وهم هذا الذي مر أصل منذ ثم إنهم قد يوقعون بعده نكرة غير محدودة للدلالة على طول الزمان نحو منذ حين ومنذ سنين وذلك خلاف وضعه لأن إذ لتعيين الزمان وهذا كما وضع حتى لتعيين النهاية ثم قيل حتى حين وحتى مدة فعلى ما مر لا بد لمنذ في كل موضع دخله من معنى ابتداء الغاية ولا يكون بمعنى في وحده كما يجي وهذا الذي ذكرنا وإن كان في بعض مواضعه أبنى تعسف فإن ذلك يجوز أن يغتفر مع قصد جعله في جميع استعمالاته راجعا إلى أصل واحد وعلى وتيرة واحدة ولترجع إلى شرح ما في الكتاب من أحكام المذ ومنذ وهو مذهب جمهور البصريين قال مذ ومنذ بمعنى أول المدة فيليهما المفرد المعرفة مذهبهم أنه إذا ارتفع رسم بعدهما فهم اسمان في محل الرفع بالابتداء ولهما معنيان إما أول مدة الفعل الذي قبلها مثبتا كان أو من فيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي أول مدة انتفاء الرؤية يوم الجمعة فإذا كان بهذا المعنى وجب أن يليهما من الزمان مفرد معرفة ويجوز كما ذكرنا أن يكون هذا الحد غير مفرد نحو ما رأيته منذ اليومان لذان عاشرتنا فيهما إذا لم يكن العاد مقصودا وكذا يجوز أن يكون نكرة نحو ما رأيته منذ يوم لقيتني فيه إذ المقصود بيان زمن مختص وأما جميع مدة الفعل الذي قبلهما مثبتا كان الفعل أو من فيا نحو صحبني منذ يومان أي مدة صحبته يومان ومنذ اليوم ومنذ اليومان وقد تقدم أنه يجب أن يليه مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان التكلم انتهى الشريط العاشر من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وللكتاب بقية على الشريط الحادي عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر